تنوع الحضرات والتبادل الثقافي يعزز القيمة الإنسانية المشتركة بين الشعوب ويظهر أيضا الجمال الحقيقي لهذه الحضرات نتعرف اليوم على مصر من وجهة نظر جديدة اسمي شبيولا من دولة تشيلي عندي 47 سنة وبشغل مدرسة لغة أسبانية عندي ولد وبنت ابني عايش في السوسرا وبنتي هنا معي عندها 16 سنة أنا اسمي سوفيا من المكسيك عندي 17 سنة وبقالي سنة عايشة في مصر أنا اسمي ريتشيل ومن تشيلي وعندي 16 سنة وبدرس في مصر دولة تشيلي من أطول دول العالم بتمتد على مساحة 4700 كيلو متر بيمر فيها المحيط الهادي اللي فيه أنواع كتيرة من السمك وعدد سكان تشيلي بيصل حوالي 17 مليون نسمة قبل ما جي مصر كنت عايشة في بنما وهناك ما بنسمعش حاجة عن مصر غير في الأخبار ومعظمها بتتناول أخبار سيئة عن مصر ولما عرفت أن هروح لمصر كنت خايفة جدا ومتوترة وما كنتش عارفة الوضع هيكون ازاي واصحابي في بنما كانوا بيقولوا لكلام غريب زي أنها عيش في الأهرامات لكن لما جيد مصر الوضع كان مختلف تماما عن اللي توقعته أول سنة لنا في مصر كانت صعبة شوية بسبب العادات والتقاليد والتفكير المختلف لكن بعد كده الوضع تحسن بقيت عارفة الناس يتفكر ازاي في مصر وشايفة أن المصريين بيتميزوا بالود والطيبة وبيحبوا يسعدوا أي حد وشايفة أن وجودنا في مصر تجربة جميلة أنا مش بحسة أن مصر ما فيهاش أمان لو قارننا بالمكسيك أنا بشوف واسمع عن أمور صعبة هناك طبعا عائلتي تبقى حاسة بألأ لأننا في بلد بعيدة عن المكسيك لكن في المجمل هم مبسوطين إن إحنا هنا بحب أول حياة بالليل في مصر كلها جمال وكل الأجواء اللي موجودة لما بروح المعادي أو الزمالك وبشوف كمان المراكب في النيل بيبقى المنظر غاية في الجمال المصريين من ألطف الناس اللي قابلتهم في حياتي بيهتموا بالآخر وبيتميزوا بحسن الاستقبال والود ودي حاجة هتفضل في زاكرة طول العمر عن المصريين لما بتتكلمي مع عائلتك وأصحابك بتقول لهم إيه عن مصر الناس بيفتكروا إن فيه فوضى في مصر وإن دايماً فيه انفجارات وبيقولوا ما نقدرش نسافر مصر عشان فيه مشاكل أمنية كتير لكن أنا بقول لهم ده مش صحيح مصر آمنة جداً وما فيش أي مشاكل هنا إحنا عايشين كويس وبقول لهم يجوا زوروا مصر هنا القاهرة هنا القاهرة هنا القاهرة يلي لك حبيبي حبك وتحبت هديه بهدية هتو مصر الحلي ويقول لك دي صحيح هي أم الدنيا الاهرامات دي رائعة الجمال لكن اتضايقت من الناس اللي بيشتغلوا هناك عشان طول الوقت بيعودوا يصروا إن يشتري منهم وبيحطوا أسعار عالية قوي بيفتكروا إننا سياح ومعانا فلوس الزحمة شيء مزعج جداً أنا معي رخصة كيادة مصرية لكن دايماً بكون خايفة نسوه هل جربتي أي أكلة مصرية؟ أحب الكوشري كوشري لكوشري 10 باون بحب الكوشري وبشتري من مكان قريب هنا بعشرة جنيه الكوشري طعم مرائع أنت عارفة أن أول مرة شفت فيها الكوشري ما كنتش عايز أجربه لكن بعد ما دقته طلع طعم ولذيذ جداً أم علي وبحب أم علي قوي طعمها جميل أحب كوشري وأحب ملوخية وأحب محشي وأحب مساقة وبحب جداً المساقة طعمها رائع بحب خان الخليلي لأنه مكان جميل وفي مطعم شرق هناك بحب دايماً نعط فيه ولما بروح الأسواء اللي في خان الخليلي أو العتبة بعرف أتعامل مع البيعين هناك وفي جملة بقولها لهم بالعربي في العربية أعناي شهنا مايش فيلوس تشاهدين مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء كما اعتدنا بنبدأ الحلقة دائماً بمشاهد تعبر عن الجمال في مصر لأن بعد كده للأسف الشديد بندخل في المشاكل والأزمات واعتدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحديداً إن احنا نبدأ بالجمال ونشوف هوية مصر ونشوف الجمال في مصر بأشكال مختلفة في عيون الجاليات الأجنبية التي تعيش في مصر أو في بعض مشاهد البهجة والسعادة والجمال المتنوعة عيد تحرير سيناء بالتأكيد كل مصري بيحتفل في البيت بيحتفل بمشاعره الخاصة ما فيش مصري إلا إنه في هذا اليوم تحديداً حتى الناس كانت اعتادت تقعد في البيوت وتشوف الأفلام اللي بتعبر عن انتصار أكتوبر اللي كان التلفزيون المصري قديماً بيعرضها على المشاهدين بالإضافة إلى الأغاني الوطنية المختلفة والمتنوعة سيناء التي استعدناها بالدماء لا يمكن أبداً إنه هذا اليوم عيد تحرير سيناء يكون يوماً للانقسام أو يكون يوماً لمحاولة اختطاف الانتصار واختطاف مناسبات وطنية ولذلك كما أكدنا لكم من قبل كان اختيار اليوم ليس صائباً فيما يتعلق ببعض القوى اللي دعت للتظاهر حتى لو من أجل قضية فيها العطفة بتتغلب عطفة التشبث بالأرض وهي قضية تيران وصنفير حتى لو كانت الدعوة حسنة النية عند البعض لكن فيه سوء نية عند البعض الآخر ممن يحاولون اختطاف هذه الحالة العطفية عند البعض وممن يتوهمون أن بإمكانهم استعادة اختطاف الثورة من جديد واختطاف الشارع من جديد الناس تصدت لأي محاولة بالاحتفالات برفع الأعلام المصرية وبالأغاني الوطنية وبالاحتفالات في الشوارع لكن كمان كان في بعض المظاهر المتعلقة بمواجهة المظاهرات هنشوفها لكن تعالوا نشاهد أولا احتفالات المواطنين في الشوارع ميدان عبدين وميدان مصطفى محمود وطبعا فيه عدد كبير من الميدين في كل محافظات مصر تعالوا نبدأ أولا بالاحتفالات في ميدان عبدين جايين نهنأ أنفسنا ونهنأ مصر والشعب المصري بعيد تحرير سيناء سيناء اللي ارتوت بدم الشهداء احنا بنحتفل بعيد تحرير سيناء 25 ابريل من كل عام وهو أرجوع أرض سيناء كاملة لنا موجود النهاردة عشان نحتفل بالمناسبة الجميلة ديت وكمان معايا أهلي كلهم والدتي وأخواتي وبنحتفل النهاردة بيوم جميل جدا يوم عظيم جدا طبعا عاش اللي قام الكلمة بحجمه وفي الوقت المناسب عاش 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 اللي قام عاش اللي قام أنا موجود النهاردة عشان نأيت تحرير سيناء الرابع والسلسون وربنا يديم علينا نعم يا رب حفظ الأمن والأمان في مصر وربنا خلنا الرئيس كل التحيات من قلبي ومن بيتي ومن ولادي اللي كل عسكري موجود دلوقتي بيحارب أو موجود عشان يدفع عننا للوقتي على حدود سيناء إحنا جايين نحتفل النهاردة باليوم العظيم دوت علشان إحنا انتصرنا على الياهود وأقل ما ننتصر على الإخوان اللي في البلد كلها من جوا ومن بره موسيقى 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 هنشوف معاكم نشاهد تباع عن الاحتفالات في الشوارع والميادين والحقيقة أن بعض المواطنين اللي جات لهم الفكرة في محاولة صد أي محاولة من جماعة الإخوان وحلفائها ومن بعض القوى السياسية المتحلفة معاهم من اختطاف الشارع من جديد أو محاولة تشويه هذا اليوم فقالوا هذا اليوم يجب أن يكون يوما احتفاليا وبالتالي هنا نزول الناس للاحتفالات بهذا الشكل في الشوارع بيتمشى مع أعيادنا الوطنية وأيضا في الحالة اللي عند الناس أنك يمكن أن تصد أي محاولة لاختطاف الشارع وأي محاولة للتآمر وبعضهم يجي في زينه كده يقولك أنه حنوريهم حجمهم يعني باحتفالاتنا في الشوارع كان في بعض المظاهر اللي أنت يمكن أن تتوقف عندها وتقول هي سلبية ولا إيجابية يعني بعض المتظاهرين وإحنا دايما بنؤكد هنا وإحنا بنناقش قضية الجزر تيران وسنفير يجب أن نناقشها وإحنا بنضع في الاعتبار حاجتين واحد عدم الإساءة للعلاقات بين مصر والسعودية لأن من الطبيعي من حق السعودية أنها تطالب بالجزيرتين ومن حقنا أيضا أن المجتمع يبقى فيه هذه الحيوية ويبقى فيه هذا الخلاف الحاجة الثانية أنه ما فيش حد يخون سلطة انحازت للإرادة الشعبية في ثورة 36 واستعادة هوية مصر ممكن تتكلم عن تقديرات سياسية خاطئة ممكن تتكلم عن أخطاء سياسية بعض المواطنين رفعوا الأعلام السعودية اليوم وكأنهم عاوزين يقولوا للمتظاهرين في الجانب الآخر إما هنا بقى أنه عاوز يوصل رسالة الجزيرتان سعوديتان وده الحقيقة يبقى خطأ عند المتظاهرين أو أنه عاوز يوصل رسالة بأن العلاقات المصرية السعودية لن تمس وده الحقيقة تبقى رسالة نبيلة ونقية المشكلة أنه في يوم مثل هذا اليوم وإحنا بنؤكد دائما على عمق العلاقات بين مصر والسعودية وأنه حتى اللي بيتشبثوا بالأرض عليهم أن يضعوا في الاعتبار عدم الإساءة للعلاقات لأن في سنوات المحنة اكتشفنا أصدقائنا من أعدائنا والسعودية وقفت إلى جانبنا في سنوات المحنة في مواجهة الإرهاب وجماعة الإخوان لكن المشهد بالشكل اللي احنا بنشوفه مخلي البعض يعني هنا يقول ترفع العالم السعودي تكون آمنا إنما حتقول أنا حشارك في المظاهرات فلن تكون آمنا يعني وبدأت بعض التعليقات بهذا الشكل صحيح الناس بسيطة ويجب أن احنا نتعامل مع مشاعر الناس أيضا على أنها مشاعر نقية لكن ممكن يبقى عندك التحفظ أن في يوم مثل هذا اليوم أنك يعني تبدي أي ملامح وأي مظاهر لا علاقة لها بالاحتفالات بأعيادنا وبالاحتفالات بعيد تحرير سينا وده اتضح حتى في جملة بتقولها ست هي ست بسيطة بتعبر عن عمق حبها للعلاقات بين مصر والسعودية بهذا الكلام اللي البعض بقى بياخده على اعتبار أنه شوفوا الناس وصل بهم الحال إلى إيه أنا بشوف أن دي مشاعر فياضة باتجاه العلاقات بين مصر والسعودية صحيح المشاعر يعني هنا العقل لا يتغلب وحتلاقها بتقول كلام أن احنا حتى مستعدين ندي الأهرامات للسعودية ده طبعا كلام يعني ليس صحيحا وليس مقبولا لكن في كل الأحوال نتعامل مع بساطة الناس ونقول لهم أنه من الخطأ وإنت بتواجه وإنت بتواجه مظاهرات بيحاول البعض اختطافها لتفتتنا وإحداث انقسامات إنك تستخدم ترفع أي أعلام تانية أو تستخدم جملا وتعبيرات من اللي حنسمعها الآن أما يخد الملك سلمان الملك سلمان وقف معنا في عز الشد واللي بيتزايد وبيقول ذي مصرية طبية مصرية بقى وإحنا أدناه للملك سلمان ولو طلب الأهرامات هددله الأهرامات وابو الهول وامو الهول هو يأمر وإحنا هدس يدله لو عايزه طبعا كلام بيتاخد في كل الأحوال ده ليس مقبولا ومصر ما بتديش لأرضها ولا حضرتها لحد مهما كان التقدير للعلاقات لكن الناس هنا ببساطتها بأن العطفة عندها هي اللي بتقدها لكن نقول للناس حتى خلي بالك من كلامك في يوم مثل هذا اليوم أنت كمان ممكن أنك تثير مشاهد انقسامية بهذه المشاهد هي حتى السعودية التزمت الصمت تماما وقالت أن هذا الخلاف يتعلق بالأوضاع داخل مصر لكن أن البعض هنا يرفع أعلاما سعودية في مواجهة مظاهرات محتملة معظمها لم يتم يعني هنشوف بعض المشاهد البسيطة فده كان خطأا كبيرا مع تأكدنا على أن وانت بتناقش هذه القضايا لن نعود لمحاولة التأثير على العلاقات من مصر والسعودية من جديد بالإضافة إلى الكلمات اللي ممكن نسمعها من البعض تعالوا نرجع تاني قبل ما نشوف إيه اللي حصل في حزب الكرامة تحديدا قادة وأعضاء الحزب وبعض القوى السياسية بيتهموا الأمن بحصار المقر وقبل كمان ما نشوف بعض المشاهد اللي حدفت في الشوارع اليوم نرجع تاني للاحتفالات ونشوف الاحتفالات في ميدان مصطفى محمود موسيقى 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 جايين النهاردة بنحيي مصر كلها على العيد الجميل اللي احنا بنعيشه المهاردة عيد تحرير سينا كل أهلين وإخواتنا اللي سجادوا في سينا جايين نحييهم النهاردة ونكرمهم على اليوم الجميل اللي احنا اللي خلوا البلد بأمان وفي أمن اللي احنا عايشين فيه حاليا ننازل النهاردة عشان نوجه رسالة للشباب كلها وعايزة اللهم احنا في تقدم وإحنا السنة ده 2016 كانت أحلى من 2015 و2017 هتبقى أحلى وأحلى احنا النهاردة موجودين بنحتفل بعودة سينا لمصر وأرض مصر كلها غالية علينا الشعر مصر دول لازم يخلي باله متبالد يخلي باله وفيه خونا وما زال فيه خونا معنا إنه هون فيه عارفهم مثل ربنا اللي هو إيه حفظ مصر احنا بنحتفل بيوم من أسعد الأيام لنا وجميع المدرسين في إدارة العجوزة كلهم نزلين مشاركة دمحبا بسينا والرئيس أبفتح السيسي نزلين النهاردة طبعا لأنه ده يوم من أعظم أيام مصر الحبيبة نحن بنهني الشعب المصري كله بعيد تحرير سينا احنا هنا كلنا رجال التربية والتعليم كلهم هنا العشرين إدارة تعليمية بداية من الوحاة لحد ما عدنا احنا قلنا الوحاة ممكن ما جيش لكن هم عشان فرحاتهم معنا جم معنا من الوحاة لحد منشيط الأناطر عشان إدارة تعليمية رجاليتها معنا نقابة ومجلس أماناء ومعلمين وفيه أولياء أمور معنا لأنه لازم كلنا نحتفل باليوم الجميل اللي احنا فيه ده أنا أزل بشاري مع المصريين كلهم في ذكرى تحرير سينا ذكرى جميلة ومات فيها شهداءنا وشبابنا وولادنا وستاتنا ورجالنا وكل حاجة وبنقف في ظهر البلد من كل حاجة بنقض في ظهرهم لعشان نبني ونطلع بمصر ومنبقاش زي البلاد التانية النهاردة عيد تحرير سينا يوم جميل في مصر ويوم جميل في حب مصر ولازم الشعب المصري كله ينزل ويحتفل بقواتنا المسلحة دحية مصر دحية مصر دحية مصر يعيش الشديد حضرتك حريص على أنك تنزل دايما في احتفالات سينة طبعا احتلفات القومية كلها احتفالات سينة واحتفالات أكتوبر اللي بتذكرنا ببطولات جيوء جيشنا العظيم جيش مصر العظيم أكبر دولة عربية الدولة اللي هي بتحمي الوطن العربي كله خلوة لا دي الصورة لا دي الصورة هنتجول معاكو في كل الأحداث اللي حدثت اليوم ما هو سلبي منها وما هو إيجابي وزي ما انتوا شايفين دي المشاهد منذ قليل الاحتفالات ما زالت مستمرة حتى الآن في ميدان عبدين والبعض بيقولي كمان أمام ضر قضاء العالي واحتفالات في كل مكان استعادت سينة تستحق الاحتفال وهذا اليوم لا يجب أن يكون يوما انقساميا حتى القوى السياسية اللي دعت للتظاهر في هذا اليوم كانت مخطئة اختيار التوقيت مهم جدا مناسبة وطنية يتجمع حولها الجميع ليس مناسبا ليس لائقا أن يوضع البعض في مواجهة الأمن أو يبقى فيه نوع من الصدمات لكن في كل الأحوال كمان ليس مقبولا أنه يبقى فيه أي تجاوز من قبل أجهزة الأمن إذا كانت هناك تجاوزات هنحاول أن احنا نشوف إيه اللي حصل معاكم خلال الأحداث اللي تمت اليوم ودي الاحتفالات ما زالت مستمرة هنتبعها معاكم جماعة الإخوان بالتأكيد عايزكم تشوفوا التناقض الشديد بين جماعة لم تعود لديها أي قدرة على الحجد ولا تسيير المظاهرات ليه حتى الناس اللي كانوا بيتعاطفوا معاهم كما أكدت لكم من قبل بدأوا يقولوا هم قاعدين في الخارج بيقبضوا وبيدفعوا الشباب للموت أو لدخول السجن في الداخل هتلاقوا مظاهراتهم محدودة وهي عبارة عن عائلات إخوانية زي ما حتشوفوا وطبعا فيها الشتائم التي لا يجيدون إلا هي يعني ما عندهمش وسيلة تانية يمكن أن يستخدموها إلا وسيلة الشتائم بالإضافة إلى الفشل في الحجد مع أنهم بيعلنوا عن أن جماعة الإخوان هتحول هذا اليوم إلى يوم للتظاهر في كل محافظات مصر لكن في النهاية بتجد النتيجة لا شيء ياللي ساكت ساكت ليه مصر دبرأ أسحابي مصر دبرأ أسحابي سيسي خائم يا سيسي قرطي مصر يا سيسي زي ما أنتم شايفين مظاهرات محدودة عشوائية جماعة فشلت فقدت أي قدرة على الحجد ولم يعد أمامها إلا أنها تسير البعض من عائلاتهم يوجهون الشتائم مع أن الجماعة قالت أنه سنحول هذا اليوم إلى يوم للحشود لكن هو ده حجمهم نذهب إلى شمال سيناء مرسلنا مصطفى سطوحي قلنا الاحتفالات هناك شكلها إيه مصطفى ألا بيك زوائل حيث أنا الآن متواجد في شمال سيناء تحديدا بمدينة العريش عاصمة المحافظة كانت هناك احتفالات من نوع آخر بالمحافظة منذ الصباح الباكر بدأت بوضع تليل من الظهور بكيادة محافظة شمال سيناء ومدير الأمن وقائدة كتيبة 101 والحاكم العسكري مع مجموعة من الكيادات الشعبية والمواطنين أيضا كان هناك مجموعة من الافتتاحات لبعض المشاريع التي أمر بها الرئيس عبدالتاح السيسي منها الإسكان الاجتماعي وبعض المشروعات الاستثمارية بحوالي 600 مليون جنيه توفر مجموعة من العمل لمواطني وأبناء سيناء أيضا كان هناك ضربات استباقية من حيث الحالة الأمنية كان هناك ضربات استباقية للقوات المسلحة في مدينة الشخزويد وتحديدا في جنوب المدينة كان هناك تدمير لمجموعة من مخازن الأسلحة والزخيرة وأيضا تصفية أكثر من 30 عنصر إرهابي وهذه كانت ضربة استباقية حيث كان هناك تدبير لعمليات هجومية على بعض كماء لتعقير صف الاحتفالات في مدينة سيناء أيضا الآن كاميرا العشرة مساء تنفارد على مدارة العامين الماضيين بالظهور ليلا في شمال سيناء وهذا من الخطورة أيضا ولكن هناك احتفالات مع هذه الخرارات الأهالي تتحدى هنا الإرهاب كما تشاهد أستاذ وائل على الهواء مباشرة وسوف نكون بعمل حواره معهم الآن تعرف عليك؟ أسلام الدين محمد خير المحامي كلمني عن احتفالاتكم النهاردة بعيد تحريصينا وأنتم كمواطنين شعوركم على المدار الفترة الزمنية من الحالة الأمنية هو طبعا الحمد لله النهاردة يفرق عن أمبارح عن أول أمبارح الجيش والشرطة يمين بواجههم على أكمل وجه من فضل الله سبحانه وتعالى وطبعا التعاون من الأهالي مع قيادات الأمنية من الكتيبة 1001 قوات المسلحة ومع القيادات الشرطية والأمنية توفرت الحالة الأمنية أحسن من أمبارح وأول أمبارح الفترة اللي جاية من إن شاء الله أفضل بعمل عزيز حسين بشعور إيجابي الحمد لله طبعا الحمد لله من فضل عز وجل النهاردة أولادنا بروح المدارس أولادنا بتحركوا للدروس منخافش على ولد ولا البنت ولا الصغرين كله تمام من فضلها الحمد لله منحس التنمية في سينة هل فيه فعلا تنمية؟ التنمية طبعا من نهارش نحس بها مع توفر الأمن والأمان بالنسبة 100% عشان خاطر أن أنا أقدر أقول فيه تنمية عندي في العريش لازم يكون في عندي أمن إحساس بالأمن والأمان بالنسبة 100% وده طبعا يعني إن شاء الله أمليمنا الله سبحانه تعالى يكون متوفر في الفترة المقبلة تعرف عليك؟ المحمد شراب تاجر بشارع 23 يوليو كلمنا عن احتفالات كل نهاردة بأي تحرسين؟ قبل احتفالات وقبل كل حاجة احنا بنعز جميع أسر شهداء بجمهورية مصر العربية للسالة الدماغهم على عرض سيناء إحنا دلوقتي أنا كمواطن سيناء أنا لا يهمني احتفالات ولا يهمني أي تنمية أنا لا يهمني دلوقتي حاجة واحدة اللي هو رجوع نعمة الأمن والأمان ترجع نعمة الأمن والأمان أنا ممكن بعد كده أتكلم في تنمية أتكلم في صناعة أتكلم في كل حاجة لكن إحنا دلوقتي بعد 34 سنة من رجوع سيناء يعتبر إحنا رجعنا لمربع صف معرفش هل الدولة متعمدة أو تخصير من الدولة لكن ليه ما يعانف في المواطنين كلهم في شعور이 في الدنيا أمان والأمان بث حضرتك أنا دلوقتي عايز عشان يرجع الأمان 100% لا أم مارجعش 100% الأمان لكن أنا أقول لك أنا فوق 70% الأمان لكن أنا عايز satellite الأمان الطبيعي بحيس أن أنا أشوف فرض الشرطة مش في الشارع لو شفت فرض الشرطة مش في الشارع أعرف إن الأمان رجع أنا دلوقتي بأقول بيوجه رسالتي د으로ارى رئيس السيسي يا ريس دلوقتي إلملك سلمان عملنا مليار ونص لو سمحت المليار ونص يبقوا تنمية داخل شمال سيناء انا بعتب كمان دلوقتي انا كمواطن سيناء بعتب عن مجلس النواب يعني يا مجلس النواب دلوقتي انت بتقف جنب شمال سيناء بالكلام النهاردة شمال سيناء اللي محتاجها مصر كلها ما تقدرش تعمل فيها لجنة خاصة بسيناء عشان تبقى مشرفة على التنمية والامن والامن وكل حاجة ليه كنت يعني عاوزين لجنة في مجلس شعب لازم تتعمل لجنة باسم سيناء بس انا اعتقد ان مجلس الشعب دلوقتي ما بيلبيش طموحنا والنواب بتوعنا هنا طلبوا لجنة باسم سيناء وعضاء مجلس النواب رفضوا ان هم يعملوا لجنة باسم سيناء واحنا حضرتك من هنا بنشكر للستاذ وائل والستاذ وائل طبعا بيغط كل احتفالات سيناء في كل سنة وبنقول له مشكور على الجهد بتاعك يا سوائل طرف حيب محمود اللوباد كلمني النهاردة عن احتفالك في سيناء والله انا نهاردة بنمر بحدث تاريخي بحدث جميل بحدث بنحتفل بيه كل الشعب المصري والشعب السنوي بس للاسف احنا بنحتفل بشيء كتاريخ لكن كحاضر احنا بنمر بظروف صعبة وسيناء بتمر بظروف صعبة جدا سيناء دلوقتي هي شماعة اللي بتعلق فيها كل المقساة المجتمع المصري والشعب المصري احنا هنا مش هنقول لحاضراتي بنمر بمقساة واحدة بس احنا على مدار 30 عام تهميش اضطهاد عنصرية فساد كل شيء سلبي كل شيء سلبي مفيش تغييرات الوقت احنا دلوقتي بنتأمل بالرأي السيسي وبالخادم خير احنا الراجل ده يعني متأملين في خير وبنسعى معه وكل الشعب كل الشعب عايز تشتغل كل الشعب عايز الافضل فيه تطوير في الامن فيه حسين بحالة ايجابية في الامن الامن الى حد ما لكن زي ما قال الراجل اللي منشوهية محدش يطلقل الامن رجع بمية في المية الامن الى حد ما كويس لكن لسه لسه كتير جدا فين المرور فين الكمائن فين الزباط المشارك فين احنا فيه فيه حاجة كتير نقصانة بس فيه حاجة انا عايزة نوه عليها من خلال عدسة استاذ وائل يا استاذ وائل كتير جدا بيتاجروا بقضية سيناء الكل اللي بقول عايزين تهجير الكل اللي بقول عايزين نهجر سيناء نهجر سيناء او بمسمياتها هو يعرف ايه عن سيناء النايب اللي بتكلم عن شعب سيناء ده يارى فيه عن سيناء تعال يا سيناء وتكلم وفهم شعب سيناء بكيه تكلم طال ايه واحد من المجل الشعب يقول سيناء في السلوم سيناء في السلوم ازاي انت مش عارف اصلا سيناء وقع فين وجاء تتكلم عليها انت تحسري النصف ايه متتكلمش خالص دير سيناء من شعب سيناء اتعرف عليك؟ محمود الحجاوي في البداية طبعا عايز اقول ان سيناء للأسف الشديد دائما بيفتكروها في ذكرى تحرير سيناء في 25 ابريل وفي 6 اكتوبر احنا طبعا بقلنا 30 سنة مهمشين من ايام مبارك طبعا احنا لا شفنا تنمية ولا شفنا اي حاجة في سيناء بنسمع عن جهاز جهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ده جهاز كلف ملايين للأسف الشديد ليس له اي دور على ارض الواقع المشروعات اللي تم بافتتاحها مبرح في بير العبد في خرية الخربة للأسف الشديد المشروعات دي عبارة عن 100 بيت تم ترميمهم جمعية الأورمان رميمت 100 بيت دي مش تنمية المشروعات دي عبارة عن بيوت ترميمت وفتحوا ملعب كورا احنا عايزين تنمية احنا عايزين مصانع عايزين شركات احنا عايزين تنمية في سيناء احنا الجهاز الوطني لأسف يعني ده عبارة عن جهاز ليس له اي دور ده جهاز بيعرقل التنمية في سيناء عايز اقول ان احنا لما بننزل القاهرة بنلاقي كلمة الجهاز الوطني لتنمية محافظة القاهرة بنلاقي وراها مساكن ومباني للأسف الشديد بنلاقي وراها المبنى بتاع جهاز تنمية سيناء صحراء عايز اقول ان احنا اهل سيناء متعاونين مع الجيش احنا عندنا كل يوم كل يوم الشباب بتدبح عشان هي بتتعاون مع الجيش بتهمت التعاون مع الجيش عايز اقول ان لازم تفتكروا سيناء كل يوم كل شهر كل اسبوع مش كل سنة مش كل سنة في عيد تحرير سيناء بالنسبة للأوضاع في سيناء احنا بجلنا الحمد لله يعني ثلاث أو أربع شهور الوضع مستقر وضع الأمن آه الأمن مستقر شوية يعني كان في البداية بنشوف عملية انتحارية بنشوف انفجارات كبيرة دلوقتي يعني ما فيش إلا بنسمع ضرب النار وده طبعا بيكون من الجيش وما فيش إلا طبعا بنسمع في الشخص ويد ورفع دي المنطقة اللي هي اللي فيها الضرب الحمد لله الأوضاع مستقرة لحد ما بس عايز أقول ووجه رسالة لسيادة الرئيس يا سيادة الرئيس احنا شباب سيناء احنا عندنا بطالة احنا عايزين نشتغل انا مهندس زراعي انا خريج 2013 المفروض ان انا مدام ما اشتغلتش اخذ خمسة فدان ايه مدى يعني المفروض ان انا تفتح مشروع ترعد السلام المشروع القومي لتنمية سيناء المفروض ان هو ينتهي في عام 2017 لحد دلات عشان نتابع الاحداث مع ان الناس بيقولوا طبعا كلام في راية الاهمية هنرجعلك تاني خليك فص الناس يا مصطفى هنعود اليك من جديد الرسالة يا جماعة اللي بيوصلها الاهالي سيناء الناس تاخدها بجدية لما يكون عندهم شعور بانه ما فيش تنمية وعندهم احساس بان احنا لا نهتم بسيناء الا في هذا اليوم فقط وكمان عندهم مطالب يعني اتمنى انه تأخذ هذه المطالب بجدية وحنتبع معاك وحنستمع للمزيد من شهادات اهالي سيناء بعد قليل لكن تعالوا نشوف اه الاتامات الموجهة لاجهزة الامن بحصار حزب الكرامة والقاء القبض على عدد من اعضائي كاميرا العشرة تمكنت من دخول المقر وسجلت مع بعض الشباب والقيادات بداخل الحزب هنشوف هذه المشاهد بس اقدم اولا قبل ما نشوفها مهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة مهندس محمد اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ واحد اهلا بيك ومعايا ايضا اللواء فاروق حافظ المكره يا استاذ لواء اهلا بيك اهلا بيك استاذ واحد نشوف المشاهد اللي سجلناها من داخل حزب الكرامة اللي بيتهم اجهزة الامن بحصاره والتعامل بعنف مع اعضائه اتخذنا اليوم كل الاجراءات لضمان سلمية التجمع لاعضاء الحركة الشعبية للدفاع عن صنافير وتيران الا ان قوات الامن المدججة بكل انواع السلاح كانت تطارد المواطنين في شوارع العاصمة وفي كل الميادين وتعتق لهم بشكل عشوائي ولم يقف الامر عند ذلك وانما قامت قوات التدخل السرية بحصار مقر حزب الكرامة الذي كان تكتمع فيه مجموعة الاحزاب التي تنتظم الطيار الديمقراطي وظلت تمنع الدخول والخروج وتوجه اسلحتها النارية الى كل الموجودين داخل المقر وقد اكتمعت القوى السياسية المحاصرة في هذا المقر واتخذ القرارات التالية واحد تدين الحركة الشعبية للدفاع عن تيران وسنافير الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها سلطة الحك اتنين انه اذا لم يتم فك هذا الحصار عن حزب الكرامة فاننا نمهلهم لعدة ساعات فقط وإلا فاننا نعلن الاعتصام في مقر حزب الكرامة ثلاثة نطالب من هنا بالافراج عن كل من تم اعتقاله واختطافه من الشوارع والمقاهي ليس اليوم فقط وانما على مدار الايام السابقة كلها ونحذر سلطة الحك بانها بهذه التصرفات تفقد شرعيتها لانه لا يمكن لانه لا يمكن ان يتم تعمد ازلال جزء من الشعب المصري ومطاردته في الشوارع بينما تسمح لقطاع آخر بالاحتفال والرقص تحت حماية جهات الأمن ما حدث اليوم لم يشهدوا حزب الكرام منذ تأسيسه مع جميع الهود والعهود والأنظمة التي مرت في السنوات الأخيرة احنا جايين هنا على حزب الكرام نحبر عن رأينا ونحتفل بتحرير سينة وبنرفض التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير وهذا من حقنا والقانون يكفلونا هذا والدستور اللي احنا نزلنا علشانه في 25 يناير وشباب كتير ماتت منهم شباب في حزب الكرام وجميع الأحزاب في مصر وشباب في كل ميادين مصر ماتت عشان ناخد حقنا في التظاهر احنا مبقيين على مطالبنا مش هنتنزل عنها هي الافراج عن مؤتقلين اليوم والمؤتقلين اللي داخل اللي اتقبض عليهم من على القهاوي احنا لازلنا نهاردة جماعة ببساطة عشان نهاردة هي تحرير سينة كمالة مش هي تحرير سينة لجزيرتين فاحنا نهاردة طليلها نعلن عن منزول يوم 25 ابريل اللي هو هي تحرير سينة عشان ننزل نقول لي احنا رفضين بيع جزيرتين تيران وصنافير موانس محمد سامي رئيس حزب الكرامة موانس محمد يعني قرأت لك تصريحا تهدد فيه باللجوء للتصعيد الدولي بسبب ما حدث من الامن اليوم فضل لا انا الحقيقة انا مش عايز اناقش الموضوع دلوقتي علشان برضو طالما ان في طرف اخر حيطرح الموضوع على لسانه اللي هو فاروق بيه انا بتكلم من حيث الشكل ان في مجموعة من الشباب بينتموا الى حزب الكرامة وعضاء الطيار الديمقراطي من حزب التشتور وحزب التحالف الشعبي وحزب التحالف الشراطي وحزب التحالف الشعبي الى اخرى دول لازوا بالحزب حصل ان حصار لمقر الحزب تدخلنا بدون ما ندخل في تفاصيل لوقف هذا الاحتقال وان جسد الامن تنتحد وان الشباب ينطرف في هدوء وهذا ما تم وبالفعل حصل احترام هذا الاتفاق والحقيقة دجال الامن انتحبوا باحترام والشباب كلهم انطرفوا باحترام هذا هو المعنى اللي احنا حرفنا عليه في تواجد عدد من الشباب تزاوز 150 شعب اه يعني كان الهدف هو احتواء الازمة وعدم تحولها الى اي صدام يعني وتم احتواءها بالفعل بالفعل ايه بالفعل طيب يعني من المهم ان نصوط الحكمة ينتصر يعني يا بشمهندس في هذه الاحداث طبعا لان احنا بصلتنا مصلحة البلد بمصلحة مصر وان احنا نقطع الطريق على الاخوان ومن يلفوا لفهم في ان هما يستغلوا هذا الظرف وليه اه دفع الامور الى تصعيد وخلق حالة من التوتر البات في غنانها اما فيما في الموضوع في حيكون فيه اساليب مسؤولة وهادئة يتم فيها طرح وجهة النظر وسماع الرأي والرأي الاخر الى اخر هذا طيب انا بحي حضرتك على تغليب صوت الحكمة وتفويت الفرصة على جماعة الاخوان وحلفائها وبعض المتصيدين اللي عندهم اهداف تانية لواء فروح حافظ المكرحة هنا محمد سامي بتكلم عن انهاء الازمة بشكل يفوت الفرصة على جماعة الاخوان والمتصيدين يعني تفضل اه يا أستاذ نوائل اولا عايز انا مقدمش ريفيزيون وانا قصة بسا راجع من المدينة اه نعل الصوت يا جماعة مين اذي كان بيخطب ولا جمال عبد الناصر بعزة عبد النوام يعني ده السفير معصوم مرزوء اه معصوم اه معصوم اه معصوم هو معصوم لبس الدوب بتاع عبد الناصر اه لا ماهي ده اولا اولا يا أستاذ وائل انا بقول للسفير معصوم اللي كان عندك برسو بيردد نفس الكلام الشرطة لا تعتقد احد الشرطة اللي بتقضب عليه بتاتمه للنيافة انا بقول له هذا الكلام وانا عجبني كلام الاخ الثاني بالباية ها كلام راجل محترم كلام راجل بيأثر المواقف وبيأثر الظروف تتمر بها النهائل اما الاخ اللي كان عامل وقناع تاصم والمطرين على الاسراج عن اللي تم اعتقلهم هي الدولة فيها معتقلين يا أستاذ بائل. الدولة فيها دستور وفيها خانون. الدولة ما اعتقلت في حاج. ايه شرطة النظام دي. دي شرطة مصر وشرطة وطنية قبل الاخر معصوم ده ما يبقى وطن. الشرطة دي شرطة وطنية وشرطة الشعب المصري وليس شرطة النظام الضعيم. دي حقيقة ويجب ان يعلمها الجميع. ويجب ان يراها الجميع ده عين التحقيقي. انما ده يطلع لي الاخر معصوم يقول هزا السلام. ونور الهدى زالت مبارح بالليل معاك. تقول اه بان اه البطاع بتاع رويتر رئيس وكالة رويتر هيرم. لانه خايف يتحيم الفيزة هيروجيني. وما حدش ترفض عليها ولا حضرتك ترفض عليها وتقول لها عايب السلام ده. هي عايزة تقول يقول ان هيروجيني ثالثو. هي دي لما سانس موجودة معاك مبارح. لا لا اترد يا سات اللوة اترد على الكلام بس مش عايز اه يعني الحوار فيه وجهات نظر يعني مش عايز وبعدين. هي طرف غائب الان. لا طرف غائب ما كنت انت موجود يا استاذ بعيد. يا 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 سات اللوة مش حد. لا يعني يتم الرد على ده ووكالة رويترز قلنا. معنى كده انها ما عندهاش مستندات وما عندهاش ادلة. طالما انهم لم يقدموا اي ادلة. ارجع للحلقة كده حتلاقينا قلنا ده سات الله. لا لا يا سات الله. هي قالت بالنص. اه. انت مخصية على نفسه. ان يحضر. طيب. خلينا عشان انت علقت على كلام السفير معصوم مرضوء. اه. وهو معانا. وهو رئيس اه. 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 حملة الاستاذ حمدين صباحي. المرشح السابق لانتخابات الرئاسة. واحد قيادات الطيار الشعبي. اه. اه. سفير معصوم اهلا بيك. 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 شوفنا البيان منذ قليل. يعني البيان كان فيه ببعض الحدة. يعني بتتكلم عن ان النظام بهذا الشكل يفقد شرعيته. نعم. وده الحياة مصطلح تستخدمونه لأول مرة. نعم. تفضل. اه. السبب الرئيسي ان اه اه لم اكن اتخيل ابدا انه اه يتم محاصرة حزب سياسي شرعي اه بانتهاكا لكل ما هو منصوص عليه في الدستور وفي القوانين المصرية. وبينما كان هناك مطاردات في الشوارع واختطاف للشباب في كل مكان. والاعلام السعودية مرفوعة همام نخابة الصحفيين المصرية. ومؤمنين من هم يرفعون الاعلام السعودية هناك. بينما ابنائنا وشبابنا يتم امطاردتهم. واحنا كنا عاملين اجتماع الحقيقة. علشان خاطر نحاول ان احنا نشد ولادنا من الشارع. اه منعا لوحدوث مصادمات بينهم وبين المواطنين الشرفاء اللي بيحملوا الاعلام السعودية. اه. فما حدث اليوم انا بعتبره عار على جبين كل ما نرتكب هذا لجاه شباب خارج من اجل الدفاع عن ارضه حتى لو كان بالغلط. حتى لو كان بالغلط. انا يا استاذ واقل. انا وجيلي ويمكن جيل حضرتك كمان. حاربنا عشان الارض دي. واباء هؤلاء الشباب اللي النهاردة تبهدلوا. اباءهم حاربوا واستشهدوا من اجل هذه الارض. ايما كان المبرر لاجهزة الامن. انا لا اجد اي مبرر. سواء لوزارة الداخلية. او لنظام الحكم نفسه. ان يحاصر حزب سياسي معترض به. وان يقوم رجال القوات الخاصة والتدخل السريع. اجزب السلاح بجأي ان يشد السلاح عشان يضرب النار علي. هذا التصرف في مواجهتي وفي مواجهة الشباب الموجودين معايا في الحزب. انا بعتبر ان ده انتهاك خطير للدستور المصري. وان هذا يفقد اي نظام شرائته. لان هذه جريمة ان يتم محاصرة حزب سياسي بهذا الشكل. وبخواته كايننا في مدينة من مدن الضفة الغربية. وبهذه المناسبة انا بأعني الاعلام المصري كله. لان جتل الاخبار انه بيزيع رقصات امام الاماكن التي اخترناها لاستفاف سلمي. لرقص. وابنسنا قلوها بالماكبات. مش عيب يا ساد سافير ان الناس ترقص احتفالا بسينة. انا مش عايز بس رقصات. مش عايز رقصات يتاخد. بس مش عايب ان تستبتهج وترقص. الاعلام المصرية. وليس باعلام اجنبية. دي نقطة. النقطة التانية. انا على الاعلام السعودية هسأل حداك فيها بعدك. اتفضل. اه كويس. انما ان يتاح للجميع ان يحتفلوا بنفس القدر. على الاقل من نزلوا من ناحية الاخرى يريدين الاحتفال. يريدون الاحتفال بالارض كاملة. غير ناقصة. باكس اولئك الذين يحتفلون وهم ينادون سنفير سعودية وطيران سعودية. طيب. اه لواة فاروق حافظ المكرحي تعليقك على كلام السفير معصوم مرجوء. اتفضل. شوف يا شوف يا والتد وائل. اتفضل. جريمة يعاقب عليها القانون كما قال. حقيقي. ان هذا الرجل لا يحب مصر. وهو الشباب اللي نازلته. يعي ويقول لك جيلي. وجيلا وجيلك وجيلا وجيلا ابانا وجيلي. دول حربه على كان. تيران وطنفير. اتحذى. اتحذى. ان من سنة خمسين لليوم لم يموت واحد. في تيران او تنفير. اطلاقا. ونحن نعلم. وقول لهذا المدعي انه ناصري. والمدعي انه من اليطار. والمدعي انه وانه اللي راجع ثاني يكرر. يقول شرطة النظام. ويقول وزارة تاخلية النظام. هذا الكلام لا يويق ابدا من رجل خدم في هذه الثلاث. وكان في يوما من الايام سفيرا يمثل مصر. هذا كلام يا استاذ وائل يعيب عليه. ان يقول ذلك. وان يبتهم النظام. لانه فقد شرعيته. هو ده اللي حيقول النظام فقط بفرحياته ومن عدمه. ماذا يمثل? حتى يقوله ذلك. وانا بقول فين هو الطيار الشعبي ده? عددهم كم واحد. فين الطيار الشعبي ده يا استاذ وائل? اللي انتو عملين تنفخوا فيه. وتنفخوني في حمدين طباحي. ومعتصم مرجوع. يا يا سيادة اللوة اسمع الصوت التاني بدون اتهام بس يا سيادة اللوة. كرع المصري تسعين مليون. اسمع الصوت التاني حتى لو اللي حوالي خمسة ستة. بس اسمع الصوت التاني ورد عليه. عايز نقعد نكلم نفسنا بس. انا بسمعه. لما يقول كلام مغلوط وليس له صلة من الحقيقة. لما يقول انهم تدوا الاجزاء علينا. مين اللي قال هذا الكلام? كيف يدعي ذلك وذلك لم يحدث من الحقيقة? يا خد سألت. بينما طلبوني عندك سأل علشان التعليق? سألت وزارة الداخلية فقاله لم يحدث ذلك. وكانوا يستطيعون ان يقولون انه قد حدث لا استدفتوا فيه. فحصلش هذا السلام. هؤلاء الناس يا سازوائل معتقدين انهم يستطيعون ان يسرعون الشارع. الشارع النهاردة قال الحقيقة. قال ان احنا مع النظام. ومع هذا الرئيس. ومع هذا الشعب. الشعب الحقيقي. قال تليده النهاردة. الشعب الحقيقي بيحتفل في ميدان عبدين. وبيحتفل في ميدان مصطفى محمود. هذا هو الشعب الحقيقي. انما اللي معذرين سوية ولاد علشان ينسله يهيصه هنا وهيصه هنا. جمال عبد الناصر ما قالش هذا الكلام يا استاذ بعثون. بنت جمال عبد الناصر السيدة هدى عبد الناصر من الزلة ما قاله بكرة تقول ان سيران وسنطير سعوديتين. كما محمد حسنين هيكل الذي كان كاسبا النظام ومديمه. قال هذا الكلام. بنت الرئيس قالت هذا الكلام. مدير مكتب الرئيس والذي عشره طوال العشرين عاما اللي قضاهم في الحفظ. قال هذا الكلام. ازاي السامي شرف. المدير مخابرات اللي كان موجود امين هودي. قال نفسه هذا الكلام. لماذا لا نريد ان نقطع الحقائق ونردد بكلام نتغذر فيه نصيح على الناس. الشعب هو على الحقيقة هو الشعب يعلم تماما ان هذا الكلام لا اساس له ولا ظل له من الحقيقة. طيب خلينا اسأل السفير مع معصوم مرجول. سيد سفير ليه اختيار يوم يحتفل به المصريون? ليه اختيار هذا اليوم اللي الناس بتحتفل به. آآ وتحويله الى يوم انقسامي يعني. كان يمكن ان احنا نحتفظ بعيد تحرير آآ سيناء بمثابة آآ عيد للتوحد يعني. آآ لماذا اختارتم هذا اليوم? سيد سفير طيب سفير معصوم اغلق. طيب محمد سامي محمد آآ من الواضح محمد محمد سامي انه البعض لا بيأخذ القضية في اتجاه تصعيدي يعني انت حضرتك قلت انه تم احتواء الازمة آآ آآ تعليق حضرتك اتفضل. انا الحقيقة بأتمنى على الاستاذ سيد اللي هو فاروق وعلى كل من يعمل مداخلة ان يكون الحوار بعيدا عن شخصنا والتجاوز. حتى احتراما لآآ المطلقي اللي هو الشاهد اللي بيشوف بردامل حضرتك وبيسمع الكلام. انا بعتقد ان القضية النهاردة مش مطروحة للحوار مع سيدك بشأن هل الكرانو صنافية مصرية ولا سوادي. لا ولا انا بسأل حقيقة ده يعني ليست القضية انا بسأل عن اللي حصل. اللي حصل كان في حرص شديد على تجاوزه وعلى تجنب الاحتقان بسببه لان كان فيه داخل الحزب فيه ما يقرب من حوالي مية وخمسين شاب. وان بالفعل حصل حصار من آآ بعض اجهزة الامر. وتواصلنا مع آآ الاجهزة. اه. ووصلنا الى آآ حل يعني يحفظ لكل الاطراف اللي يتم التصعيد. وبالفعل انصرف الشباب بعد ما آآ آآ انتهى الامر. انا بترجع حضرتك. لان من الممكن يكون في آآ آآ حوار ساعة اللواء موجود. آآ ساعة السفير يبقى موجود. وهو بالمناسبة هو اصلا وكير وزارة الخارجية وشخصية محترمة. ويبقى فيه اطراف اخرين لديهم آآ الرأي والرأي الاخر في حوار هادئ يحترم في آآ يعني مشاعر المتلقي اللي هو المشاهد اللي حضرتك عندك نسبة مشاهدة عالية جدا اناش تسمع موجهات النظر. وقدون ما آآ 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 تشتيج شخصي او تجاوز شخصي لا في لا على جهة ولا على آآ طرف ولا على شخص. انا بتوجه لحضرك بالشكر وبحييك على صوت الحكمة آآ موانس محمد سامي آآ رئيس حزب الكرامة وهو الحزب اللي آآ بعض آآ قياداته اتهموا الامن اليوم بحصاره آآ لو فاروق حافظ المكرحي بتوجه سيد لو عايزة 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 تهاجمنا تاني في حاجة تفضل. ايوة يا أستاذ ابو أقل عايزة اقول انستاذ محمد سامي راجل محترم صوت عقل صوت واضح صوت يتكلم بمنصف الحكمة. انما الاخ السفير معصوم مرسوس يتخرج بطريقة لا تنم على ان هو راجل كبير في السل زينا او انه عن صوت الحكمة. اه. ان هو يتهم الشرطة بانها شرطة النظام. وان النظام تتبقى بشرعيته. وان يقول هذا الكلام وانهم شدوا عليه الازداء وانهم كانوا سيستخدمون السلاحة ضده. كل هذه الاقتراءات وكل هذا الكلام الخارج عن المنصف والخارج عن عن الحقيقة. ان بعض الشباب جري من الشرطة ودخل الحزب هذه الحقيقة. فلماذا? لماذا لا نقول للحقائف ونقول ان بعض الشباب لازم الحزب من من المطارداتين في الشارع. لماذا لا يقولوا ذلك? هو احنا برضو هنرجع بقى لمجموعة اليسار اللي ان احنا مش عرفين لهم. هل هم يسار اخواني ولا يسار اسلامي ولا ولا يسار شيوعي ولا يسار نصري. لما انا بقول يا استاذ واقل ان الاربع المصربين من الرئيس عبدالناصر قالوا هذا الكلام. يتقال لا انا اسمع صوت عبدالناصر ما اسمع في صوت المصربين منه. هل هذا يا زوج? طيب لواء آآ فاروق حافظ المكرحي بتوجه لك بالشكر وهنحاول ناخد حتى تعليق اخير من لواء ابو بكر عبي كريم لو 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 تمكن لانه هو السفير معصوم بيقول انه يعني آآ تم التعامل بعنف معه شخصيا. كمان لم يكن لائقا او مقبولا احنا هنشوف بعض الهتافات اللي تم الهتاف بها داخل حزب الكرامة. نسمعها ونعلق عليها. موسيقى يعني احنا اكدنا كثيرا اللي حيهتف يسقط حكم العسكر يبقى قضيته مش قضية الجزيرتين. لا هي قضيته يستهدف الجيش آآ ويستهدف طور التلاتين ستة. وبالتالي لم يكن لائقا او مقبولا انه يتم الهتاف بهذه الهتافات داخل حزب الكرامة. الا ان البعض هنا لان انا شايف صوتين مختلفين يعني صوت المهندس محمد سامي يختلف عن صوت السفير معصوم وبالتالي كمان يمكن انه المكان يكون اختطف من قبل البعض. يعني حتى قادة الطيار الشعبي ما بيرفعوش هذه الشعرات ولا يطلقوا هذه الهتافات. وبالتالي كمان في عيد تحرير سيناء لم يكن لائقا انه نسمع هتافات بهذا الشكل من حزب هو جزء من ثور التلاتين ستة ومن القوى السياسية المؤيدة لثور التلاتين ستة واللي وجهه جماعة الاخوان. هتافاتهم هي نفس هتافات الاخوان بهذا الشكل. الا اذا كان المكان قد اختطف من قبل البعض حتى لو كان فيه تجاوز اه كما يسميه البعض من من اه قوات الشرطة ليس مقبولا الهتاف اه يسقط حكم العسكر. اللي بيهتف هذا الهتاف قضيته مش الجزيرتين. لا عنده قضية تانية وهي اه محاولة تفتيت الجيش واسقاط اه اسقاط المؤسسات. اه هذا الهتاف اللي بيستخدم من اه قبل القوى اللي عاوزة تسقط النظام وتسقط اله الدول. كمان كان فيه اه اه انصار الرئيس الاسبق اه مبارك كان عندهم احتفالات من نوع خاص. وحياهم الرئيس الاسبق كما ستشاهدون. وهم كمان هتفوا ولا يوم من ايامك يوم من ايامك شكرا 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 تبين فوق انا اتشاد الله واحد 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 تجولنا معكم في كل الاحداث منها ما هو سلبي منها ما هو ايجابي مهمتنا يا جماعة انك تشوف كل حاجة اللي عاوز يسمع صوته هو بس ممكن اقول له اول ما تيجي تسمع الصوت الاخر مع ان دا بيكون مفيدا لازنك ولعقلك ولوجدانك ايضا علشان تشكل قناعاتك ولما تسمع الصوت التاني حتكتشف ربما يعني تكتشف حتى داخل هذا الصوت ما يمكن انه يزود قناعاتك بقضيتك ويزود قناعاتك بانك ضد هذا الصوت فعلا يعني شوف لما استعرضنا وشاهدنا بعض المشاهد داخل حزب الكرامة اعترضنا على بعضها على بعض ما حدث فيها السفير معصوم مرزوق عبر عن وجهة نظر اللي بيقوله انه الامن حاصر المكان واستخدم العنف مع اعضاء الحزب واستمعنا الى وجهة النظر المضادة علينا ان نستمع الى جميع وجهات النظر ونستفيد منها حجة في مواجهة الحجة وزي ما قلتلكم في كل الاحوال كان يجب ان هذا اليوم يظل يوما للتوحد ولا طفار قضية من هذا النوع ولا حتى يتم الدعوة الى مظاهرات في هذا اليوم تحديدا هو ده يوم للاحتفالات وعشان كده هو ده اللي هيخلينا واحنا بننتقل للجزء التاني حنستعيد معاكو يعني اغنيت شديل شهيرة مصر اليوم في عيد اللي دايما كانت بتتصدر هذا اليوم ويجب ان الاران الوطنية تظل تتصدر هذا اليوم وكان على القوى السياسية اللي دعت للتظاهر انها يعني تلتزم بالحكمة شوية الحكمة كانت افضل في انك يظل هذا اليوم كل دول العالم احتفالاتها الوطنية يا جماعة لا تمس واحتفالاتها الوطنية الناس بتحتفل فقط في الشوارع لا يمكن ابدا انها تثير اضايا خلافية انقسامية ولا يمكن تحولها الى هتفات زي اللي احنا استمعنا اليها لان الاساءة للجيش المصري تحديدا في ظل ما نشاهده حولنا من جيوش تفتتت ودول تحطمت وسلطات تمزقت علينا ومؤسسات ضاعت تماما بتشوف ده في ليبيا في اليمن في سوريا في العراق في محطنة في تهديدات ولذلك علينا ان احنا نقول انه جيشنا القوي وتوحده بهذا الشكل لا يجب توجيه الاساءة ليه وفين في نفس اليوم اللي بنحتفل فيه ويجب ان نحتفل باستعادة سيناء كاملة سيناء التي استعدناها بالدماء قبل ما نسمع مصر اليوم في عيد بعد الفاصل هناخدكوا للفن والفن من اسلحة المواجهة وتشكيل الزوء العام والوعي والفن ايضا هو جزء من هوية مصر وحننتقل معاكو في الفن صناع فيلم اللي اختشوا وماتوا وهتبقى معانا بطلة الفيلم الفنانة غادة عبدالرازق وبعدها حيبقى معانا ابطال وصناع الفيلم الفنانة عبير صبري والفنانة أميرة الشريف ومروة عبدالمنعم وإيهاب فامي والمخج الكبير الأستاذ إسماعيل فاروق وأيضا المؤلف الأستاذ محمد عبدالخالق والمنتج الأستاذ ممدوح الورداني الفن هو جزء أساسي من هوية مصر هناخدكوا من السياسة بأزماتها بمشاكلها بألغمها وحنتجول معاكو مع الفن وخلونا تاني نستعيد شدية شدية الجميلة التي تعبر عن الجمال وعن الأغاني الوطنية والمناسبات الوطنية يعني في هذا اليوم تحديدا لو اكتفينا بس بسماع شدية ربما كان كافيا للتعبير عما يجيش في وجداننا جميعا موسيقى 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 للمهر عهدوني نبني لله لك لي مصر بلدنا تبقى في ازدهار للمهر عهدوني نبني لله لك لي مصر بلدنا تبقى في ازدهار نبنيها نبني ونحولها جنة بالعمار 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 والآمن ضل لفقنا وكل اتهيقين فينا رجعت كاملانينا ومصر اليوم ومصر اليوقعين ومصر اليوقعين ومصر اليوقعين يلل انت اللي اخير و يلل زنان برسائيق يلل انت اللي عاريس لقرام و ملو الرسائيق يلل 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 ممثلة مصرية شهيرة اسمها بالكامل غادة محمد عبد الرازق ولدت في محافظة الجيزة حصلت على بكر ريوس في علوم الحاسب الالي بدأت حياتها الفنية كفتاة اعلانات وقدمها المخرج محمد عبد العزيز في فيلم لامضة بدأت شهرتها بسطوع بعد مسلسل عائلة الحجم تولي ثم توالت مشاركتها في افلام ومسلسلات عديدة من اشهر المسلسلات التي شاركت فيها صراع الاقوياء العائلة والناس وغيرها وفي عام 2003 عملت في فوزير رمضان فرح فرح وفي مسلسل البطنية تألقت بشكل مميز للغاية واصبحت من نجوم صف الاول في التلفزيون المصري ونالت استحسان الكثيرين اما في مجال السينما فعملت في افلام عديدة مع المخرج خالد يوسف الذي اعاد اكتشافها في السينما بوجه جديد ورأيناها في فيلم الرئيس عمر حرب وغيره تقوم بادوار جريئة للغاية وعادت مجددا للدرامة التلفزيونية حيث تألقت في دور بطولة مسلسل زهرة وازواجها الخمسة الذي نجح نجاحا منقطع النظير خاصة مع وجود الممثل القدير حسن يوسف وفي السنوات الاخيرة قامت ببطولة العديد من المسلسلات الناجحة مثل مسلسل مع صبك الإسرار عام 2012 وحكاية حياة عام 2013 والسيدة الأولى عام 2014 وكان آخرهم في رمضان الماضي في مسلسل الكابوس لتطل على جمهورية هذا الموسم بفيلم اللي اختشوا ماتوا بعت اللي ورايه واللي قدامي كله عشان خطره طبي حبيه بحبيه 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 تهلي زمن الرجالة ده انتهى خلاص الراجل بيتعامل مع الستة على قناه محلَ بقيلة ياخد اللي هو عايزوا منعرفني أحبيني زي منامغquent رآصها لا انته كرأحتوني في الجواز ايه حكايتك مع الستة اسمادة؟ مذكور اخوي عارف طريق اعلمت كل حاجة عليك انا من غير الكديل ما كنتش تعملت حاجة كل اصحابي يقولوا عليك انك ستة مش كويزة وبتعملي حاجات وحشة ليه كده يا ماما ليه؟ بس هدهمشي لو ريست على قتل هدل ميه صحبت الزفت البنسيون ده؟ هتلفت لفه وترجعي حتى لو هدفت تراب مش هرجعلك ده شروفت جمعت على شكل وحده قلبها مجروح حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحه ويروح ومن النهر ده يا روح ما في بعدك روح موسيقى موسيقى هناخدكم من السياسة بمشاكلها بأزماتها بألغزها مع أن الفن أيضا يعكس مشاكل اجتماعية وسياسية لكن اللجوء للفن هو من وسائل المقاومة غادة عبدالغازق أهم ما يميزها هي التصميم على النجاح وأيضا المنافسة في منطقة القمة غادة عبدالغازق أهلا بيك أهلا بيك خليني وأنا ببدأ معاك لأن احنا هنتكلم عن فيلم سينمائي وأنت يعني السينما إلى حد ما كان فيها يعني بعض المشاكل والناس يعني فضلت الصباك من خلال مسلسلات رمضان هو أنت جيت عند لحظة وقلتي أن لازم أعمل سينما ما بتعيدش عن السينما هذه المدة أنا اتكسلت كتير الفترة اللي فاتت حوالي ثلاث سنين اتعرض فيها حاجات ما كنت شايفة نفس فيها يعني كنت بحاول أن أنا أعملها عشان أتواجد في السينما بس كانت ممكن تبقى خطر جداً كانت ممكن تاخدني في حتة تانية تقلل من رصيدي في التلفزيون لو ما تعملش بالشكل الصح لإني أنا مش نجمة شباك في السينما يعني ما بعملش كل سنة مثلاً فيلم فجر بجيب بيه مثلاً 15 و20 و30 يعني فلو ما كانش عمل كويس وحيديف لي حتى لو ما جابش فلوسي تحسيبلي ياخد من رصيدي بس أنت بتقولي كان اللي بيوقد عليه كنت بتقولي لأ يعني لحد ما جالي الفيلم ده طيب آآ ليه بتقولي مش لك متشف أنا شايف اللي أنا مخدودة منك ما أنا عايز آآ والله مخدودة منك أعرف عشان أنا أطول بشوفك في التلفزيون بتتكلموا في السياسة قول لاو بحس أن هي الحكاية غريبة علي هنا وأنا كأني في يوم متاخد أرا حنزيل الخطة إن شاء الله لأن آآ إحنا مش هنتكلم في أي أزمات ولا أي مشاكل لا لا أنا متأكدها بس يعني آآ مش هارفة حاست كده إن أنا متاخدها طب نعمل إيه في المشكلة اللي نحاول إحنا بنتكلم عن الفن عموماً آآ هي سياسة سياسة بتزعج أو بتخوف آآ أنا أنا بقى أخاف منها بقى لأ منها بتتلاقي منها آآ أه مع إن الناس كلها بقت مسياسة جداً يومين دول ببتكلم بالسياسة أنا ملياش خلاص بس مهمومة طبعاً يعني مهمومة بالقضايا اللي بتحصل أكيد أكيد زي أنا زي بقت الناس أكيد طيب آآ في دا يا غدا يعني أنت السينما وهنحاول نزيل الخط ده خطوة خطوة آآ أكيد المسلسلات رمضان الكلام اللي بيقوله عشان تيجي للسينما أصل لازم تبتعد شوية عن مسلسلات رمضان أو إنه المسلسلات عموماً بتستهلك النجم وبتحرقه آآ هل دا صحيح؟ كان زمان دلوقتي لأ دلوقتي آآ الدور في المسلسل في رمضان آآ ممكن يصنع نجم آآ يشيل بطولة الفيلم الوحدة دا حقيقة كان زمان بيدور الحكاية تعكست معرفش إزاي يعني الناس بتنزل آآ فيه نجوم بيعملوا مسلسلات والناس بتنزلوهم ونجوم شباك وبيجيبوا فلوس لحد دلوقتي آآ في المسلسلات كمان عملية الاختيار أنت داخلها مسلسل في رمضان الخانكة آآ المسلسل مختلف عن اللي قدمتها قبل كده؟ شخصية جديدة شخصية جديدة ملخصها مش حروص في تفاصيلها كلها بس ملخصة وقالي مش هارف ليه حسن أنا معظمة بوليس هو وكيل نيابة والله إلا حساس مش راضي ببا لسه مسألتش الأسئلة اللي فيها وكيلي النيابة من كتري إزاي ما ما هتفرج عليك فخلاص فا طيب شايفك في حتة واحدة هنحاول نزيل الحواجز آآ إن شاء الله شخصية اللي هي في الخانكة تفاصيلها البسيطة إيه؟ هي شخصية جديدة علي ما عملتاش قبل كده شكلا وموضوعا تمثيلا الحكاية كمان جديدة مش عايز احرقها يعني بس اتمنى يعني ان انا تكون احسنت الاختيار السنة دي ان شاء الله بإذن الله طيب هسألك مع الاسئلة للناس قبل ما طبعا هنتكلم على طول عن الاختاش وماته هنقدم صناع وابطال الفيلم هيبقوا معنا وجايز ده يخليك تفوك شوية وهم موجودين عايز اردت لك وقولك اوه الله يا باشا الله يا باشا انا من كنت شاص اه انت متهمة بكذا وكنت فين وقت ارتكاب الجريمة اسئلة التهمية هو عشان هتفك بيها ان شاء الله اوكي الاتهم دايما اللي بيوجه بقى غدا لمسلسلات رمضان فيه اتهام ثابت عند الناس اللي حقه ده فيه بعض الالفاظ اللي فيها سوقية بعض المشاهد اللي فيها اباحية اللي هو المعيار الاخلاقي في النقد عند الناس ومسلسلاتك بينالها جزءا من هذه الاتهمات يعني ما بتحاوليش تقولي لما يعني احاولي ان انا اتجاوب مع ده يعني فيه ناس توجه اتهمات انه اصلي فيه الفاظ بتكون خادشة للحياة او فيه مشاهد ما تنفعش تدخل البيوت ولا ما بتهتميش بهذا المعيار الاخلاقي في النقد او العائلي ازاي لا طبعا طبعا لان انا عندي يعني عندي بيتي وعندي بنتي وعندي احفادي دلوقتي وعندي ناس كتير قوي مش هقبل ان انا عامل حاجة ممكن تدايقهم او تدايق الجمهور لكن مسلسلاتي انا لأ مش بتهيق لي يعني مثلا كابوس السنة اللي فاتت لا يمكن يكون كان فيه اي لفزة او اي حاجة خالص ولا في السيدة الاولى ولا يمكن في حكاية حياة ومع سبق الاصرار اه حكاية حياة وسبق اصلا فيه بعض الالفاظ الكتي فيه بعض بس ما كاتش مني انا شخصيا كانت من النماذج معينة في المسلسل والكاتب والمخرج كان شايف انها يعني الحدث ده يستحمل او الشخصية دي يستحمل انها تقول يعني اللفظ بالشكل ده لكن انا كغادا يعني انت في المسلسلات تحديدا بتهتم بدا لان السينما مختلفة طبعا بتهتم جدا بس حتى بيظل الاتهام يعني موجودا بس انت انا عموما على طول متهمة يعني انا على طول على طول سواء عملت او ما عملتش اه لازم ينالوا مني ليه ليه مش عارفة ممكن شكي بيستفزو والله مش عارفة يا باشا انت مرسلتك تقوم ربين شو ليه 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 كنت فين وقت الاتهام يعني ليه على طول متهمة انت بكير ايه مهرج اول الله على طول على طول على طول عملت ما عملتش زي الفيلم ده من قبل ما الفيلم ينزل وهم ده فيلم وفيه سبع ستات وعيقلع وعيقول ويعملوا اه الناس بلوقتي بتخشوا مش مصدقين انه هو ما فوش حاجة وما فوش كلام وما فوش الفوز وما فوش مشاهده اه اه اكتب عليه ستتاشر سنة قالك بص شفت انا قلتلك اه يا عام ستتاشر سنة ايوش عايزين ندخلوا الولاد عشان الفجر اللي جوه قلتلك يعني ستتاشر سنة عشان فيه مشهد جريمة قتل فمش عايزين حد يشوف عنف اه يعني عنف مش مش مشاهد تفسر على انها جنسية فعايز اقولك ان فيه ناس كتير جدا زعلانة جدا جدا الفيلم ده معارفوش يجيبوا منه غلطة الغابة اه بس حتى التصنيف ده مش بتخاف ان هو ممكن يخلي عائلات تقول لأ طالما فيه تصنيف كده فمش حينفع العائلة تدخل والله بص انا بشوف ان مشهد عنف يعني احنا بشوف افلام اجناب كتير في عنف وبنشوف حاجات كتيرة جدا وبقى فيه دلوقتي الفايسبوك والنات يعني حاجات كتير قوية شايفا لما يتعمل تصنيف تعمل علشان الفاظ مشاهد حاجات لكن هي يعني المشهد او انا شايف المشهد بأمانة ما كانش يستحمل ان احنا ممكن نقول انه هو يعني لازم بتحطره تصنيف هو المشهد طبعا لانه هو مشهد قتل وقتل بالسكينة والسكينة يعني بتدخل في الجسم لكن التصنيف انت ضده شايفا انه ممكن يظلم الفيلم يعني هو ظلم ظلم الفيلم في في اول تلت ايام طبعا انه ارقابة تضع تصنيفا لمنوع لأقل من 16 سنة فالناس خدتها في حتة تانية خالص انه ان هي دي الاثارة يعني اه الاثارة طب انت بتقول انا يعني الناس حتى اتهمت الفيلم قبل ما تشوفه طب ليه الناس بتتهم رادة عبدالغازي بالاثارة مسبقا موالك يمكنها بستفسدو مش هعرف والله انا يعني حاولت كتير ادور على اجابة اوصل لها يعني بس مش لاقي اجابة منطقية او مؤكدة مش منطقية مؤكدة طب مش ده جايز عشان يعني الافلام السينمائية بعض الافلام السينمائية اللي قدمت يعني سواء حينها ميصارة دكان شحاتة اه اه رئيس عمر حارب كان فيه بعض المشاهد اللي فيها جاء انت نفسك قلت يعني اكيد فيه مشاهد انا عملتها انا فنانة اه مرت بكل المراحل الفنية العادية يعني هو ده التطور الطبيعي لكل الشخصيات اللي في الدنيا احنا بنبتدي صغيرين وحلمنا كبير قوي اه بنحارب اه بنختار الصحة ونختار الغلط اه ببقى شايفة ان ممكن لو لابست مايودة حبقى رهيبة وحبقى بكرة الصبح مرفة امين واش عارفة مين اه اه وفيه ناس بتيجي تقنع نبدأ وفيه ابتدي اتطور شوية فلاقي لأة ان التمثيل اهم من ده وابتدي اتطور شوية اعمل موازنة ما بين الاتنين وبعدين ابتدي اندج فنيا فتخلى عن اشياء ما بقتش محتاجاها دلوقتي محتاجا حاجة تانية او نقلة تانية اه فلان شايفة ان هو ده التطور الطبيعي لأي شخصية فنية مفيش حاجة اسمها اصلهية بتاعة اغراء سلسة مايو اصل مش عارفة ايه لا احنا كلنا بنمر بمراحل زي بالزبط المراحل العمرية العادية من غير ما حد يشتغل في الفن هل وانت عندك 12 سنة زي وانت عندك 17 في المراقة زي عندك حاجة وعشرين لا طبعا حتى الاختيارات بتختلف بس انا دلوقتي مسلا حد مسل يقولي غادة تقدر تطلعي دلوقتي ما قاف في فيلم وتدبسي مايو بتاع قوله ما اقدرش دلوقتي تقولي لا ايوة خلاص فيه فيه موانع كتير جدا حتى قبل ما هي فنية شخصية وصلت لها بعد كتير بعد الخبرة وبعد متى تخبطتوا بعد ما فشلتوا بعدين نجحتوا بعدين وقعتوا بعدين وقفتوا بعدين ده ده الشئ الطبيعي بتاع ربنا اه يعني شوفي انت عند لحظة معينة بتوصل لده بس ده محتاج ليه تقولي وصلت لده بعد خبطات وبعد مشاكل ايه اللي يخليكي تتحفظي البعض حيقولك انه طالما انه بيخدم احيانا بعض صناع العمل الفني بيقولك لا المشاهد دي كان المبدع عيوسي الشهيني يقول كده بيخدم العمل الفني قليها دلوقتي اللي يعملها سنا ومقاما غيري يعني مقدرش اقول مثلا لبنتها عندها مثلا لسه بتطلع جديدة عندها عشرين واحد وعشرين سنة انها بتعملش المشاهد دي لأ سنها يسمح لها بده انها تعمل ده لكن انا كغادة عبدالراز الوقتي لا مكانتي ولا سني يسمحلي انها عمل ده طب كويس بس ما حدش بيقول ده كويس ان عندك الشجاعة في انك لا الشجاعة دي حقيقة لا يعني دايما ما فيش حد يقول لا سني يسمحلي ولا الفنانة دايما تتفادة لا سني لا سني يسمحلي ولا مكانتي ولا المكان اللي بتواجد فيه دلوقتي بنتي واحفادي وجزها واهلي لا ده ما يسمحليش بس مش معناه ان ما فيش ناس تعملوا لأ اه مش معناه انك ضد ان حد تاني يعملوا لا يعملوا لان ممكن جدا بنت عندها حاجة وعشرين سنة ولسه في المختبل وبتعمل افلام ايه المشكلة انها تعمل مشهد بتحب حبيبة مثلا بيحضونه بعض لابسة ميوة وبتنزل مية لأ طبعا سنة يسمح لا بدا لكن انا سني دلوقتي ما يسمحليش بدا ما يسمحليش بدا اكيد طبعا طب كويس مع ان التوم شوف انت بتقولي كده وتظل تومة الاثارة تلاحق غدا عبدالغاز مع ان انت بتقولينا بتحفظ يعني هما يعني هما وكيفهم والله يا باشا بس احترد اربعة ايام حبسي في النهاية اه بس والله اتبقى عملت فيها معروف ارتاح شوها من التصوير كل يوم تصوير كل يوم خلاص مطحنة بشي قادرة نفسي نام عارف لو ايه نفسي ومسلسلات رمضان هتخلصوا ولا هتشتغلوا كمان في رمضان اكيد اكيد كل المسلسلات هتخش في اول عشرة يام استحيلة طيب خلينا نرجع تاني لنفس الكلام قبل ما ادخل فيه اللي اختشوا ماتوا بتقولي لان المنطقة دي مهمة جدا يعني انت شايفة في بدايات الشغل في السينما ممكن زي ما انت بتقولي ممكن اخطار حاجات صح وحاجات غلط اكيد وشايفة في حاجات غلط بس مين ايه ايه معيار انك تكتشف انه ده كان غلط انا مش عبيطة يعني انا بني من ديني عقل يعني يعني انت وانت بتعمليه زي انت بالضبط عارف الحلال والحرام ينفع ان احنا نستهبل عليه فيه ناس بتستهبل عليه بس بطبق هي بينها وبين نفسها عارف انها بتستهبل اه طبع وتحاول تقنع نفسها بس انا عارفة جوايا ايه اللي فدني و ايه اللي مفدنيش و ايه اللي انا فدني و كنت ممكن يعني مش صح ان انا عمله بس اقول ايه الحمد لله ان اعملته في وقته يعني 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 هو ده كان وقته ومشي كده سيناريو الهي من عند ربنا ما عدتش انا اخططله بس كويس ان في الاخر وصلت لمرحلة القناعة او وصلت اللي بقولك عليه الندوج 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 ده بيخليكي يعني بتدقيقي الان بس انت احيانا بتلاقي في حاجات في اللي مكتوب وتقولي لا انا مش هعملها اه طبعا ولا تقولي لا انا هلتزل لا مش هعملها وده حصل مثلا في اللي اختشه ماته هل انتي ام كان في بعض الام كان في بعض الحاجات بس بالاتفاق الحرام لان اه انا وستاذ اسماعيل وستاذ محمد عبدالخالق قلنا السيناريو مكتوب حلو قوي ومش محتاج اي حاجة يعني مش محتاج اي حاجة لكده ولا كده لا الفظ ولا مشاهد ولا بتاع كده هي حاجات بسيطة تغادنا على شلناها خلص حاجات بسيطة طيب في السينما كمان ما خفتيش ان كان فيه موجة سائدة ليه سينما الإفاء الناس تدخل لشان تضحك يعني الفيلم بيلعب على عنصر المأساة سبع ستات كل واحدة فيهم عندها مأساة ربما هي بتختزل وتختصر كل مشاكلنا وأزماتنا ما خفتيش ان فيه موجة سائدة في السينما شوية يعني صحيح بدأت تقل وهي الكوميديا والإفهات وما خفتيش انه الفيلم يبقى بيعالج مشاكل مأساوية واجتماعية لا الناس عايزة تشوف حاجات كتير يعني عايزة تضحك وعايزة تخش تتفرج على مأساة وعايزة تتفرج على أكشن وعايزة تتفرج على رعب لولا اختلاف الأزواق لبرة السلعة احنا شفنا اللي نازل جنبينا كل واحد ليه منطقته يعني فيلم هبتة ليه منطقته وحسن وبقلز ليه منطقته واحنا لنا منطقتنا واستاذ عمر عبدالجلي يعني كذا نمط بعيدة عن التاني اللي هيخش ده اللي عايز يخش ده هيخش ده واللي عايز يخش ده هيخش ده وممكن انا اخش الأربع أفلام مثلا احنا متواجدين ان شاء الله لحد أول رمضان عندي كل اسبوع ان انا أخش فيلم من الأفلام أتفرج فبقى انا كمشاهد نوعت دماغي وعناية اتفرجت على الأربعة فبقيت راضي من جوايا دحك لقيت دراما لقيت وتمثيل حب لقيت يعني الوجبة اكتملت نحطها على ترابيزة واحدة ونقدمها للناس والناس تدوق عايز بقى تدوق الحلو قبل الحادق اللحمة قبل الفراخ يعني ده زوقه هو آه انه بقى فيه التنوع ده بس التنوع ده كان اختفى كان فيه توليفة تجارية سابتة بتشتغل عليها السينما وجايز ان البعض ممكن يقولك لا فيلم عشان ينجح فيه توليفة اللي احنا شفناها يعني حتى فيه نموذج البلطاري بعض التحبيش الرأسة بالسكينة والمطوة وغنية مهرجان طبعا سأقولك حاجة انا طبعا وانا قاعد هنا انا قلب كتير قوي ان انا ممكن زي ما بيقوله ايه اقيم عمل لان انا تاريخي الفني قليل قوي انه يديني المساحة كغادة ان انا قعد اقيم عمل حد مقدرش بس انا هقول اللي انا بشوفه او انا بسمعه زي زي بقيت الناس مش عايزة بقى اقول ايه البلطاجي والاغنية والرقاصة وبتاع لان دي نوعية ليها جمهور والله يا اساس واقل ليها جمهور مش جمهور قليل جمهور كبير يعني مش عايزة اقول ايه ان احنا اللي ودينا للناس لده لا لا هي الناس عايزة تشوف ده او عايزة تقولك ايه اعمل لي ده واعمل لي جنبيه حاجات تاني وصيبني انا بقى تفرج انا يعني اتفرج على ده وتفرج على ده وتفرج على ده يعني بس احنا نقول انه انه ما كانش ناجح او مش ناجح لا ناجح وليه جمهور وفيه ناس مش شوف نفسها في الحاجات دي يمكن احنا بنحاول نقول ايه لا يا عم وفيش حال فائق لكن الحقيقة الحقيقة اللي انا بشوفها ان فيه ناس كتير بتحب النوعية ده اه بتحب بس لما يبقى هو النموذج السائد يعني نموذج انا وده بقى اللي عايزة اقوله ان احنا مش عايزينه يبقى سائد عايزينه يتعامل بشكل حلو لكن هل انه هو مش موجود او انه هو ناكرة او انه هو مش محبوب لا خالص انا واحد من الناس بعضة اتفرج على افلام بتجيب تلفزيون بتفرج على الافلام دي نوعية نوع نوع زي الافلام الاجنبي مش بقى فيها برضه افلام كده وتلاقي مش حرف افلامي وزمان كان فيه افلام كده بس كان فيه التنوع يعني كان فيه ده وفيه ده احنا بس عبنا عارف عملنا ايه ايه من اللي فيه بقنا على وطيرة واحدة بس يعني كله عايز يعمل نفس طب انت ليه ما تخليش ده يعمل كده وده يعمل حاجة تانية وده يعمل حاجة تانية وده يعمل حاجة تانية الغلط بش في الناس الغلط في اللي بيقدم الوجبة مش عايز ينوع هو كل يوم خص وجزر كل يوم خص وجزر كل يوم خص وجزر زي الارنب لأ شوية خص وجزر وشوية خيار وشوية تماطم وشوية يعني اللي هو يقول خلاص ده بيكسب ده اللي مصطح طيب في اللي اختشوا ماتوا يعني إيه اللي شدك هل أنت اللي حددتي تاخدل الشخصية دي سبع بنات سبع ستات يعني أنت حددتي تاخدل شخصية دي من البداية لا أكيد طبعا لأ أنا حبيتها قوي حبيت ليه القوي بس مقدرش أقول للمخرج أنا عايزة ليه أخر راجل بقيت للسيناريو قال لي غدق ريو قولي لي رأيك إيه فيه قريت وعجبني جدا احنا شايفينا هو سبع سيدات كل سيدة بتختازل وتختصر مشكلة وقصة هي موجودة في مجتمعنا فقلت له أستاذه الفيلم كله حلو جدا عجباني أنت شايفني في شخصية إيه قال لي طبعا شايفك في شخصية ليل قلت له أنا حبيتها جدا وعجباني جدا قال لي حنزود بس شوية تفاصيل وبتاع مش عارفة إيه وحتكتمل الصورة يعني بالفعل أستاذ محمد بعد عشرة أيام زبطت وجلي السيناريو تاني وحطينا شوية تفاصيل كده لليه البنت والحلم وحاجات كده طيب في الفيلم يعني هو في حد ممكن تنزل عليه المصايب بهذا الشكل زي اللي بتنزل على ليل فجأة تلاقي نفسها متأمة في قضية مخدرات فجأة في قضية ضعارة فجأة في قضية قتل ده حقيقة ساعت وانا قادة في البيت ألاقي عندي كمية مشاكل استخفى الله العظيمي رب مشكلة في التصوير وبعدين أروح البيت فمشكلة عندي في البيت وبعدين مش عارفة وانا نزلة مش عارفة إيه روحت وقع رجلي فقولي استخفى الله العظيمي رب وفي إيه هو اليوم ده دايما نحي بقى نقولها بشكل فكاية قولي اليوم مش يومي اليوم مش يومي وساعت يخش عليك أسبوع مش أسبوعك وساعت يخش عليك شهر قسود استخفى الله العظيمي رب فتقولي يا لا لا ده الشهر ده نحس يعني من أول الشهر لأخر الشهر منحوس في ناس كده في الدنيا اللي هو المصايب وراء راء مجي تجمع بس المصايب مع ليل في الفيلم مصايب تودي في داهية يعني المصايب كلها لو شفتها هتلاقيها مادية يعني شخص تجوزها عشان الفلوس طوال طموح وبحة عشان الفلوس يعني هتلاقي كل المشكلة كلها مادية حتى اللي حواليها يعني ايه اللي خلى الفيلم حتى مسبقا كده يبقى فيه هجوم عليه الحق وده فيه مشاهد جنسية سبع ستات وتدخل ما تلاقيش سبع ستات لأ وإيه بقى مخترانهم يعني وغادة وعبير ومروة وسلوة يعني ستات تشوف القفيش كده تخدهو ينهار ايه سويت ده جوه بقى ايه تمام مزمطين يعني وحتدخل حتلاقي دم ومشاكل وآآ وآآ الناس بتخش بتلاقي وجبة لطيفة جدا يعني حتى الفيلم فيه أمل ان هو انت تزلمت ودي تزلمت ودي تزلمت ودي تزلمت لكن ربنا جاب لهم حقهم وان الدنيا مستودة على طول لا فيه أمل مفيش حاجة اسمها مفيش حاجة اسمها مستحيل اه وان طوق الانقاذ ممكن يجي لك زي ما جالك في الفيلم في اللحظات الأخيرة ما عند ربنا ربنا ما بينساش هاد سبع ستات زي ما انت بتقول انت شفت الوقت تحديد الشخصيات شاركتي فيها ولا ده للمخ عمري بس انت قلت انا الشخصية دي بتاعتي لأ هو قال لي قلت له انت شايفني في ايه قال لي ليل قلت له وانا حبها جدا لكن انا عمري فاهم اقولك حاجة مفاجئة اه اي حد في الدنيا ممكن مثلا اقول المفرج ممكن تفرجني قبل ما ما ينزل يعني تفرجني في المونتاج ده على فكرة حق مشروع جدا يعني اه اسماعيل متفرجنيش انا كنت بتفرج في العرض الخاص زي زي بقية الناس بشوف الفيلم الاول مرة في حياتي فقعدة بفرج عليه كده اول مرة في حياتي يعني ما حتى ما اطلب ما قدرتش اطلب منه ان اروح هتفرج في المونتاج لا لا ما اقول اه والله اقسم بالله طب حالك اسئلة وكيل نيابة ورجع تاني وكيل نيابة تفضل باشا امر ان ده بالعكس الاتهامات ان غادة عبدالرازق بتسيطر على العمل بتحزف مشاهد الناس عايزة بس هي اللي تبقى مكوشة على العمل وتختصر في بعض المشاهد للي تعتقد انه ممكن يلفت الانتباه ده اداء اتهمات بتوجه لك دايما في المسلسلات دي نوع من انواع السياسة يعني دي نوع من انواع السياسة اللي لسه ظهرت ديت في الفن اللي هو ايه اطفش منها الناس ازاي او الله العظيم وانت شيء طبيعي لما انت تسمع عني ان انا بعمل كده لما ببعت مثلا سيناريو لممثل محترم وليه قيمة وحيجي اشتغل معايا مش هيشتغل اه هيقول لك يا عمد انا باسمع انها بتدخل المونتاج وتحذف وتقصف او مثلا بنت بسم الله ما شاء الله لسه طالعة جديد بواجه جديد وبتا تقول لك لا لما شاروح اشتغل معا ده بقوله انها بتغير وبتعمل وبتاخد ده السياسة ده زكاء يعني شايفة ده متعمد علشان يخوفوا الناس ناتشتغل معاكي طبعا طبعا بس انت عايز تخوف اي حد يا باشا من اي حد يعني زي مخرج من هنا انا مثلا فيه حاجة بيني وبينك مثلا مش حباك مثلا فاول نخرج كان نطيف معاكي خالص مش هرفق ايه خالص لا 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 ده عمل كذا ده عمل كذا عمل كذا انا لما اروق ده عنك لما هتبعت لأي نجمي جوات معاك هيجي لا مش هيجي حيخاف وبالفعل فيه ناس كتير يعني يقولك انه البرنامج عنيف وخطه سياسي وعتيجي فيصوق لده يعني لكن دي سياسة دي نوع من انواع السياسة في المهنة سياسة في المهنة اه طبعا يعني السرعات والصدمات في الوسط توصل للحد ده لا توصل لأي حاجة لأي حاجة توصل كمان انه هم يبقوا مثلا فيه نجم اه اجروا عالي شوية اه يوقعوا يوقعوا مخصوص بيسموها ايه هدموا يعني احنا حنكسروا يوقعوا عشان ايه بقى ادرب المربوط يخاف السايب عشان مثلا اللي ورا فلما لقيك انت فهم يخافوا فينزلوا في الفلوس سياسة كبير مافيا انا بسميها السينما ليها مافيا والدراما ليها مافيا والمسرح اللي بازم بقاش فيه مسرح ليه مافيا هي كده مش عندكو بس يعني انت عندك هتلاقي في شغلتك كده وهتلاقي في المحاميين كده وفي الدكاترة كده لكن احنا عشان عندنا سبوت قوي فاكتر ناس ظهرين لكن احنا عندنا قطبا عندنا واللي يقول غير كده يبقى اكيد بيقول بس للتامدل اكيد لها جزء من الواقع يعني اكيد دي هذا يعني في المونتاج لما بتحذيفي مشاهد للغير في المونتاج بخذ وتدخل انت وتعملي المونتاج بنفسك وممكن يكون بتعمليه عندك في البيت تتخيل في البيت في ناس كده يعني فيه فنانين بيعملوه في البيت اه مديرتي البيت صباح وبقعدة كده اه بقول لها صباح نزلي بالمسلسل هاتين المسلسل من فنلك عالصانية عشرة انا هاخدلي ساعتين ثلاثة قبل ما نام بقى ما انتش روعي انا هنام كده دايب فضي والليه عندي كل حاجة مترتبة انا هعزمك عندي يوم في البيت ان شاء الله باذن الله تشرفني يعني وتتفرج انا بعمل منتش فيه طيب بس ما بتحزي فيش يعني فعلا ما بتتدخليش لانه ده ده الاتهام انا بطلع بيوجده ممكن زملاء وزملاء لكن من تحت التعامل ما بيقولوش يعني لانهم بيقولوش ليه ام علشان قواعد الشغل يعني يعني يقولك ممكن هشتغل معاها تاني في يوم الايام لكن فيه دايما بلاقي هذا الكلام منتشر انها بتحزف في مشاهد الناس التانية علشان ما يبقاش فيه حد طالع ظاهر لا يساعد الله كل ده احقاد وصدمات الله على خلاص يعني ما بقتش اركز قوي ان انا يعني احزف حد بالباطل بس فيه صراعات فيه صراعات طوال اكيد طيب في الفلوس عشان تقولتي فيه اتهام كمان بيقولوش النجوم المغالاة في في فلوس المسلسلات تحديدا بتعمل تأثير حتى على انتاج العمل وانت كمان يعني هل المغالاة في في الاجر وبعض خلاص نجوم لما خلال اصبحت نجمة مسلسل مسلسل بي بي يعني صحيح هي عرض وطلب انت شايف ان المغالاة دي تعبير عن العرض والطلب انه طالما انا بنجحك يعني وبتجيب فلوس فمن حق انه نطلب ده هي مسألة عرض وطلب طبعا واكيد بيبقى العمل بيع نفسه يعني لو لو النجم ما بيستحقش ان الفلوس هو ياخدها ما لانه هو مش بيع فاكيد مش هيوافقه او المنتج عموما بيش هيروح له اعمل بيه عمل او مش هيارد عليه بس انا عايز اقول حاجة للناس ان التلات تربع الفلوس اللي بتتكتب في الجراية دي دي مش حقيقة مش صحيحة مش صحيحة قال اكتبك وفلان اخد خمسين مليون ولما هو ياخد خمسين مليون المستلسل يتمن بكير ده في لازم الناس بي عندها عقل انا اعمل المستلسل بمئة مليون اجيبه منين اجيب فلوسه منين ده انا لو نزلته يعني بسلطاته ببا غنجب كله مايجيبش المئة مليون مئة مليون ايه فعلا ده مغالا فيه طبعا مش هي اللي بياخد خمسين مليون وتلاتين مليون كلام ايه ده ايه ده لا فيه تلاتين مليون انا انا شك وخمسة وتلاتين مليون انا شك بس طراحة ده مش صحيح لا بتاخدي كام لا انا مش هقول طبعا انا باخد جهة فجأة لا ترى وكل ده بتاخدي كام لا ده كده مصلحة الدرايب مش وكيل نيابة لا بس والله والله بيظلموا الناس وبيدوهم معين عالفان دي وبيبقوا حطينهم مصرفينهم فلوس قد كده ده بيعم بياخد مش عارفة ايه ايه ده ايه ده ده انا بقول عليه كلام فسكوني كلام مش مش صحيح يعني اه طبعا مبالغ فيه لحد جدير اه طبعا وفيه ناس يعني بتبقى مثلا عايز تشتغل السنة دي نجمة مثلا ومسلا اجروا شوية كبير فيه ناس والله والله بتحصل يقولك انا مش هاخد الفلوس دي دلوقتي طب انا حنزل بس المهم ان احنا عمل عمل جيد ونصرف على المسلسل اللي وبتاع وبيعملوا كده دي حقيقة فيه نجوم بيعملوا كده بيعملوا كده اه اه طيب خلينا اللي اختشوا ماتوا تاني نشوف انت طبعا اه الفيلم هنا فيه سبع بنات والمشاكل والمقاسي متنوعة وهي كمان متنوعة بتعكس مشاكل كتير في المجتمع يعني اه المشهد الفيلم كمان فيه مشاعر انسانية يعني عالية جدا متعلقة بالعلاقة بينك وبين البنتك اللي انت عايزة تستعيديها لكن الفجأة بتحصل مصيبة بتخليها تبعد عنك تماما المشاعر الانسانية في الفيلم هي مكتوبة بهذا الشكل ولا انت كمان عملت فيها بعض الافكار لأ مكتوبة طبعا المشاعر بيكون مكتوب لكن انت لازم تضيف له كممثل تضيف له احساسك روحك زي الطبيخ بيقول لك كل واحدة بتفرق نفسها من الطبخ الواحدة للتانية انا مش عرفة النهاردة يا قلبة معايا الطبيخ انا لحد دلوقتي قلت الفريخ واللحمة النهاردة انا جايلك من المطبخ وابيض وابيض ومريالة وانت فعل من المطبخ انا طبخك ويسا جب المهم يعني بحط روحي شايف الشخصية من وجهة نظري بلتزم باللي كاتب وشايفه وبالمخرج لازم برضو يديني حتة حتة جديدة يعني لما اخرج مثلا عن المود او خط الشخصية في حتة لازم ينبهني او ينبهني مثلا غادة بلاش هنا انتي ده شبح حاجة قبل كده المشهد ده شبه كذا لكن لازم احط روحي لازم اضيف غادة عبد الرازل طيب انا عايز نسمع الاغنية بتاعت جنات كمان اختيار جنات للاغنية والله هيمانا بس لانه كمان الاغنية هتلاقي هتلاقي انها كمان بتعكس مشاكل السبع بنات نشوف جنات في الاغنية في الفيلم بيجدر واحد يخافت منه خالصا احنا اللي اقوى وحدة فينا مشكلتها في ضعفها واحنا اللي اضعف وحدة فينا فيها قوة ما تتحكيش عبنا ومزتنا ان احنا فينا الحاجة وكمان عكسها ساعد بيا عمينا الطمع وساعد بنرضى يدو بنعيش احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة وكتر بتكسر نفسها بيستقوين من كتر خافنا من السنين عيش الندار افضع في ضعف احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة وكتر بتكسر نفسها بيستقوين من قدر خوفنا بالسرين عايشين ندارف ضعف ضعف لا طولنا قوة ولا طولنا ضعف عايشين بنربص عالسلالم كلنا احنا اللي لو سكنين في قصر اهمنا نسكن في حضن واحنا اللي ندفع عمرنا كله عشان حبة حنان ممكن نبيع كل الحياة والدنيا لما لا بيحد يخاف علينا ونبتدي نعرف معاه طعم الاما احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة اكثر بتكسر نفسنا مستقوين من قدر خوفنا من السنين عايشين ندارف ضعف مستقوين من قدر خوفنا من السنين عايشين ندارف ضعف مستقوين من قدر خوفنا لا طولنا قوة ولا طولنا ضعف عايشين بنربص عالسلالم كلنا اغنية حلوة اوه اغنية حلوة اوه لا طولنا ضعف ولا طولنا اوه عايشين بنربص عالسلالم عايزة اشكر جنات جدا على الاغنية وكل اللي نفذوها لانها بجد بجد يعني اول يوم سمعتها او استاذ اسماعيل اللي سمعها لنا قعدنا كلنا في الاستوديو وكنا بنعيط بتعيطه اه 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 بتشوف بتشوف مشاكلك فيها احيانا اه اكيد طبعا كلنا عندنا مشاكل فيش حد ما عندوش مشاكل حنتحك على بعودنا كلنا عندنا مشاكل كل واحد ربنا مدينه مشاكله على قد امكانياته على قد يقدر يستحمله اه معين الناس احيانا بتشوف النجم ده وتقول تحسد فيه ده نجوم بلا مشاكل لا استعين اه مش عايز اذكرها بس يعني مثلا مثال انا حدي مثال عن نفسي اه بقى لي مثلا ثلاث سنين بتعالج لعنية من من غلطة هل الناس تعرف ان انا بنزل التصوير واني مفروض الايام دي اعمل عملية مهمة جدا مش قادر اعملها علشان ارحم نسميه اكل عيشنا اللي هو اكل عيشي وفرقابتي فيه ناس ربنا حاطتنا سبب بيجعلنا ان هما تبقى رزقهم من بعض ربنا احنا اه فممكن هل حد يعرف ده شايف غدا مش عارف ايه ميعرفش ان هي يعني هي واجهها بقالها ثلاث سنين بتتعالج منها بتروح لكل يوم لدكتور وش عارف ايه وش عارف ايه وش عارف حاجات دي اه مع ان العين بتتعامل كمان مع الاضواء ومع التصوير ومع الكاميرا يعني هنا فيها كمان بقالك ثلاث سنين بتتعالجي وكان المفروض تعميل عملية سابت عليك رايز خلاص بداش الاسئلة نص الاسئلة كده انا جاية لام فلوس العملية ينفع هنقلب شؤون اجتماعية في الاسئلة كده هستبعد نص الاسئلة اللي فيها قصوة جديدة بس فعلا ممكن تقولي تيجي على حالتك الصحية وتقولي لما اجل عملية فيها حالة الصحية علشان فيه ناس بتعيش على شغلنا ده اه انا عملت كده اكيد فيه ناس ده برده بتعمل كده انت رأيك ايه اللي انت شايفه صح انا بسبب الخوف ده اللي انت شايفه بيه اللي انت شايفه بيه بس ليه الخوف بجد انت فيه ممكن اقولك ليه عشانا بتفرج عليك دايما كل يوم اه شخصيتك بالحاجات بالمواضيع جامدة يعني مقلقة اه اللي هو انا جاية با اللي هو انا جاية عمين يكلموني رجلي بتأنف وعشرة بترجع وراء الحمد لله ان انت جيت لغاية هنا يعني الحمد لله لا لا ان شاء الله هيبقى مفيش ما يغضب لان زي ما بقولك احنا يعني عايزين نحتفل بالفن يعني الحمد لله بس جوازين انت واصلة لحالة الشفافية دي كمان مفيش حد بيقول بيبقى معتل صحيا انه يقول انا عندي عتلال صح في حاجة بالذات الفنانة وبالذات لما بتكون الجمال هو رأس مالها ما بعضه ممكن نقولك ده خلاص غادة رحت عليها في عيني ومش شايفة لا اي مشكلة جاتلي من تشخيص غلط يعني حد داني قطرات كورتوزون قعدت عليها حوالي سنتين فهي دي اللي عملتلي المشكلة ولا عملت تجميل غلط ولا في لا والله انا فكرة انا ادخل واحدة من الناس لو بعمل اي حاجة بقولها انا اقول واحدة عملت مناخيري بعد ما عملتها قلت المصر كلها انا اللي قلت المصر محدش يعني عارفها انا اللي قلتها عملت تجميل في مناخيري اه يعني بدل بقى ما الناس تطلع شائعات او تطلع او طول شوفوا الفارق بين هنا وهنا انا بيدي مش بيدي حد اه اقول على طول اه وليه عملتها مش البعض احيان يقول انه الجمال الطبيعي حتى لو فيه دفوهات حتى لو فيه عيوب احسن لا احنا احنا كفنانين بتبقى محتاجة غير بقية الناس محتاجة اه طبعا لان الكاميرا بتشوفك من زوايا معينة اه من الجنب وبروفيل وبتاع ساعات بتبقى فيها حاجات اه شكلها في الكاتر مش حلو والناس بتحب تفرج على الحاجة الحلوة بتحب تشوف الحاجة الحلوة اه طبعا وبالتالي هنا ام لو فيه اي دفوه او حاجة بتدعو الناس تصححوا احسن يعني اه ليه لا اه بس جات مع ناس بنتيجة عكسية مخوفكيش داي يعني فيه ناس لا انا بعملها بعقل اللي انا محتاجاها فيه ناس بتعملها بتوصل عندها حالة مرضية انا عايز سامن كل حاجة عايز اتغيط عمليات التجميل اه عايز اتغير وشها كله انا انا مقدرش اعمل ده مقدرش لان انا اه رأس مالي اه تعبير وشي فلما مقدرش وشي يوصل لك التعبير خلاص ابقى انا بسط ما نفعش اه يعني بس اه انت بتقولي بتعمليها بضقة وبحساب لان فيه ناس طبعا لما بتشوفيها حتى زميلات يعني دفعنا ثمنا لذلك يعني الوش اتغير حصل مشاكل اه دي بتبقى بقى من عند ربنا يعني اه فانت وانت بتعمليها مخفتيش يعني من ده من المناخي لي لا اه خلينا تانيا يعني هنتكلم عن الفيلم تاني وبعد الفيلم يعني بتهتم شوية في الفيلم ما قلتش يعني الفيلم والسينما ربما احوال السينما دلوقتي يعني مرتبطة بهل العائلات رجعت تاني للسينما اه هل في السباء اه انت بتتمي في رمضان بالسباء انك تكوني اه يعني مسلسلك اه يحتل القمة بيشغالك ده في المسلسلات وبيشغالك في السينما كمان ما خفتيش شوية انه ممكن يكون جو السينما ماينجحش افلام لا بالعكس انا شايف ان الام الفاتت دي السينما راجع بقوة واللي بتراجع الدراما يعني احنا مسلا السنة اللي فاتت كان عندنا حاجة وخمسين مسلسل اه السنة دي تسعة وعشرين تسعة وعشرين مسلسل اه السينما بسم الله ما شاء الله في افلام كتير جدا بتتصور ودوقتي اللي احنا بنزلينه دوقتي بيخلقوا سيزون جديد للافلام اللي هو شهر اربعة ده ما كانش موجود نزلين احنا ما شاء الله خمس افلام او ستة افلام وعلى بعد رمضان في ستة سبعة افلام بالعكس انا شايفة ان السينما هي اللي ابتدت تاخد خطوات وترجع والدراما هي اللي ابتدت تتراجع والسينما طبعا يعني الفيلم لما يعني انا صحيح يعني ممكن ادعو الناس لمشاهدة الفيلم الفيلم فيلم جيد جدا حبد الله انه عجبك بيختازل معين انا يعني اللي بعجبني قليل جدا انا عشان كده اوه ودخلتك شوفت الفيلم اوه حلو الحمد لله يا رب والفيلم مع انه الاتهامات اللي كانت موجهة اليه لانه سبع ستات ان الحقه الاطارة والمشاهد الجنسية والمشاهد الاباحية اه فيعني ده ليس موجودا في الفيلم بس انت ما هتميتش من بعض هنا ما قالش انه ما نعمل شوية تحبيش تبيع الفيلم سبع ستات ولا انتوا رفضتوا ده لا اه اسماعيل فاروق مش بتاع السكة دين خالص اه والكاتب ما كانش كاتب اصلا فيلم عشان يعمل بيه اسرة جنسية فما مش احنا اللي قلنا احنا مش عايزين نعمل لا حرام يعني احب ادي الحق لكل واحد انا ممكن اقول اه وانا قلت لا او شرف ايه لا اه يعني صنع العمل نفسه كان في اتفاق على كده اه طبعا طيب انا هاخد بس جنات معانا جنات اهلا بيكي مساء الخير مساء الخير الخير غادة والف مبروك على الفيلم الله يقولك فيدي حبيبتي يعني كمان مساء ده الفيلم اه زي ما اولتي كان مفاجئة للناس وكان فعلا اه يعني صورة يعني حلوة قوي كمان للسينما الحقيقة مبروك الف مبروك ليكي والاسماعيل فاروق ولمنتج وكل ممثلات وانا كان ايه الشرف ان اشاركتوك في العمل المحترم ده الحمد لله وكمان حبيت جدا انه اول مرة ابقى موجودة في تصوير اه مالوش علاقة بالغنى وانا ايه الشي ان انا ابقى فعلا امثل معاكم من الحب اللي انا شفته غير اللي احنا بنسمعه خالص يعني انه دايما بنسمع انه في التنسيل دايما الممثلات خاصة بيبقوا مختلفين مع بعض وبيغيروا من بعض منف سنين منف سنين وبيقطعوا بعض وانت بقى يا جنات تقولي ايه وطب انا هغني ازاي في الجو ده انا قلت بقى هادخول بقى يعني سبع ممثلات التماثت تقريبا او سبع سبع معدتش كويس وكلهم نجوم وانا قلت هادخول هلاقي كل واحد باصص في ناحية اول حاجة دخلت لقيتهم متغطين في نفس الملايا يعني من البارد هاهاهاها لاينا عاديين بنيهي كل وفي قواط بعض وعبير هاريتنا محشي في الفيلم مش هادر اه فاجت فاجت وحبيت جدا بصراحة التجربة بس فعلا يعني هنا يا جنات طبعا القرنية لانه ام هم انتم عملتولها تصوية كان ممكن تاخدوا صوت جنات وخلاص يعني صح 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 بس هو فعلا لما تصورت وصلت أكثر وأسرع كمان للناس لأنه أنا كنت وصلت الإحساسي ممكن أكتر بالصورة الأغنية كانت حلوة والكلام فعلا كان بيعبر عن المضمون بتاع الفيلم ولما تصورت كمان الممثلات كلهم قدوا إحساس فظية بس الحاجة الوحيدة اللي يعني اللي بجد مش هقول صعبه عليه بس الحاجة الوحيدة اللي أنا خدتها يعني الفكر اللي خدتها عن التمثيل إنه بجد بيتعبوا مش معقول يعني مش معقول التعب دي الحاجة الوحيدة اللي أنا الملاحظة اللي أنا خدتها عن التمثيل إنه يعني أصعب مهنة يمكن في الثانية كلها الحقيقة بجد هم بطلات في الحياة يعني انهم بيقدروا يستحملوا كل ده وكل معاناة التصوير الحقيقة جنات ما كنت تمثلي بقى هو بص الجو حلو بس الشغل انا صعبة انتي مش حبة الدخول في التمثيل يعني لا صعبة اوي 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 موهبة التمثيل مش زي ما الناس فاكرين مش زي ما احنا بنتكلم كده مع بعض لا انا مثلا وانا بغني بصور مثلا انا غادة غادة مثلا وانا وراها المخرج بيقول لا انا عايز احساس كذا على طول بتدخل المود وعلى طول بتتعيط وبيخلص التصوير وبتكمل عيات في قدتها انا ست نكادي اصلي بحب العيات تموت لا هو دخلتي دخلتي احساس الكلام واحساس الدور وحسيت انك فعلا من الشخصية اللي هي اللي انا بغنيلها انا مثلا انت احب معاي المخرج يا جنات انفعلي يا جنات عايز ما بقدرش اعايز ما بقدرش تعافتم جدا احنا صورنا الاغنية او انك انت تتنقلي من شخصية لشخصية او اللي بيمثل ده لازم شخصيات مختلفة لا التمثيل فعلا موهبة كبيرة جدا اه بس شرينة عبدالوها عملتها اكيد في مدربين كتير مثله بس برضو الممثل ممثل يعني في النهاية اه اه فانت بتفضلي انه والله يا عكواز لان في حاجة الناس بتعملها احيانا يا جنات في ناس ما بتقتنعش بالنجاح في مجالها فقط وتحاول انها يعني تناطح في كل المجالات كده فلما يعني يفشل يعني انت ناجح في حتة اه انت بتفضلي ده انت ناجح في حتة بلاش تدخل في حتة تانية ممكن ما تنجحش اول انا بفضل ان الواحد يعمل الحاجة اللي هو بيعملها باتقام بس هو ده انا بالنسبالي فمش همثل عشان بس ان عشان شخصية مشهورة فنطلع للناس بحاجة جديدة نسجم لا غلط طبعا لا يعني اللي مثل لازم يكون بيعرفي مثل بيحب التمثيل لازم احب التمثيل في الغنى لو انا لو انا مش ممثلة فحرام يعني عم كنت اظلم نفسي في الاول اظلم العمل جنات انت فاكر حاجة من الاغنية تقوليها اكيد طبعا اغنية بحبها جدا اغنية حلوة فيها فيها احساس بمشاكل عند الناس يعني صح وقبل مغنية طبعا احب ان انا اشكر شاعر محمد البوغة والملحن محمد يحيا والموازد احمد ابراهيم لانهم كدوم كانوا متعاونين جدا وتقريبا ما كانوش بيناموا لمدة ثلاث ايام لغاية ما طلعت الاغنية بالشكل ده واما اغني منها شوية احنا اللي اقوى وحدة فينا مشكلتها في ضعفها احنا اللي اقوى وحدة فينا فيها ايوة ما تتحكيش عبنا ومزيتنا ان احنا فينا حاجة وكمان عكتان ساعت بيامينا الصمع وشاعت بنرضى يدو بنعيش احنا الحياة لكن بتضعفنا الحياة اكتر بتكسر نفسنا مش تقوين من كتر خوفنا من السنين عايشين نداري ضعفنا لطلنا ايوة ولطلنا ضعف عايشين بنرقص عشلالي من كلنا للطلنا ايوة ولطلنا ضعف عايشين بنرقص عالسنالي من كلنا الاما موسيقى 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 احنا اللي لو سكنين في قصر يهمنا نسكن في حضن موسيقى 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 مستقوين من قدر خوفنا منزلين عايشين ندارف ضعف ضعف لطولنا قوة ولطولنا ضعف عايشين بنرقص عالسلال من كلنا رادة واضح انت الأغنية يعني متأثرة بيا بشكل شخصي طيب قبل ما اسألك المرأة تكون قوية ولا ضعيفة جنات انا بشكر وانت الالبوم الجديد بتاعك نزل مش كده طيب جنات بتوجهلك بالشكر مستقوين من كتر خوفنا من السنين عايشين ندارف ضعفنا القوة للضعف يعني انت احيانا بتحاولي ان بيباني ان انت ضعيفة مع ان البعض بيتكلم عنك دايما ان انت قوية المرأة يجب ان تكون قوية ولا ضعفها ولا جمالها في ضعفها حسب الموقف مفيش حاجة اسمها جمالها في ضعفها في موقف بيتطلب مني ان انا اكون بمية راجل وفي موقف بيتطلب مني ان نبقى متوسطة وفي موقف بيتطلب مني ان انا بقى ضعيفة فماقدرش اقولك ان هي لازم تبقى قوية او مش قوية يعني في مثلا بتبقى ست متحملة مسؤولية هي الاب والام هنا لازم تكون قوية في ست مع جزها لازم تبين له في احيان في اوقات انها ضعيفة انها مش قوية عليه ده نوع من انواع الزكاء الحياة يعني تعيش مع جزها مش معقولة تعيش معها بالدراعة يعني فده موقف وده موقف اخر يعني انت بتقول ان القوة والضعف الاتنين مطلوبين في الست طبعا طيب عشان اشكر جنات يا جنات يعني ما قابل ما تسيبينا انت الالبوم الجديد نازل ما تقول لنا في حاجة فيه بسرعة كمان كده اه كده اغني حاجة فرحانة عشان اخرجه من يالله احنا استغل لها فرصة بقى يالله عايز اقرب منك انت ليه عايز اقرب حبك انت ليه اللي وصل اذل اللي فيه دايماً على ده الحال اصمائي ايه تغير حالي وانا ايه اللي جرادي وانا ايه حبي الله يا جنات الله مبروك يا حبيبتي مرسي يا دوالف مبروك ان شاء الله تتعلقي دايماً جنات بتوجه لك بالشكرة الف شكرة طيب اه قبل ما هنطلع بقى ونقدم السؤال اللي سألته لان هنا طب ما احنا امام سبع سيدات اه لكن يعني كلهن مغلوبات على اه امرهن يعني الضعف الضعف سمة اساسية عندهم في الفيلم اه فانتي بتقولي بس الضعف هنا اه لان المأخوذة عن 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 غادة انها لا اه يعني ستة قوية مفترية كمان يعني لكن انت بتتكلمي مفترية الله يساوحك ده مش صحيح مش عارف مفترية الناس الحوالية مش هقدر اقول اذا كنت انا قوية ولا مش قوية يعني مش هقدر احكم على نفسي حوالي هما اللي يحكموا علي او او افعالي ممكن انا تحكم علي بس انا مقدرش اقول انا قوية ولا مش قوية بس انا جاء تعدت علي وقت في الدنيا كنت لازم ببقى بنا قدمة قوية مش قوية عن الناس قوية في وسط الدنيا تبقي قوية بس قوية اه يعني اه يا عدر اشيل مسئولية حمد الله وانا شلتها كويس الحمد الله رب العالمين طيب هنقدم ابطاله صناع الفيلم عشان نتكلم بشكل اعمق عن اللي اختشوا ماتوا اه وزي يعني ما الناس شافوا المشاهد المتنوعة يعني اللي شفناها حتى الاغنية بتختصر مضمون الفيلم سبع سيدات اه مشكلة كل واحدة فيها فيهم ممكن تكون هي مشكلتك ممكن كمان تعكس مشاكل اجتماعية موجودة في المجتمع اه اه بعد الفاصل هيبقوا معانا صناع وأبطال الفيلم اه انت معاكي طبعا الستة الشخصيات التانية بس اللي هيبقى موجودين معانا الفنانة عبيض صبري وامير الشريف وأمير الشريف وامير الفيلم مخرج والاستاذ محمد الكاتب وهم دول بس اللي هارفوا ييجوا بقين عندهم تصويت كلهم بس أنا بتوجلهم برضه بالتحية وبشكر أستاذ سحاق المنتج لأنه بجد حد محترم في الأيام اللي احنا فيها دي ما فيش حد إنه حد بينتج دلوقتي وبالفلوس دي الناس بتخاف إنها تنتج على عم حنكمل بعض الفصل وحنغوص معاكم في المشاكل الاجتماعية لسبع ستات في فيلم اللي اختاشوا وماتوا سبع سيدات تختزلنا كل مشاكل المجتمع أقدم من السبع سيدات عبير صبري عبير أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي أهلا بيكي في في الفيلم يعني الفيلم كان متاخد عنه كان فيه اتهام مسبق كده إن الحق الفيلم أصلوا متهم بالإطارة والمشاهد الجنسية أهلا بيكي 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 أهلا ب أنه في حالة حرب تجاه كل شيء أي شيء جيد أي شيء إيجابي أي عمل إيجابي أي حاجة إحنا بنتكلم عليها و بنحكم عليها قبل ما نشوفها وبالتالي طهم جاهزة الناس بتبقى مش عارفة الناس لما تسمع أن الفيلم فيه إسارة أو فيه مشاهد جريئة أو المصطلحات الإكلشيهات دي طبيعي أن الناس تبقى في حالة بلبلة هو الفيلم فيه ولا ما فيهوش إحنا بنطلع نقول ما فيهش حاجة إحنا بنعمل عمل جيد ما فيهش حاجة اسمها أنا بعمل فيلم فيه مشاهد جريئة أو مشاهد مؤدبة أو بعمل سينما نظيفة أو سينما غير نظيفة أنا بعمل عمل جيد بنختار أدوارنا بنختار أدوار بعناية ورق مكتوب بعناية بنختار نشتغل مع مخرج محترف بنشتغل مع بنكتمع أصلا أنت بتوافق أنك تشتغل مع مجموعة من زميلك فدي كلها اختيارات مهمة أنت بتعملها ما بتفكرش خالص بقى ساعتها فيه مشهد جريئ الناس لاحسن تقول لاحسن الناس تطلع إشاع يعني ايه الكلام ده يعني ليه فيه يعني الوضع كله منافي للمنطق فيلم ما فيهش حاجة وإحنا بنقول ما فيهش حاجة وبعدين يدخلوا تفرجوا الأول وبعدين نقولوا فيه حاجة أو ما فيهش حاجة أه بس هل الجنس بيبيها دلوقتي أو المشاهد الإباحية يعني البعض معتقد يعني أنه في زمن الإنترنت وأنه الناس ممكن تدخل على أي حاجة أنه مشهد أو مشهدين في الفيلم يعني يصوق لفيلم يبيعه الناس بتشتري كل حاجة وأي حاجة الناس بتشتري الرخيص والغالي والغس والسامين لأن كل بضعه ليها اللي بيشتريها فإحنا النهاردة لو أنت بتقول أنه مشاهد جنسات بيع في فيلم ممكن تبيع في فيلم وممكن ما تبيعش في فيلم تاني وممكن تبيع لنجمة وممكن ما تبيعش لنجمة تانية وممكن فيلم يعني نقول عليه إيه بالمفهوم التجاري فيلم بسيط مثلا ومفيوش حاجة وينجح جدا وممكن فيلم عميق جدا ومحترم جدا ويحمل رسائل وإيجابيات عظيمة وما ينجحش وممكن فيلم نص نص ينجح في كل حاجة لأن أنت أولا شرايح بتاعت المجتمع المصري شرايح كبيرة جدا أنت بتخاطب 90 مليون فاللي بيدخل منهم السينما قد إيه اهتمامات كل فئة عمرية وشريحة عمرية قد إيه فطبيعي جدا أنك تلاقي ده بينجح وده بينجح وده بينجح وده بيسقط وده بيطلع وده بينزل يعني دي مسألة تفاوض طبيعية جدا في أي سوق في أي سلع بتباعة للجمهور طيب وغدا أنت موافقة لحكاية السينما النظيفة دي اللي البعض أحيانا بيصوق لها يقولك أفلام للعائلات أو سينما نظيفة لا ما بحبش أنا المصطلح ده يعني ما بشوفش لأنه هو ده كان مصطلح ظهر فجأة إحنا مت جلنا ما تربعش عليه إحنا شفنا أفلام كتير قوي زمان ما كانش في حد بيصنف الأفلام اللي بتتعامل ولا نظيفة ولا غير نظيفة وتربين على ده فده كان مصطلح ظهر كده في فترة والناس ابتدت تتداوله يعني وابتدى كل واحد بقى بياخده بمفهومه يعني بقى بس في الوسط السينيائي نفسه بدأ الناس في الوسط الفن نفسه بدأ الناس بقى بعمل فيلم نظيف للعائلة العائلة تدخله وما يبقاش فيه مشكلة طب زمان كانوا العائلة بيخشوا نفس الأفلام وانا كانوا بيخشوا أفلام ده هيا هيا نفس الأفلام أكيد بنفس كل اللي اختلف إن الزمن ده خلص بموصلين فجأة جيل بعد لكن مفروض إن المعنى نفسه قائم خلاص احنا احنا وصلنا الحب بتاع الفن ده منين من اللي قابلينة واللي قابلينة من اللي قابلينة من اللي قابلينة من اللي قابلينة فأه وأحيانا لما تشوفي كمان الأفلام لابيا دوسوا للقديمة يعني الناس كانت يعني أكبر اصطنارة وتفتحا يعني ده حقيقة هي زي معبير قالت الناس العقلية بتاعت تختلف أو فيه ناس بتاعت تروج لشكل تاني برضو بقولك ده نوع من أنواع السياسة 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 في الفن بالضبط بس انت متحبش السياسة بعيدة عن الفن انا يا باشا جاية النهاردة ليه جاية انا ما عملتش حاجة يا باشا انا ما عملتش حاجة يا باشا مروع منها القاتلة اهو كنا ريسا بنتكلم اهو دي اللي عملت معه وكيل نيابة في بس انت قلتيني انت مدين ليه بإظهار الحقائق حيوة دي حيوة انت حصلت على البراءة من قتل شغالتك من تهمة قتل مش من قتل ايو برافو يا بيري من تهمة قتل ايو جاية ومع المحاميين بتاعها يا بزيز انا ساكرة تستفرط بيها النهاردة ولا ايه لا انا جايين كلها مواد ايوة اقول طبعا استغلتي ثرات كرونية كده لا ناس ما قلتهايش قلها كده عشان ينت المنشط بعد كده دي اغلب من الغلب لكن ايه حصلت ايه حصلت على البراءة بس انتي احيانا بتفهمه انا املك السؤال يعني المين عندي ان انا املك السؤال واضيق الخصوص على البيت ما توجهش السؤال ما توجهش السؤال في اتجاه يخلي السؤال يحمل اجابة غير الاجابة الحقيقية لا انا السؤال يضيقة لسنا منصة قضاء انت 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 طلعتيني متهمة في الحلقة وانا قلتلك اخر الحلقة انت مدينية بانك انت تجيبني بعد ما تطلع برقتي انك تجيبني وتظهر برقتي وخلاص منهم الايام فاتت اللي اختاشه ماتوا اه انت مرضو شكت في الفيلم في الفيلم يعني مرضو انا بالنسبالك مش هارفة مديه عنك اه لما شفت الفيلم وفي قتيل والقتيل يعني دمه موزع بين الستات السابعة يعني فانا اه انت حطوص معك عليها على طول اه قولت هي يا دي انا قتلت قبل كده لا عموما اه انا مدين لها بازهار الحقيقة يعني احنا نعيشنا القضية بشكل مهني يعني يعني ابو البنت وهي في كل الاحوال ضحية كان معانا وانتي معانا لكن مدين ليكي بازهار الحقيقة الحمد لله في الفيلم اه اه انت كمان يعني بتلعبي الشخصية بس انت بتلعبي شخصية البنت العزراء اللي ضاع منها العريس ايضا بسبب اه اتهام المجتمع عليها اه اه شايفة في في مشكلة السبع بنات في مشكلتك انت تحديدا هي مشكلة موجودة في المجتمع طبعا هي بنت ريفية جاية من الريف ويتيمة الاب والام حطتها الظروف ان هي يعني تيجي القاهرة علشان يعني تعيش حياتها فاضطرتها الظروف ان هي هتعيش في البنسيون فللأسف بتخش ضمن اتهامات المجتمع عليها وظلم المجتمع يعني بنت في الاخر عايشة لوحديها ففي فئة كتير قوي يعني انا امثل فئة كبيرة او من البنات ده حاصل فيها يعني في كتير قوي مقتربات يعني مش هقول حتى بيشتغلوا لا حتى طالبات مقتربات اكيد بيواجهوا صعوبات كتير قوي في انهم يواجهوا مجتمع اه لوحديهم وانا عايز اقول لك على حاجة اه بالنسبة لسؤالك الاوليني ان هو ان الفيلم تهاجم الفيلم يعني صوق للفيلم ان الفيلم فيه مشاهد وفيه سبعستات الاتهام ده اصلا فكرة القضية بتاعت الفيلم ان هو انتم اتهمتوا الفيلم من غير ما تشوفوه انتم اتهمتوا البنات من غير ما تعرفوا قصة حياتهم احنا اعتهمنا... انا جات لكمية تليفنات انتي ليه تحقيت الفيلم زى ده انتي ليه وفائتي تعمل ليفالم زى ده قالتون انتوا شفتوا الفيلم انتوا اتهمتوا قبل ما تشوفو يعني قبل ما الناس يشوفي ازاي تعمل تشتغلي الفيلم زى ده جاتي تليفنات من الصح các qu valley انتوا انت ليه طول عمرك ماهروبة ايوة معروفة انك مؤددة ايوة انتوا مش ندمان على العمل زى ده انتى مش ندمان على العمل زى ده طبعا مش نادي مانا فيلم مفوش اي حاجة ولما تخشوا وتشوفوها هتعرفوا ان احنا منا ايش كنتوا بقى انتوا كناس الوقتي اتهمتوا وعملتوا فكروا واشعتوا الفكر ان ده فيلم جنسية او فيلم يحمل مشاهد جنسية انتوا اتهمتوا للمجرد انه هو سبع بنيات مفيش فيه ولا مشهد والله يا جماعة قصة ولا مناظر لا هو قصة احنا اتعودنا نتهم من غير ما نشوف من غير ما نسمع من غير ما ندور من غير ما نبحث هي دي قضية الفيلم غدا تولتي لي الاختيار السبع ستات يعني بالتأكيد يعني هو المخية بس شايفة ان الادوار تنطبق عليهن جميعا يعني شايفة ان الادوار مناسبة لكل واحدة انا شايفة ان في الفيلم ده كل الفنانات اللي اشتغلوا تتحسب لهم بجد ان عملوا مجهود فوق الخيالي لان انا شفته انا شفته معنايا واحنا زملاء انا وعبير ومروة واميرا يمكن كنت اول مرة اشوفها في الفيلم اه اتفرج عليهم بشوفهم هما بيقدوا انا شايفة ان دي مش عبير ودي مش مروة واميرا بسم الله ما شاء الله وجه جديد لرجة انا سألت واساس اسماعيل جبتها منين البنت بسم الله ما شاء الله يعني وده من الحاجات اللي دفعتني ان اميرا رشحتها معايا في المسلسل هي معايا اه 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 الحمد لله ايهاب انا حتى شفت ايهاب قلت له ايهاب احنا نعرف بعض من زمان وكده حتى انت يا ايهاب في الفيلم ده ليك شكل جديد نجحة جديدة تماما وما كانش مني انا بس طلع اني طلعت تربع الناس اتفرجوا على ايهاب خرجوا قالوا نفس الجملة اه محمد محمود عبدالعزيز اه مروة المطربة لأ فيه ناس بجد في الفيلم ده يتحسب لهم ليهم والاسماعيل وال كلنا والله بأمانة اه الادوار مختلفة هيدي كرم كمان فيه ناس قالت على هيدي ان هي المراضي في الفيلم ده غير كل الافلام اللي اشتغلت فيها طبعا اه هين طبعا عملها دور هايل يعني اه اه مع الا السبع سيدات يعني يعني عشان نسأل البيئة يعني انا يعني يعني قصة السبع سيدات بتضغى لا نسبرل فحيخلينا معا يعني اه اميرة يا كتصدق طبعا كمان مرتبطة بالشرف يعني بالانت الا واللي يعني هنقول قولنا يعني هنحرق نقول قتلت في الفيلم او قتلوها اه مظبوط هي بقى في حياتك لا انا عايشة الحمد لله اه دي اماني الله اللي ماتت في الفيلم اه تمام هي اماني قصتها اه هي اللي بيحصل ان هي برضو بتتظلم من من ضمن الابقية السيدات اللي في الفيلم اه اماني بنت سعدية اه عايشة في السعيد في وسط اهلها بيحصل ان الظروف بتضطرها ان هي تسيب البلد عندها وبتهرب اه اه هي ما يعني من وجهة نظري انا حبيت الشخصية جدا حبيت اماني جدا لان اماني تظلمت من البداية هي ما ما عملتش اي حاجة حرام او ما عملتش حاجة غلط لا هي هي يمكن ثابت اهلها اه وتجوزت امم وبردو اتحطت في التهمات مع بقية اه سيدات البنسيون اه والزوج اللي وجد يعني اه اخبار عن شبكة ضعارة وخلاص يعني هنا القضية بالنسبة له الاخ 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 مزبوط فكان لازم طبعا ان هو يه حيك عارف القصة التار واللي بيحصل في السعيد اه فبالطبيعي ان هو لازم ياخد التار ان هو عشان الشرف وعشان العار بنت ما تجيب له مش العار فلازم ان هي تتادف اه راد عشان اله هو طبعا الانسان عموما يمكن ان يكون ضحية طبعا شايف ان الست اه اه اتهامة سهلة لانها ست مسبقا يعني انتو دايما حتى في طول الفيلم يعني الناس اه اللي عايزة انها تؤذل سبع بنات سهل اه اعمل قضية ضعارة اعمل اي قضية شايفة انه اله الست متهمة مسبقا لكونها ست اه طبعا الست سهلة جدا انك انت تنال منها بسرعة لان احنا تربينا في مجتمع ان الست ست والراجل راجل ان الست اه لازم تبقى محافظة على مش عارفة ايه وايه وشرفها وحاجات كتيرة جدا يعني مثلا لو شربت سجال يقولك اه لا تشعب سجال ازاي جي ست لكن الراجل اللي بقعد بيش شرف للحلال شايف للحلال وده شايف للحلال وده شايف مهمة ده راجل مهما عمل ده راجل ما جيبليش العار لكن ست تجيب له العار طبعا عمير انت في الحاجات دي يعني لا 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 انا نقول مواد بتاع القانونة والله وانا سما لك المواد القانون الجنائي بس انت بتشتغلي مع غادة كتير بس كل خشب يعني عشاء الله ده يعني بترتاحوا للشغل مع بعض يعني هو نمرة واحد انا هاكس الاجابة هو أنا بسمع دلوقتي من الجمهور ومن الفنز بتوعي ومن الفنز بتوع غادا أنه الناس بتحبنا سوا يعني دايما نسمع أنتوا في بينكم كاميا لما بنلاقيكم مع بعض بنحب نتفرج بنعرفينكم عاملين حاجة حلوة في بينكم تفاهم بنحس على الشاشة أنكم حقيق بتحبوا بعض وحقيق أصحاب فهو طبعا فيه 18 سنة تاريخ شغل أنا وغادا مع بعض احنا بدأنا سوا واشتغلنا مع بعض يعني سنين واشتغلنا مع بعض أعمال كتير واشتغلتوا في المسح اشتغلنا كتير مع بعض بالزبط حوضة كرامة اشتغلنا مع بعض كتير واشتغلنا مع بعض حاجات نكحة فخلاص بيحصل يعني تفاهم كاميا أه بفهم غدا من عينها يعني بفهم ما هي سكتا بفهم وهي هتعمل ايه الخطوة الجاية وهي نفس حكا يعني عندنا توقع لبعض يعني تقريبا ما في المية بس أنا طبعا ببقى مبسوطة جدا ومشتغل مع بعض لأنه غدا ممثلة كبيرة جدا وممثلة مهمة جدا مش شاهدتي يعني دع يعني وضعها فنيا فلما بتشتغل معاها انت بتجيب سقفة في حاجة كتير يعني بتبقى عايز بتتنافس أحسن حاجة تقدر تعملها لأنه في ممثل مهم انت بتشغل قدامه وبالتالي بيبقى في روح حلوة جدا في الشهر تبقى انت عملت فكر يعني فاكرا أنه مر أنا وغدا كنا في مسلسل صابق الإسرار وكان عندي مشهد صعب فدخلت لك كارفون قبلها فقيت لي مالك قلت لها بفكر ما نمتش من مبارح بفكر في المشهد فدخلنا يعني متصور بقى الحلقتي لا لا هيتامل كويس ما نخفيش فأنا عدت أشحن للمشهد ده مثلا بتعسالها ربا وهي قد قدامي سكتة خالص يعني فاكرا المشهد ده سكتة خواه ما تكلمتش عادة عملة جدا لدرجة كان فيه صوت في الستوديو حوالينا الناس بتثبت الإضاءة والتجهيزات فأتوم بس صوت وطي جدا بس عشان أنا قد بحضر نفسي للمشهد ده وفعلا تلاقي مشهد عبقاري فالحمد لله طبعا فيه كيميا بينيو بينغادة وطبعا عم أحب أشغل معها وطبعا أحب دايما كل فترة يعني أقابلها لأنه ده بيفرق معادي طيب آآ يعني واضح فيه تفاهم يعني بينك وبين عبير في الشغل يعني يهب في الآآ انت لما عملت ضابط مباحث مختلف يعني قلت أنا هعمله بشكل مختلف انت عارف ضابط المباحث يعني هي شخصية موجودة دايما فيه في الأعمال الفنية آآ بس فعلا فيه إحساس إنك مختلف الحمد لله وده وده حتى وإحنا كنا قاعدين بنتكلم فيه تأكيد على الاختلاف ده انت انت قلت هتدخل على الشخصية بشكل مختلف يعني مش ضابط مباحث تقليدي طبعا هو طبعا آآ يعني آآ الفناني اللي بيجي يتصادل أي دور بيدور على الحياة يعني لازم يشوف الحياة يعني يشوفه قدامه النماذج يعني في الحقيقة أنا لما جالي الدور آآ قلت لازم أخده من سكة مختلفة إن فيه شخصيات دايما اللي هي الزابط الدكتور دي بتبقى فيها قلق شوية يعني اعتادت الدراما المصرية أن تقدمها بشكل معين يعني آآ الزابط كمان يعني فيكسة النفوذ والسلطة والحكومة بقى آآ آآ لكن آآ أنا أخدتام من حاتة التفكير العقلي العقلاني شوية آآ اللي زي بيقوله هادي في وقت الهدوء عصبي وقت الهدوء آآ وقت العصبية لما ينتزل معلومة ينتزعها بزكاء ما ينتزعهاش بآآ بزي بقوله بقسوة وخصوصا هو ده اللي بيحصل على فكرة يعني إحنا دايما نصور إن وخصوصا زابط المباحث يعني تعريف هارك التفريعات اللي في الشرطة يعني الأقسام اللي في الشرطة المباحث تحديدا بيبقى عندهم نقطة الزكاء عشان وصولا إلى جريمة في الشق الجنائي يعني فهو كريم الحقيقة أنا الحمد لله كتهدت فيه بس أنا عايز أقوله على حاجة مهمة جدا مفيش ممثل بيشتغل وحده أكيد أنا لو كنت كويس فأنا كويس بزميلي يعني كل مشهد أنا فعلا باش بقوله ده المشاهد التحديدا المصر سين كمان اللي مع غادة أو مع عبير أو مع كل الممثلات اللي كانوا في الفيلم الحقيقة أنا كنت بستمتع وانا بشتغل معه الأداء العالي للجميع يأخر في الجميع خليه أدي بشكل أفضل فيش حاجة اسمها يعني دايما يقولك إيه إيهاب كان كويس لا إيهاب مش كويس ده فلان كويس لا كلنا بنشتغل منظمة واحدة طبعا بيقول الحكاية دي اسماعيل فاروق الحقيقة اسماعيل فاروق أنا بحبه جدا كمخرج لأن انا اشتغلت معايا في الأشاشة وآآ ده تاني فيلم لي وانا بستمتع شونا وهو حينضم إلينا بعد قليل طبعا وآآ ده شرف لنا كلنا إن احنا نبقى شغلين فيلم ده وأنا بشكل الحقيقة يعني أنا كل زملائي وتحديدا غادة أنا بقول غادة والشها حلو على المواصلين اللي معاه وآآ وانا حتى لسه كنا في الخانكة في التصوير في المسلسل مش الخانكة الحقيقية المسلسل ليس ممكن فأنا الحقيقة يعني أسعدتني برأيها وآآ وفعلا قلت لها أنا أنا سعيدة عمل دور هيل بسم الله ما شو الله عمل دور هيل 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 يا عربت يا غادة كل الفيلم آآ كانوا رائعين وانا بيخص بذكر صديقي واخوية لأنه مش موجود معنا ولا عبادة دايما بسميه يعني حاجة جميلة في كل حيط طبعا طبعا آآ محمد عمل جميل ورائع وآآ وحلو جدا عارف انت فيه إنسان تبقى انت مستعمت معاه اعتقد ان الروح الموجودة في الفيلم واحمد صفوت طبعا كان رائع جدا والسيس سلو خطاب طبعا كل في الفيلم كل مجوب طبعا طبعا ومقدام بوصار والخطاب العظيمة جدا وجمع بقى والسيس سامح سليم اللي هو مطلع في كلنا طبعا طبعا مدير التصوير مدير التصوير سامح سليم بطور سامح سليم طبعا اسمح سليم ده الوحده كده مدرسة طب آآ آآ غادة الأغاني في في الفيلم يعني كان فيه أغنية جنات وأغنية آآ في الفرق انتوا عملنا في الفرق نشوف يعني هنا هنا يعني يعني آآ فكرة مين إنه آآ آآ يعني ندخل الأغاني على اله على الدراما على الفيلم اسساذ آآ اسماعيل آآ اه آآ كان شايفة أنه لازم في وسط ال دراما كتير قوي والتعب ده لازم حاجة تفك الناس وتبقاش الدنيا سودة 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 فكان بيشوف المناطق اللي ينفع ان هو يفك فيها او يحط فيها مشاهد تريح الجمهور وكان بيعملها فايه كانت فكرة والاغنية اه خاصة ان انتو سبع يعني ستات وفي بينكو يعني علاقات اجتماعية واخدين على بعض فلازم يبقى فيه اه هو الاغنية في فرح يعني هو في فرح مروعه في خطوبتها فهي مكان الاغنية صح ما فيوش اي مشكلة يعني انت كان ممكن جدا في مشهد الخطوبة او الفرح ده يبقى فيه رقصه مغني زي ما بيحصل في الافلام التبارية كلها اه لا احنا ما عملناش كده احنا عملنا الطبيعي بتاع الدراما ان الشخصيات بتاعت الستان دي انو صديقاتها هي يحتفلوا مع بعض وقدروا يغنوا اغنية من الفولكلور ويهيصوا مع بعض وهم اللي يغنوا ويرقصوا بشكل مناسب لطبيعة الشخصيات كمان يعني مكانش فيه حاجة في طبيعة الغنى ولا للرأس بتاع البنات يباني انه فيه احتراف لا يعني يومها بنات بيهيصوا مع بعض ده بيحصل في الحنة بجد يعني احنا انا ما عملت الحنة بتاعت روتانا بنتي وروحت بنروح فعلا ونشغل اغاني ونغن احنا ونرقص وناخد المايك وزي الكاريوكي ده بيحصل بجد يعني اه فاولتوا تعملوه بالجو الاجتماعي التقليدي بالجو الاجتماعي التقليدي وفي الحياة الشعبية اكتر لان هما شعبيين البنات تقريبا طبقتهم الاجتماعية كلها اقل من المتوسط يعني هما طبقة يعني كلهم مطحنين وغلابة وفقرة وعندهم طموحات وعندهم حاجات كتير نفسهم يعملوها فهما الطبقة اللي عايزة تشب الفوق دي يعني اللي هي بتبص الفوق وعايزة متسورة انه الغنى او ان الفلوس هي اللي بتغير مكانك من طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية اللي هي بسبب ان المجتمع ده قليل قيم المادة بس مش العلم مش حاجات كتير هي الاهم انك تكون مثلا متعلم انك تكون مساقف تكون كذا لا انك تكون غني انك تكون ركب عربية يكون عندك بيت ملك في المكان الفلاني وبالتالي كل الطبقات الفقيرة اه كل الطبقات الفقيرة النهاردة بتفكر انه هي ترتفع بايه ترتفع بالمادة حتى لو المادة هتيجي على حساب مبادئ او اساسيات او ركاز في حياة البني ادم في الحلال والحرام او في الصح والغلط او الى اخيره يعني الحاجات اللي هو بيستند عليها طيب نسمع الاغنية اللي اختصونا بيها صناع الفيلم شوفت العروسة بتقول العريس ايه شوفت العروسة بتقول العريس ايه اتدلع يعريس يغلس فالنيلون اتدلع يعريس وعروس فالنيلون عندي بيت ام فاروق هاي هاي والشقرة دا راح توبرو هاي هاي عندي بيت أمو فروغ هاي هاي احنا عرسنا برنسي وزو او اللسو اللس دسنان ً العرب الأمر يا وجلي احيد من العرب الأمر عندي بيت أمو صلاح هاي هاي والشقرات راح دفاس هاي هاي عندي بيت امم صلاح والشجرات ارحت تزفاه بجن جملكم بالأفرح يعرف يا بلات انايلو والزحرك وجريك يا رمال والضحرك وجريك يا رمه وتعلى على حجريك يا رمه انا حجر احميك يا رمه ياختك ويميك يا رمه انا حجري كبير يا رمه ياختك ويتشيك يا رمه يالي عالترا احوض عالماليك والتي بيوغاني من رأس مباليك يالي عالترا احوض عالماليك اهو جالك يا بيوغانيك فرح بالك يا بيوغانيك بكرا يقصيك الاساك كل السهبي من اضرعك يعوض كل اللي يساكك واهو جالك يا بيوغانيك فرح بالك يا بيوغانيك فرح بالك يا بيوغانيك اتبقي له الصبحه وبطة واضبقي له العصر ابطة كالسريا بيوت السطا واهو جالك يا بيوغانيك فرح بالك يا بيوغانيك الله البهجة حلوة حالة البهجة حلوة انت ما كترتش تغني خالص ما حبيتش تغني خالص قبل كده انا اول بدايات اللي عارفك بدأتي مطربة عبير سمعت بقى الاغنية بتاعتك بتحضر هتبقى مغنية على فكرة اصلا وكان عندها شريط واتاكت لسه السيديات دي فكانت شريط كانت محضرة شريط عارف انت في البداية اللي هو انت عايزة تشتيره خلاص مغنية بقى ممثلة ارقص انا اه انا حيث الاول بالاغنية مشت ممشتش قلقى عالتمسيك قلقى عالتمسيك يعني انت قدي كده عندك طموح البنت انها عايزة تبقى مشهورة فاخدوني يا جماعة مزيع اغني اه عايزة امشي وابقى مشهورة وكل ناس تشور علي دا كان هدفك في الطموح طبعا والله كانت تقوم من الله رحمه ده من تقولي يلا يا كنبارس ولا حد يا عبارك حعيب يا ماما متقوليش كده اقولي روحي اليه يا ربنا يتوب عليك لا حعيب متقوليش كده انا بيشتغل فنانة الناس جاتفهم الضلط يا ماما الله يرحمه الله يرحمه ده على اعتبار كنت بتعملي مشاهد اه بسيطة يعني كنت لسه بقولي يا هادي كنت بروح عامل مشاهدين تلاتة هي من نفسها مش فتنيش بجاة اه والله مرحيتش اه تفتكو دهوقتي شايفة نور بالأحساس بالأحساس اه لكن فشلت في الغنال ايه لا ما فشلتش انا لقيت التمثيل اه قتلت الغنال ايه ازرع اه اصرع ما قلت لسه هاوت بقى وخش الستوديو اه يعني بص زي ما كنت قالت شغلتنا صعبة جدا هم كمان اه شغلتهم صعبة جدا وكل يوم بقى انزل واروح للمدربة وتقولي اه 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 لا فقلت لا عادام زيطاتي لو هتلاقلي قيمك ويقولك ايه النشاس ده او ايه الصوت الحلوي یعني هنا تقييم الأغنية مش سهلة كمان يعني لا مش سهلة طبعا والأذن وتذوق الأذن بس الأغنية دي موجودة عندك اه انا عبير تسبب لا بس انا سمعت يعني انا سمعت واندهشت وقتها بتقول ايه ده ده صوت مطربة يعني انت بتغني بتغني فقيت لي اه انا كنت بحضر شريط وهنزل يعني هتنزل هتغني بعدين التمثيل نجح بسرعة استاذ اسماعيل تلع كل المواهب المتنية اللي بزينا ما انت كنت عايزة تقولي يا مر ما تقولي في الاغنية انا عايزة يعني اول حاجة على استاذ اسماعيل فاروق بصراحة يعني ممihi هو كمخرج التعامل الفيلم يعني الفيلم ده بالنسبالله فيلم صحب جدا انه هو يتعامل مع السبع ستات ده شيء صعب جدا انت عاجة مع سبع ستات طبعا انا نشوف الشخصية من الداخل كمان انا نجحنا ان ابحث شخصيات من العمق من الداخل بجد يعني انا شاب probلي انه هو ع Promisedه انه هو يعمل احvernه عن مهاره بين السبع إلمين طبعا الى الجانب الروح الجميلة اللي كانت بيننا يعني احنا كنا حابين بعضا جدا. آآ وعلى رأسهم طبعا العملة الروح دي غيدة. لاني طبعا آآ اساسه الروح دايما بتبقى بطلة العمل. هي اللي يعني كانت لمانة ومش ما حاسسانا خالص ان هي نجمة علينا او في اي حاج بالعكس. هي كانت بتدخل كيوت جيمي خالص وما بتتكلمش وقعدة آآ. انت كده بتقولي ضد اللي هو كان بيقوله من شوية. لا لا لا. انا اقول لنا. بتقولي جيد ضد اللي هو كان بيراوب عني من شوية. انا 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 كده في الموضوع ده وغيدة دخل في المشاهد. وهو ما امتش بالليل قبل مريم. لا لا ده حقيقي ده مش حاصل صالص جدا. ده حاجة عظيمة. بس ده مش حقيق يعني ان شاء اشترك. انتو سبع ستات. آآ. طب ما هي مروة قالت انه آآ مروة اللبنانية انه تحزف مشاهد ليها. لا اتحزف دي انا انا دي ما لهاش علاقة بنا يا جمانة. دي حاجة لنا. دي حاجة لنا. وانا اتحزف وانا اتحزف وانا اتحزف صانية المونتاج. اه. صانية المونتاج نزلت. اه. انت عارفني عندي ساعتين كده. قلت المونتاج. قلت المونتاج. قلت المونتاج. حتى ايدي البطالة نكسة. بليل اقوة دعم في البيت ايه. امان. اتشيلي تهجي وتهجي وتهجي. اه. طبعا. لا بس انا اذا ارجاء انه هو. مش مظبوطة يا سوريا مروة انه حد يقول المخرج شلي حاجة في المونتاج. ليه بقى? لانه في الاخر مخرج بيبقى هو يعني عنده رؤية كاملة للعمل ككل. مش لكل دور لوحده. يا خبالك احنا كمماثرين كل احس فينا بيبص لشغله بس. انا ما ببصش على دور مروة ولا دور غادة ولا دور اميرة ولا ايه. اه. ولا. ببص لشغلي. فبيبقى مثلا فيه مشهد عجبني. ايه ده تشال في المونتاج. هو شايف هو شاله ليه. هو ممكن يبقى مثلا له علاقة بالايقاع. له علاقة بانه مش صح وجوده هنا. لأ هو اكتر من الشخصية. لأ هو فوق فوق الشخصية. يعني دي حاجات بتاعتها. دي صلاحيات للمخرج. ما عادش ينفع انك تجرده من صلاحيات وتقوله انت شلتلي ايه. هو شاي. ما يهمش بس انه في عصر النجوم يعني النجم بيوم لي. بس معلش كمان المخرج معلش مواضح. مش مع اسمعاني فاروق على فكرة كمان. ما تقدرش تعمل حاجة على فكرة من غير يعني. من ضمن المشاكل اصلا. يعني مش من المزاكل اصلا. يعني مش من اشتغل مع المخرج ده. اذا انت بتسلم له نفسك. اذا هو اه انت سلمته نفسك. وبعين جيت تقوله بعد كده تشلت ولا انت حطيت ولا انت عملت بقى طب ما اخترت اشتغل معي. خلاص. انت بتبقى واثق في الشخص اللي هيقود المركب دي. طبعا. فخلاص. يعني ما ما ينفعش نقوله. مايتحسب له كمان حاجة بصراحة. اه. ان اسماعيل بيغير جدا. اه. كمخرج. لان اسماعيل ما عملش النوعية من الافلام دي خالص. اه. 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 الافلام اللي عملها كلها قبل كده. كانت كلها افلام اه لاي الدماء خفيف اه. اه. كم مرشل. يعني حاجة. اول مرة بيغير جلده هو كمان كمخرج. تماما. كلنا بيروح لسكة تانية. في العمل ده. كلنا مناخد فرصتنا. طبعا. في العمل ده. طبعا. طبعا. وانت 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 بتبدأي كده بتهتم بحكاية نفس الوضع. المعيار الاخلاق ده انه اه. اه. الفيلم او المسلسل ما اقولش اللفظ مش كويس. او البعض يعني يعتقد انه اه. 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 او ما تبقاش فيه مشاهد اه. البعض يدخلها في نطاق المشاهد الجريئة او اللي فيها نوع من الاباحية. اه. بالنسبالي لو حاجة بتخدم يعني الدراما. الدور. ايوا هو ده اللي احنا بنعد نسمعه بقى. ازا ازا هوفظف في العمل ازا تم توظيفه وتوظيفه ان صحيح. لا دي حقيقة وانا عملت حاجة فعلا كانت نصيبي واسمتك. اه. عملت فيه حكاية سبعة الصبح كانت تلات حلقات. اه كنت طالعة فيها يعني الدور كان فيه ناس مصنفة شوية ان هو كان دور اغراء. لا هي البنت جريئة شوية. البنت اه كانت بتحب واحد اه اللي هو هاني سلامة اتجوز. اه. هي مش قادرة تتقابل فكرة ان هو متجوز. اه. اه. بالعكس عايزات طول الوقت يبقى معاها ويسيب مراته ويرجع لها فكانت بتحاول بكل الطرق ان هي ترجعوا تاني ديها. فده اتقال اه ان انا عملت فيه دور اغراء. لا خالص. او انا كنت كان لبسي ممكن يكون اللبس اللي يليق بالبنت الجريئة. الجريئة في الشغل. الجريئة في اه. 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 في الصهر. اللي بطبيعتها جريئة. حتى نظرة عينيها فيها جراء. مش اغراء. يعنى التلات حلقات فعلا مكادش فيهم اي حاجة ولا لفز. ولا حتى اللبس يعني على قد ما هو قال لبس جريئ مكنش فيه حاجة اه. مخلة او حاجة مش مش حلوة للمشاهد. ده نظر للمشاهد. والحاجة الغريبة يعني تعقيبا على كلام إنه مثلا يعني ساعات أتابع مثلا ردود فعل على الفيسبوك أو على الانستجرام أو غيره فتلاقي مثلا نستكتب إيه مثلا نزلها مثلا صورة وغدأ وصورة لنا كلنا وكتبأ من فيلم اللي اختشوا ماتوا فأقولك آه صحيح فعلا قولوا نفسكم اللي اختشوا ماتوا فأقولك قولوا نفسكم إيه يعني مثلا في جمل نزلنا بصور مثلا في السوشال ميديا بجمل بتقولها الشخصية فأنا عندي مثلا جملة بقول يعني إيه راجل أنا عمري مقابلت راجل دي الشخصية اللي بتقول مش أنا شخصية لإني كنتي بكتباعي دايما فيدخل شخص يشتم يشتم نانا يقول لي معابلتيش راجل طب تعالي بقى أنا هوريكي الرجالة طب معرفش أنا هو طب تعاليلي طنطة أنا هوريكي الرجالة وإنتي عايزة تقولي إن مصر مفيش فيها رجالة عبير شخصية يا جماعة إنتي بتشتمي مصر خلاص يا عبير حاكة لا لا أنا ما أكلمك حاكة لا أنا عبير حاكة لا 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 حفرة دي شخصي رجالة مصر لا لا أبدا كل الاحكام لا أنا أنا بكلمك على إنه ما ستفهموا إيه سبب الخلط بين الممثل وبين الشخصية اللي بيلعبها لدرجة إنه يفضل قاعد زي ما أميرة بتقول تدافع عن نفسها تقوله والله مش ده دور جريء بس يعني أنا في الآخر بعمل شخصية يعملها كممثلة نكحة فهم أنا بعمل إيه يا ما عملهاش خلاص لإنه أنا وبعدين يعني أنا دلوقتي لو قتلت في فيلم أنا قتلة أنا طلع مجنونة في فيلم هل أنا مجنونة طلعت خاينة في فيلم هل أنا خاينة يعني دي صفات بتاعت شخصية إيه الخلط اللي عند الناس ده بين شخصيتك الحقيقة والدور اللي إنت بتعمله لكن الناس دول يعبيل بقصدين لا أهو داخل مش فاهم لا أهو داخل وفاهم وعرفه وبيقول إيه لا طبعا يعني أنا بقصد يعني قصد يعني يعمل تشويل الفيلم وممكن يكون ده نجاح برضو في نفس الوقت إن حد يعمل الدور من كتر ما هي وممثلة متقمسة الدور نجاحي ده ما قاله أول ما يشوك الفيلم تصدق إن هي فعلا كده لا أهو ما حددين حاجة في المغهم هو بس الخلط مش مش صح تماما إن أنت تخلط إن دي شخصيتها الحقيقية أو طبعتها أو ده دور هي بتقدمه عشان المشاهد يتفرج ويحب الحاجة ما يحكمش عليها كمان من غير ما يشوفها طيب المشهد حتى المشهد اللي هو المتعلق بإنه تم ضبط السيدات يعني قضية الضعارة اللي تم تلفيقها يعني ده مشهد كمان صعب يا رجل قوي 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 لأن كمان صعب يا كمان كان صعب إن فعلات ووجوهه يعني بتعبر عن التلفيق ده وعن الظلم المشهد ده تصور على يومين؟ على يومين 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 كنا منعيت وقفين على عين الشباشف وقفين على بلات ساقة ودرجة الحرارة مثلا كاته 8 6 حاجة والمشهد يعني رغم انه موجود في السيني بس انت شايفاه انه عملته بشكل مختلف يعني هتلاقيه موجود مشاهد مشابهة يعني ولكن انت شايف ان انتو عملته بشكل مختلف هو عملت بشكل مختلف ده حقيقة بس مش لينا احنا لان موسل بتغير لا هو فاروق اسماعيل عمله بشكل مختلف جديد شوية واحنا في الاخر هي التيمة او الدراما هم ستة او سبع بتلاعب فيهم وانت بتحاول تقدمهم بشكل جديد او تحط لهم رؤية جديدة او كل مخرج ياخدها برؤية جديدة لكن الدراما نفسها اللي احنا بنلعب فيها لما كلهم ستة وثلاثين فكرة ستة وثلاثين فكرة بس ضبط ستة وثلاثين فكرة مش هتبتدع يا هبها بتوافق كمان على نفس احنا بنلعب ده فكرة المحاكمة الاخلاقية للعمل لانه دايما الافلام دلوقتي بتصنف كده او المسلسلات يعان ااااا المحاكمة الاخلاقية القلاة ده للمسلسلات الافلام فيها ايه باحية بيشوية وسمعة مصر هي دي بنات مصر هي دي ستات مصر واللي انا بشوف ان الفن او درسنا كده الفن مايراriqueسها للمجتمع ان احنا لما بينعكس ما يحدث في المجتمع ده فن عندي دلوقتي حادثة بجسدها في فيلم لازم بجسدها بحظة فرة عندي مسلسل بيحكي عن قضية ما قد تكن تتعادل الاختصاب لازم أجيب قضايا الاختصاب أنا بشوف أن الفنان دايما الفنان الصادق الفنان الموهوب قوي هو اللي بيبقى رقيب من غير رقيب هو اللي بيبقى فاهم بيعمل لي كويس قوي هو اللي بيبقى موصل فكرته قوي والفنان اللي مش موهوب هو اللي بيروح بيين عن الفكرة قبل حضرتك يعني فيه فرق إن حد يعمل كده وفيه حد يعمل كده يعني ينزل الكتفة قوي الشكل العام ده الفنان هو قدر الناس بنفسه والشخصية هي اللي بتجسد بتخش جواك أنت بتجسدها صح فمسألة بقى وحش حلو ضد الأخلاق مش مع الأخلاق لو ضد الأخلاق ما تتفرجش عليه لو مع الأخلاق بالنسبة لمنظورك اتفرج عليه لكن هي في النهاية أنا بشوف إن الفن مرآة عكسة للمجتمع ما يحدث في المجتمع أو ما يحدث في المجتمع إحنا بنجسده كفن لينا رؤيتنا الخاصة والفنان ليه رؤيته خاصة والمخرج له رؤيته خاصة والمتفرج له رؤيته في الفرجة برضو يعني فمسألة إن إحنا مصر الفن المصري أو السلم المصريية تحديدا اللي من التلاتينات وصلنا دلوقتي دخلنا في أكتر من مائة عام جايين بنحاكم أو جايين نحكم يعني ما كانش قدمة الأنسة حنا فيه سنة اربعة وخمسين هذا التطور من تطور من رجل اللي يبقى المرأة ويتحول إلى مرأة كان أقول له أنت مخنس تتخش الناء يعني خبال حضر أنا شايف أن الفنان وهو أصدق الناس المحافظة على فنه وبيحافظ على فنه قبل ما يحافظ على أشياء أخرى خالص يعني فنان المهوب الحقيقي لأن هناك فنان غير مهوب وغير حقيقي طيب غادة عشان يعني قبل ما نطلع فاصل يعني هسألك شوية في السباء الناس بتهتم جدا بأنه أي فيلم أو أي مسلسل حقق نجاحا كبيرا يعني أنت بيتقولي لما أقدم فيلم كويس وخلاص ولا أقدم فيلم عيني على الإرادات أكتر ما فيش أي حد فينا يختلف على أن هو نفسه يعمل فيلم يجيب به إرادات طبعا ده نوع من أنواع الطموح المشروعة بس يبقى أتخط بالشباك ما هو البعض حيقولك يعني مهدنا لأ قلت لك أن فيه فنان بيوصل لمرحلة معينة ما يقدرش يخاطب الشباك لو الفيلم متطلب منه حاجات معينة عشان يجيب رقم الشباك ما ينفعش طبعا يعني فيه نجمة طبعا هي مؤهلة دلوقتي في فترتها إنها تعمل حاجات معينة تخاطب بيها الشباك فتبقى تجيب إرادات تمام وفيه حد تاني ما ينفعش خلاص أنا عديت المرحلة دي يعني ممكن فيه ناس تقول ما تقوليش كده بس أنا بالنسبالي أنا شايف ده إن أنا مقدرش أخاطب الشباك بحاجات معينة أقدر أخاطبه بفيلم زي اللي اختاشوا ماتوا أقدر أخاطبه بعمل جماعي أقدر أخاطبه بحاجات كتير إن أشتغل مع نجمة شتاء لكن أنا أحط حاجات معينة اللي هي بقى أنت عارف يعني عشان تبقى نجمة شباك لوحدها أنا مقدرش أعملها فبالنسبالي دلوقتي إن أنا أعمل فيلم حلو وحقيقي ويفضل زي ما أنت قلت قاعد لي يبقى أنا دلوقتي رادية بي جي بقى معايا فلوس يا رب أتمنى مجيش معايا فلوس يبقى أنا برضو رادية عن أن أنا عملت فيلم كويس هيعود ليفتريشك بس الله عليك إن شاء الله إن شاء الله مروة هاخد منك تعليق أخير قبل ما تسيبين عشان ينضم لينا بقية صنع الفيلم شايف أنه الفيلم من هذا النوع يعني بيعكس مشاكل مجتمعية ومختلف شوية عن النمط اللي كان سائدا في السينما مش شوية ده مخالف كتير أنا شايف أنه هو إعادة للسينما وإعادة للدراما وإعادة القصة حقيقة وإعادة التمثيل لا شايف أنه هو فيلم جديد يعني هيعمل طفرة للسينما اللي بعد كده أو هيشجع الناس بعد كده إنهم يقدموا فيلم تقيل يعني الناس كلها بتبقى عايزة لأفلام العادية اللي عايزة القفيفة وكله كان بيخافي قد من نوعية الأفلام دي آه كان فيه مورة شوية لسينما الإفهات أو سينما الكوميديا يعني الناس عايزة تدخل تدحك يعني وبعدين دخلنا على سينما اللي فيها التوليفة التجارية تكلمنا فيها اللي فيها يعني النموذج البلطاجي طبعا دي إعادة إن شاء الله لعودة للسينما الحقيقية الجميلة اللي إحنا نقدر من خلالها إن إحنا نقدم تمثيل بقى نمسل بقى يعني من حقيقة إن إحنا نمسل ونقدم قضية وإنا كمان شايفة أنه دي جارة كبيرة جدا من المنتج أنا عايزة أقرد ورده أشكر الإنتاج ما هو هينضم لنا بعد الفاصل لأن الإنتاج عمل مجهود كبير جدا جدا ويعني مش عايزة أقول قد إيه كان إنتاج يعني بالي كتير ما تعملتش مع إنتاج بيعشاء الفن أكتر ما بيخاف على فلوسه هو كمنتج لا هو عايز يعمل فن رقم واحد مش جاي يقلب يعني بالضبط أو مش جاي المسألة بالنسباله يكسب يخسر إنما هو جاي وقدم عملا فنيا جيدا وعشان كده طلع عمل كويس الحمد لله فالعمل ده يعني الحمد لله الحمد لله كل العناصر اللي فيه آآ قدت دورها كويس جدا علشان كده إن شاء الله أنا متوقعا هو هيبقى تفرع للسينما اللي بعد كده إن شاء الله يا ميلا ياخد منك تعليق أخير طبعا أنت الفيلم جاب لك المسلسل هو يعني 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 بجدخ بشكرها جدا جدا لا لا ما تشكرنيش يا ميلا أنت لو مش مصلة كويسة ومكتهدة وشطرة ما كانش حد حي يعني دي المهنة الوحيدة اللي ماينفعش فيها محسوبية ومجاملة أنت كويس حتبقى كويس وحد تترشح أنت مش شاطر مش حتكملي حتى لو إحنا كلنا يعني أخدناك عشان صاحبتنا حبا مش حتكملي صح آآ يعني أنت ما تجملي يعني ما تجمليش ما تتدخليش لمجاملة حد في العمل الفني العمل الفني ما فيهوش مجاملة انت مش هتدخل مش هتخلي الناس تحبك بالعافية لا 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 خالص جمهور الحاجة الوحيدة بيحبك بيحبك ما بيحبكش نبي لو عملتله إيه خلاص تقفل من مجاملة والمجاملة بتخوف كمان طبعا طبعا آآ أميرة هاخد منك تعليق أخير ربنا يوفاقك إن شاء الله فيما هو قادم آآ أنا بذكر جدا أن أستاذ اسماعيل فاروق آآ هو فعلا قدى للسبع سيدات حقهم آآ ما حستش بفرق آآ بيني وما بين حد تاني مع إني أنا الجديدة عليهم وهم كلهم وده متاريخ آآ ما حستش بأي فرق خالص طول طول الوقت في الفيلم آآ آآ في المجتمع بتاعنا بجد آآ فيلم طبيعي آآ طبيعة الشخصيات فعلا ممكن توصل آآ لأي آآ لأي ست في المجتمع بتاعنا آآ يعني ما ظنش إن فيه بنت هتدخل الفيلم أو ست هتدخل الفيلم مش هتحس إن هي موجودة جواه آآ كل الكاست اللي في الفيلم الناس تعبت قوي الناس مسرت بجد آآ يعني وبشكر أستاذ إصحايا إبراهيم جدا على المجهود اللي عملوا معينا وعا الانتاج آآ المحترم بجد اللي الواحدة تعامل معاه آآ بس ده اللي قدرون ده انتو كلكم بتجمعوا على توجيه شكرة للانتاج طبعا ده اللي احترامنا ده اللي احترامنا ده اللي احترامنا مشكلة مشكلة ده الوقت بجد شكري مشكلة ده لا ده لا آخر ده لا يا آآ 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 بأخد منك تعليق أخير أيضا عشان ينضم إلينا آآ صنوع الفيلم الأساسيين طبعا أنا آآ أشكر طبعا شعاتي مجروحة بالنسبة لإسماعيل فاروق لأنه صديق وأخ وفنان رائع بشكره على هذا المجهود الرائع وبشكره على الاتجاه الجديد على المصابرة أنه يعمل فيلم بشكل جديد بشكر محمد عدد خالق السيناريست الرائع اللي قدم لنا هذا الفيلم بشكر شركة المنتجة طبعا بشكر كل زمايلي فردا فردا آآ لأنهم تعبوا جدا آآ وقدمنا فيلم في أجواء وفي وقت وفي الظروف وفي اقتصاد وحاجات كتيرة جدا بنقول أن إحنا موجودين آآ وحقيقة أنا بتفرج وأنا سعيد أنا في المبارات التمثيل دي كلها مع كل زملائي آآ وبشكرهم جميعا وإن شاء الله أتمنى أمنية شخصية نجاح مسلسل الخانكة لأنه بالنسبة لي قضية شخصية وإن شاء الله نكسر الدنيا به يا رب يا رب والفيلم بدعوا كل الجمهور اللي ما دخلش يخش إنه فيلم راقي فيلم بنفرج على سينما جميلة مش نظيفة أو غير نظيفة سينما جميلة فن جميل نتمنى إن كل من في الفيلم يستفيد إن شاء الله بمر الله سبحانه وتعالى والشباك يستفيد والإنتاج يستفيد وإن شاء الله يبقى فيلم كبير جداً ويستمر لحد بعد رمضان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد الفاصل هتكمل معنا غادة وعبير وهينضم إلينا المخرج لأستاذ إسماعيل فاروق المؤلف لأستاذ محمد عبدالخالق والمشرف على الإنتاج لأستاذ ممدوح الورداني دي عمارة بنسيون شيشة المكان اللي جامع السبع ستات أبطال حكايتنا بيعتي الوراية واللي قدامي كلها عشان خطره طب أحب 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 تهلي زمن الرجالة ده انتها خلاص الراجل بيتعامل مع الستة على إنها محل بآلة ياخد اللي هو عايزه منعرفه حبيني زي مانا رقاصها لأنتو كرحتوني في الجواز إيه حكايتك مع الستة أسماع؟ مذكور أخوي عارف طريق أعلمت كل حاجة عليك أنا من غير الكديم ما كنتش تعملت حاجة لا كل صحابة يقولوا عليك إنك ستة مش كويزة وبتعملي حاجات وحشة ليه كده يا ماما ليه؟ بس عده أمشي لو راست على قتلي هد مين صاحبت الزفت البنسيون ده؟ لا هتلف تلف وترجعي حتى لو هتف التراب مش هرجعلك ده أصلاح يخشي متجاوزة إرهابي بعيدة عني ما بدخلش شوع يا رحمة وأنا اللي فاكر الشوق جايبك عشان نعطف ونلطف دخلنا شغل التعابير تكلمي عيدي لبيت لحباسك دمعي يا رد السجار محيات مريم بنتي مريم ما عملتش حاجة مريم ما كفكيش تعطيها في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك يعني اللي هيجيب سنة تحت هنسيبوا يتكلم يا صفية هنسيبوا يتكلم وحنعمل نفسنا كمان بسماعينه انت ايه؟ اعلميني ايه؟ اللي بنا كان وجدي ما كانش شعر انت ايه يا اخي شتان ريابتك ايه اللي داما على اللي عملتو فينا داما على اللي عملتو ده بالحتة كلها يعني السكينة اللي عليها بقى صمت ايدك دي جات ازاي؟ وانتي بمسكتاش ابوح يدومك لو وريك رد السجور دي هتاعمل فيك ايه؟ اه؟ يعني يموتوا محروئين بيعيشوا مفتحين ما هيسرتاح؟ مشاهدينا نحييكم من جديد انضم الينا الاستاذ اسماعيل فاروق المخج واستاذ اسماعيل اهلا بيك أستاذ محمد عبدالخالق السيناريس المؤلف أستاذ محمد أهلا بيك أستاذ ممدوح الورداني المشرف على الإنتاج أستاذ ممدوح أهلا بيك أستاذ إسماعيل عايز لازم أسألك السؤال البديل المنطقي على طول الناس بتقول زي من رأس المشاربين أفساد أجيالا فبمسكوا في عبد موتى أيضا إنه هو السبب في البلطاجة في مصر قبل ما شوف بقى النقلة في الفيلم ده بتوافع على الاتهام ده بسم الله الرحمن الرحيم لا طبعا مش موافق علي تماما يعني خلي باك ده دور بقى وكيل النيابة لغدا قاعدة تقول لنا قاعدة وخايفة لا طبعا مش موافق على التصنيف ده خالص لأن ما ينفعش إن احنا نشايل عمل سينمائي تدهور الأخلاق في المجتمع ونقول إن المجتمع تدهور أخلاقيا أو أطفالنا بيتصرفوا أخلاقيا غلط لأن هم تفرجوا على عبد موتى وبيقلدوه وأنا عبد موتى ما كانش بلطجي عبد موتى كان تجر مخدرات عبد موتى كان فيه رسالة بتقول إن نفعل يا ابن أدم ما شئت كما تدين وتدين عملت كده مع بنات الناس عمل كده مع أختك قتلت حد هتتعدم في الآخر كان فيه رسالة تقويمية ما تفهمتش في الوقت اللي نزل فيه الفيلم لأنه كانت البلد فيه حالة عشوائية ما حدش بص على الرسالة وإنه نموذج البلطجي كان موجودا في المجتمع بلزبط ده أنا جبته من جوة المجتمع أنا على فكرة عشان أعمل عبد موتى أنا نزلت رحت أماكن شفت فيها بني أدمين مسيطرين على الأماكن دي ومنه إحنا عملنا ده علشان نقول يا حكومة خلوا بالكو إن فيه ناس بتاجر في المخدرات على فكرة هو مش بلطجي وتاجر مخدرات وبيستعمل العنف في تجارة المخدرات خلوا بالكو فيه ناس الناس دي بتعمل ده في المجتمع ده في ساعة غياب الأمن فخلوا بالكو لأن الزهارة دي هتتفشى سابوا كل ده ومسكوا في التشيرت اللي بيتقلع علشان فيه ناس كانت بتقلع ده واللي يعدي الخط ده هيموت دي النظرة السطحية المجتمعية لفيلم بيسيبوا كل حاجة ويمسكوا في القشرة بتاعته لأ امسكوا شوفوا الفيلم ده معمول ليه ولو عايزين نتكلم بقى في أفلام فتعالوا بقى نتكلم على أفلام الدعرة إنها بتوجه بناتنا إن هم يروحوا أشواء دعرة تعالوا نتكلم على إبراهيم لابيت بتاع أحمد السقم هو كان بلتاجي برضو على فكرة وما تقلش عليه حاج مش معنا محمد رمضانيا تعالوا نتكلم على فيلم خالد يوسف حين ما يصار أنه هو بيتكلم على العشوائيات وزينا المحارم ومش عارف إيه والكلام اللي بقى يعني لو إحنا مسكنا كل فيلم على فكرة هم زميلي وأنا بنصف لهم أفلامهم تمام؟ أنا بقول إن السينما بس أنت ضد تحميل فيلم ما يفعش أحمل بالزبط كده زي ما مدرس مشاربيني لك هي مسؤولة عن إفساد المدرس قوم ولادك بقى قوم ولادك إن هم ما ينزلوش يروحوا السينما اللي هو بيعمله دلوقتي دكتور خالد عبد الجليل المشروع العظيم بتاع الرقابة اللي عمله دكتور خالد عبد الجليل إن هو بيصنف الموضوع عمريا إحنا دلوقتي عندنا مشهد فيه دم فما ينفعش يخشه تحت 16 سنة أول قضية بتاعت الفيلم عموما إنها الستات وموضع الستات دي يدخلوها 16 فيه ما فوق علشان هم دول اللي هيتعلموا تحت الستاشر مش هيفهم ده رح مصنف الفيلم بتاع حسن وبقلز 8 سنين إشرف عائلي علشان فيه سجارة حشيش بتشارب فهو مش عايز الأطفال يشوفوا ده علشان ما يقلدوش من غير ما يكونوا فاهمين فهو ده على فكرة دي تجربة أنا رحت عادت معاه في المكتب وشفت التجربة دي على مستوى العالم كلها إزاي نصنف الأفلام عمرية يعني أنت مع التصنيف ده بس التصنيف ده ممكن يظلم فيلمك ده في عائلات تقول لما تلاقي 16 سنة ممكن يقول ده فيه ناس هتخشه هتطلع تقول الفيلم فيهوش حاجة وهدك كإعلام كبير بتتفرج على الفيلم وتقول الفيلم فيهوش حاجة يعني في الآخر الإعلام بتاع الفيلم فيهوش حاجة لكن التصنيف ده هو اللي هيحمي ولادنا من مش أي حد يخش أي فيلم يتفرج عليه وده هيخاء هو ده التخوين فعلا أنت بتأتب على الولاد الصغيرين أن هم شافوا عبده موتى فبيقلدوه له عبده موتى أنت بتدفع تيكت وتخش السينما امنع الطفل ده أنه يخش السينما ما تمنعش الفيلم امنع الطفل أنت كأب وكأم قوموا ولادكو امنعه ده ما ترميش على الفيلم ارمي على البيت أن أنت سبت ابنك الصغير اللي عنده 12-13 سنة ده يروح السينما يتفرج على فيلم زي ده مش إحنا اللي غلطانين لأننا بنقدمه الشريحة أنت اللي بعدت ابنك يتفرج على فيلم تاني طيب عشان ما نغوص شاوف ده حتى لو اختلافنا في بعض النقاط بس إنت في اللي اختش وما تقول تاخد شكلا مختلفا خالص يعني هنا الفيلم حتى بيغوص في أعماق سبع سيدات سبع سيدات كل واحدة فيهم عندها مشاكل نفسية واجتماعية زي اللي موجودة عند أي ست في المجتمع يعني مزبوط دي رؤية مجتمعية للست تمام الست على مدار السنين اللي فاتت اتظلمت جدا في الأفلام اه اتصدرت الست المصرية بطريقة مش حلوة تمام كده في أفلام كتيرة جدا فأنا حبيت إن أنا أنصف الست المصرية إن احنا ستانتنا المصريين الناس كويسين جدا ومحترمين جدا وبلاش المجتمع يصدر أحكام على أي ست يشوفها إنها بتتصرف من غير ما يشوف حياتها عاملة إزاي الأول فما حدش له دعوة أنا بقى خدت شريحة بتاعة الستات اللي عايشها الوحدة تمام اللي بيعيشوا في شواء لوحدهم المختربات اللي عايشين في البنسيون في مدلة جماعية بسبب الظروف الاجتماعية مش عايشة الوحدة حلالا يعني لا الظروف المختبعية أنا برضو مقدرش أقول إنها عايشة الوحدة حلالا مين اللي خلاني قيم ده مين اللي حطيني إن أنا قيم مجتمع أو قيم ستة أقول إنها عايشة حلاليا أو ستة كويسة أنا مقيمش خلونا نعيش كده مع بعض كل واحد في حاله كل واحد يشوف بيته ونفسه بلاش حد يعمل واصي على حد فهو الفيلم بيقول كده الفيلم لما الناس المجتمع اللي حوالين البنسيون عمل وصاية عمل وصاية على البنسيون بدأوا يأذوا البنات اللي جواب البنسيون ما فيه جملة يعني في لو بقولك طول ما الستات دي موجودة في البنسيون حالنا يعني ربنا عيفضل غضبان علينا طول ما الستات الشمال 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 دول موجودين في البنسيون احنا ربنا هيفضل وقف حالنا طب انت ايه اللي عرفك انه هم استات الشمال دول ما بيعملوش ايه حاجة في حياتهم غير انه هم بيحلوا مشاكلهم ملمين بعض وقفلين على بعض عشان نحصل لهمش حاجة اللي هي فكرة ايدانة الست ايدانة الست بدون واجه حق محدش واصي على حد ومحدش يتكلم على حد ومحدش يدعب حياة حد أنا مليش دعب حياتك طالما انت ليك حياتك ومقفول عليها أنا هنظر على حياتك ليه واقول اصل البيت ده بيحصل فيه كذا كذا ليه انا شفت ايه هي النظرة بتاعت ان يلا كلنا بنتكلم فإلا كلنا نمشوا واربعات يلا كلنا نعمل فيلم يلا كلنا نكرروا واربعات يعني اختشوا ماتوا ونجحة تجربة السبعة ستات يلا هتلاقي سيزون جاي كله بيتكلم افلام ستات يلا احنا عملنا افلام فيها رقاصة ومش عارف ايه وكده يلا كله عمل كده اه طالما ناها احنا بنتوجه احنا بنتوجه كده فيلا كلنا نقول ان البنسيون ده البنسيون ده فيه ستات منحلة اللي ما شافش هيقول عليهم كده علشان هو سيمة حد بيقول كده فيدي النظر انا عايز اوقفها محدش يتكلم على حد من غير ما يكون متأكد من ده وحتى لو هم متأكم ده ما تتكلمش لان انت ملكش انت تتكلم طيب هاخد هدي الفنانة هدي الكرم يا هدي اهلا بيكي اهلا بيكي يا ستو اهلا بيكي كل الكاست بتاع الفيلم اهلا بيكي وكنا نتمنى تبقى معانا انا كمان كنت اتمنى جدا ده يا سعيد الفيلم لانك من الشخصيات ايضا من السبع سيدات يعني السبع سيدات كل واحدة فيه مشاكل نفسية واجتماعية هدي تعملتي مع الفيلم ازاي مع عمق الشخصية المتعلقة بيكي خاصة يعني انت بتتعامل فيه زوج عنده ازدواجية وانت عندك طموحات متعلقة بالتمثيل شايفة الشخصية ازاي يعني سمعاني ممكن هيدي تحركة بتليفون عشان الشبكة واضح فيها مشكلة كده احسن اه اه كده كويس اه لا احسن انا مش عارفة ابدأ منين بس انا عايز اقول انه انا حقيقي في الفيلم ده بالنسبالي كان يعني مش عايز اقول كلامة قبل كده بس دي حقيقة ده بداية جديدة ليا لانه انا في الفيلم ده وثقت ثقة عمياء وكانت ثقة في محلها فقط اسمعي الفروض لانه هو انا سلمت ونفسي انا طول قبل كده طول عمبي بمثل وانا هيدي انا في الفيلم ده بجد بجد يعني ما مثلتش من السكة ولا بالطريقة ولا من مدرسة اللي انا متعودة امثل منها اه استاذ معيش كان بيوجهني في كل مشهد حقيقي وانا كنت مطيعة لتوجيهاته وثقت فيه وكانت النتيجة انا مبسطت منها جدا 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 لان انا غيرت جلدي حقيقي في الفيلم ده شخصية ببيرة اللي انا بقدمها شخصية بعيدة عني تماما في الخلفية الثقافية والاجتماعية في الظروف الحياتية في الخبرات الانسانية بعيدة تماما عن هيدي وهنا كان بجد المختلف والجديد وهنا كان تجاعة مخرج حقيقي شفني في دور زي ده لانه محدش قبل كده شفني في الحتة دي ابدا ولا حد قبل كده ادني الفرصة فتعملت مع الشخصية اريتها كويس اوي الورق مكتوب حلو اوي سيد محمد عبدالخالق كاتب ورق رائع رائع بجد حقيقي كل شخصية مكتوبة بعمق وعلى حدة تماما وكانها هي البطلة الوحيدة في العمل فكل شخصية مكتوبة تفاصيل وابعاد كتير وحاجات تخلي اللي بيقراها يحسها ويشوفها قدامه زي ما تكون من لحمه دم مع بقى مخرج بيوجه وامين على كل كلمة بتتقال من الممثل بطلع شغل حلوة الحمد لله كل الناس راضي عنه دي حقيقة يعني هدي الدعاية اللي سبقت الفيلم اوي وحنا سألنا اتكلمنا في ده من شوية انه الفيلم طالما فيه سبع ستات يبقى الفيلم مليء بالمشاهد الاباحية شايفة دي دعاية مقصودة يعني لمحاولة تشويه الفيلم قبل عرضه؟ يعني انا شايفة ان البرومو والتريلر والاعلان والاغنية فيهمش اي حاجة كون الناس بقى مصرة ان هي تنسب للفيلم حاجة هو مش فيه او حاجة مش فيه اساسا دي نواية بقى كل بني ادم واتجاهات شخصية لكل انسان وانطباعات عند كل واحد ورغبات يمكن عند كل واحد طلع الاشعاد دي لكن هو لا الفيلم ولا مضمون ولا حتى البرومو او التريلر او الاغنية بتقول او بتبني انت عن اي حاجة اباحية يعني حتى انا مش مدركة الناس استبقت وحطت الفكرة دي في مخها منين يعني حتى انا نفسي احط ايدي على حتة في البرومو او حتة في التريلر او حتة في الاغنية بتقول انه اوه الحتة دي قدت الانطباع ده حتى مش لقيا فدي رغبات شخصية وتوجهات شخصية احنا مش مسؤولين عنها في الفيلم بتاتا يعني وهي لو عملت دعاية انا ما اعتقدش ان هي دي كان دعاية اصلا مطلوبة يعني لا اعتقد من قصة سماعيل ولا الشركة المنتجة ولا اي حد كان يهدف ان يعمل دعاية من السكة دي او بالطريقة دي يعني ما كانش الهدف اعتقدت هي جد كده يعني غادن طبعا هي دي في الفيلم كمان يعني هي الاكثر اقتربا منك يعني الصداقة بينك وبينها وطيدة يعني شايفة دور هي دي عمل ازاي حلو قوي بجديد وده مش كلام انا كلام يعني ناس قريبة مني جدا دخلت الفيلم وخرجت قالت لي انها غيرت جلدها تماما مش يعني مش هي حد جديد مختلفة اه مختلفة طبعا انا انا بجد اه يعني انا انا غادة اول مرة اه كنت اقواف قدامها اه وامثل قدامها اه يعني انا عايز اقول ان انا لما بقواف قدام غادة او قدام انا قلت في البيت عندي لا اهلي اه حقيقي بيني وبينهم وهما يشهدوا على كلامنا انا قلت ان انا موقفت قدام غادة حسنت ان انا وقفة قدام احمد زكي الستة يا حبيبتي ربنا خليك لها مش الدرجات يا حقيقة على فكرة انا مني بجامل غدا انا وغادة لا 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 بزاكي ده لا بغض منهم حالة لا يمكن ترجع تاني ولا حاجة كبيرة جدا بس انا بجد اه انا مكلمش انا وغدا كتير اثناء التصوير ولا حتى بعد التصوير بس انا بقول من وراها كلام لان انا مبعرفش جامل ولو قلت لها فوشها هتفتكر ان انا بجاملها بس حقيقي يعني انا اه اه وقفت قدام موهبة كبيرة جدا انا اخليك انت اللي امر لازم ادحك بقى رئيسة وعايدة كمان قاعدين كمان فهدي بتقول ايه بقولك ايه احنا ملاش دعوة انت اللي جاي للفيلم اه جاي في رسمة جاي قلت لها لا يا حبيبتي احنا سبعة الحكاية المتقسمة علينا احنا السبعة بس اه يعني ان شاء الله باذن الله لو الفيلم ما عدى خمسة ستة مليون جنيه اكيد 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 انا المطا وحيدة اه 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 انا النجمة وكلكو وكلكو جايين سنيدة عشان تلقي فاهمة يعني يا هادي فقيتلي بقى قلتلها ايوة احنا لحد دولتي لسه ما عدناش الخمسة اول ما عديهم وقولك انا النجمة وانتو كلوك جايين تخدموا علي يا كنفارس اللي هو النجاح ليه ولكن الانتشل لنا جميع اللي قلتلنا احنا السبعة ده اللي قلتل علينا شكرا يا هادي على الاداي المتميز اللي انت عملتي في الفيلم بجد بشكرك علينا هادي بتوجيلك بالشكرة ألف شكرة أستاذ محمد اللي اختشوا وماتوا يعني انت كمان صاحب الاسم ولا الاسم كان فيه تشاور مع الأستاذ إسماعيل لا هو الحال مشروع كله كان من الأول يعني ما كانش قصة مخزونة بالنسبة لي أو سيناريو تكتب وعيدنا كتبته مثلا لا هو كان مشروع لصناعة فيلم بالنسبة لإسماعيل يبقى خطوة وبالنسبة لي يبقى خطوة يعني وليد مناقشات وليد مناقشات عن سبع سيدات مشاكلهم جايز مش سبع بالذات لكن يعني احنا كان غرضنا السؤال اللي هو لقيناه بيحصل من قبل نزول الفيلم الاستباق اللي حصل من بعض الصحفيين انه فيلم فيه سبع ستات يبقى فيلم فيه مشاهد إطارة وكذا كذا كذا حتى ان احد الصحفيين قبل الفيلم سألني السؤال لا كتير سأل الحقيقة احدهم سألني سؤال انه وطبعا الفيلم فيه مشاهد إطارة وكذا وكذا قلت له يعني انا مش عايزة حرجك وقولك حاجة لكن طب السنة ما تشوف الفيلم بعد ما شاف الفيلم قال لي يا فين مشاهد الإطارة والحقيقة ان احنا لما بدأنا نعمل الفيلم كنا بنفكر في ده هو ايه اللي يخلي الناس تعمل حكم مسبق انه المقاربة اللي بيعملها الفيلم هي اللي حصلت عليه وهو الفيلم بيتناول الأحكام المسبقة على الستات تحديدا من السهل استهدافهن بالزبط لو الفيلم فيه سبع رجالة عادي محدش هيقول انه فيلم فيه سبع رجالة يبقى ايه مش حاجة فيلم فيه سبع ستات يبقى الفيلم ده فيه شوية أحكام كثير يعني فاحنا الحقيقة جايز مش مقصود الدعاية دي لكن مقصود انه انت لما تاخد الموقف وبعدين تشوف الفيلم فتخرج من الفيلم بحكم مختلف فيؤدي بشكل لا مباشر ومن غير توجيه انه بعض الرجالة بالتحديد الرجالة يعني والبزات اللي عندهم موقف من المرأة بيطلعوا حاسين انه هم حكموا غلط يعني بعض الجماهير او كده لما بتقابلني في السينما او العرفهم لما يكلموني يقول لنا الحقيقة اسف انا كنت متصور حاجة بس لما دخلت انبسطت قوي وانتوا عاملين حاجة يعني تضاف لي الكلاسيكيات وانا عايزة بعت بناتي بقى لوحدهم يشوف الفيلم هو ده الهدف الاصلي من الفكرة دي فكرة انه هو ايه اللي ياخد الناس فكرة وان تبقى المقربة اللي حصلت في الفيلم هي المقصودة في الواقع ماليش دعوة بان المقربة دي لما الصحفة قدمتها ما رجعتش تقول عكسها بالعكس انا يعني في حتة كده غريبة شوية واتمنى انه الزمل الصحفيين يبقى يعني يتسع صدرهم لينا انه هم زعلوا ان الفيلم ما كانش فيه مشاهد اصار خرجوا يوم العرض اه لانه يقولك عندي سبع ستات مفيش مادة فيلناية جميلات يوم العرض الخاص كان فيه زعل من بعض الصحفيين انه هيكتب ايه مش هيقول مايو فلانة ولا يقول لدرجة انه يعني بقى فيه زعل المادة اللي هو هيشتغل عليها ملقاهاش هيطلع يكلم عن فيلم وحكاية ودراما الحقيقة انه انا بس اقوله يعني الصحافة الفنية يعني بتحاول انها تلعب على التصيد يعني لا يعني هو احنا زي ما احنا بنشتغل الفيلم الصحفي عايز يعمل مادته والاعلامي عايز يقدم مادته احنا بس كله بقوله انه استخدم يعني استخدم الوسيط بتاعك لاخره انت قدمت تركيبة الفيلم بطريقة لقيت الطريقة مغيرة اللي انت بتفكر فيه عيد تقديم الفكرة للجمهور علشان توضحه يبقى انت قمت بدورك اللي في التركيبة اللي في الباكتج دا احنا فيه عرض للقضية وبعدين فيه اعادة تقديم للقضية الاعادة التقديم بقى ما حصلتش من بعض الصحفيين طبعا فيه ناس تانية كتبت عن الفيلم نقد تحليلي تفصيلي دخلوا شايفوا زي حضرتك ادونا مساحة ان احنا نتكلم شرحوا للجمهور تعال اشوف فيلم لانك هتدخل وتخرج وعندك اراء جديدة او مختلفة احنا ما ابتدعناش على فكرة قضية ولا دراما ولا ولا احنا بنرجع بس حاجات كانت موجودة في السينما المصرية بعشرات الافلام احنا بس افتقدناها شوية وبقى انا بنروح لانه ايه اللي بينجح الفيلم الكومي دي صبعا بيبقى اقرب للجمهور لانه بيروح للولاد الصغيرين اللي هم جمهور رئيسي للسينما والفيلم الاكشن فالابتدع اشكال كانت موجودة في السينما المصرية واختفت هو محاولة رجوع السينما تاني تستهدف جمهورها اه والتنوع يعني ما فيش مشكلة ان يبقى موجود ده وده وده بالعكس هو ده من مزايا الموسم ده انه هو موسم متنوع جدا وجميل ومسعد وبيدي بهجة وبيدي انطباع ان السينما المصرية اللي هي احد اهم اذرع الثقافة المصرية راجعة تاني توقف على رجليها وبقوة وبصلابة وجمهور مساندها وكل متفرج دخل شفل منه رجع بعد متفرجين ودي ميزة بقى لما يكون الفيلم وراه مضمون الحمد لله بيخليه يطول ويعمل المطلوب منه والمطلوب منه اثره اكتر من نتيجته المالية خاصة انه من اللحظة الاولى وانا بقعه ده انا اسمعين وبقى فيه منتج الحقيقة تفاجئنا بمنتج بيقولنا يا جماعة مش انتو بتفكروا تعملوا فيلم يسيب اثر انا كمان عايز اعمل فيلم يسيب اثر فحط علينا عيب ابصر استاذ ممدوح موناخد ده يعني في الوقت ده الناس بتقول انه سوء الانتاج حتى بيضعف بيقل يعني الناس حتى بتخاف فانت هنا دي دي اول اول تجربة لكم يعني ده صحيح لكن ليه قلت لما تقطحم الانتاج في وقت يعني بيهرب فيه المنتجون من الانتاج في الحقيقة المسألة الاقتحام النجاح لابد يكون ليه تاريخ شركة الرماس هي احدى شركات اسحاق جروب المهندس اسحاق بصراحة هو الوقف ودعمنا وطلب مننا احنا من خلال خمسة شهر اللي فاتت اننا عايز ادخل اشوف انتاج ضخم يليق باسمي يليق بنجاح فالانسان اللي عنده جزور انتاجه يبان حتى وان كان اول انتاج هو مش اول انتاج نجاحات لأ انت عندك نجاح سابق اذا لما تنتج دلوقتي شيء بياخد من من مضيك لازم يبقى وراء كل انسان ناجح لازم يكون فيه ماضي فيه هستوري بيقول انا ناجح خافوا على اسمي ده اللي احنا عملناه احنا ما فكرناهش زي اي انتاج ما بيقول لا انا هجيب كام الكلام ده ما حصلش احنا في ورش العمل عمرنا ما سمعنا ان ان رئيس مجلس دارة بيقول لنا بصوا انا عايزكوا تنتجوا بطريقة معينة عشان تيجيبولي حجم فلوس قد كده لأ اه انتو بتنتجوا ايه هيتحط في تاريخي حافظوا كونوا حريصين على اسمي كونوا حريصين على العمل ما تفكرش في مسألة ان انا عايزكم ميرشيل عايزه بيبقى تجاري بقى والناس تدفل اه انتشوف ايه المشاهيات اللي بتنجح الافلام بالوقتي ونعملها الفيلم ده هيعيش في بيوتنا احنا بنتفرج على الافلام من اربعين وخمسين سنة فالفيلم ده اللي احنا انتجناه النهاردة دوت ما نغاشو قول الزمان يرجع الزمان لو انا عملته بطريقة معينة وطريقة كون ميرشيل وديها عدت وحقق لفلوس مش هقدر اقول ايه تعال هاسمعين نرجع تاني الفيلم تعال ايه نزيل الحتة ديت لا الانتاج كان حريص من اول يوم وهو بيصرف بيقول لك خلي بالك انت داخل بيوتنا شوف بقى اللفظ اللي احنا اسمعناه المهندس اسحق قال انت داخل بيوتنا افهموا الكلمة دي وكونوا حريصين لاني السينما زي السكينة اقدر اقتل بيها واقدر اقطع بيها تفاح ودي الحاجة اللي الناس مش عارفها انها سوى جهين اما ان هي تكون مدمرة لحياتنا الاجتماعية او ناقلة للاخلاقيات احنا النهار دا بقولنا اللي اختشوا الناس كلها قالت لك دورها ايه دورها حمام بقوا يقلفوا طول الخمس تشهر وهنا بنصور وحنا بنعمل ورش العمل وكل واحد يقلف حاجة فاكرينها اه السوء اللي اختشوا ما يترو يعني هي التعبير عن قصة شهيرة يعني انه بيت حصل فيه الحريق فاللي قال انا هنزل بقمص النوم يعني نجا لكن اللي قال انا ما ادخل اللي اختشها يعني مال لا ده السبع ستات دول اللي اختشوا السبع ستات دول الستات اللي الناس بتحكم عليها بغير الواقع وده اللي بيحصل فاحنا مقدمنا ديات وبإذن الله في السلسلة اللي جاية بإذن الله تعالى وفي جميع عملنا انا لازم اقدم هدف مش بقدم فلوس عشان اخذ فلوس لأ انا بقدم هدف يعني انتم مكملين في الانتاج يعني دخلين حاجة بإذن الله تعالى يعني الرماس هيكون لها دور اجتماعي هيكون قوي طيب غدا في الفيلم طبعا يعني وانا شايفوا انتم يعني الناس بتتكلم كده انه كان الهدف يعني هو صناعة فيلم فيلم جيد وصناعة فيلم يعني يبقى فيه كمان مختلف عن ربما السائد يعني واللي موجود انت بتبص كمان على السينما قلت هبقى حريصة على ان لازم اقدم سينما بشكل دائم ولا هتنقطع يعني فيلم وتنقطع لعدة سنوات لا اتمنى طبعا ان انا اعمل حاجة قريب بس مش هقدر بقى يعني لازم يكون برضو فيلم جيد بقدم فيه دور جديد لازم يكون الانتاج انتاج كويس نبقاش دخل حاجة حاسة ان هي هتتقلب بسرعة لازم يكون مخرج شايفني وانا مستأمنا لازم يبقى كذا حاجة موجودة لكن فيلم المجرد فيلمه عشان انزل واشتغل لأ هتبقى بالنسبة لي صعب ممكن اقول حاجة على مستأمنا اه كنت عبقى مستأمنا دي انا كنت باسمع الحوار في الاول لما كنت عالك بتقول المرة وغادة على موضوع المونتاج والتدخل المنتاج اللي عندها في البيت اه اللي بيجي مع العشدة من اول يوم انا رحت لها اتفعت معها لحاجات ان يا غدا انت نجمة مصر وعلى عرش الدراما ان شاء الله على عرش السينما احنا الفيلم سبعة ستات في اي مشاكل قالتلي لأ خلص احنا السبعة على خط واحد اه معا انه طبعا اللي هي البطل اللي عايزة تنفرد هتقول لي تجيب ست ستات جنبي اطلاقا قلتلي لها الورق ايه قالتلي ما عنديش في اي حاجة ممكن يبقى عندي تفصلتين تراتة كده هنقعد نتكلم فيهم مع بعض طب التريلر كل واحدة فيكو شوت ولا اي حاجة طب يا غدا تحبي بعثلك تشوفي شوتات كده في التصوير مش عال لا انا تمام تسور وما تجيش على المونيتور تروح تقعد كده تمسك الموبايل وتقعد على كورسي كده على جنب وتقعد ماسك الموبايل انا بقولش هذا لله يعني تقام الفيلم خلص خلاص والمشروف خلاص انا جاي دفع عنها تجاي فعل خير انا جاي علشان قطر اخلص حاجة من ربنا انا عارف الكلام اللي بيتقال عارف الكلام اللي بيتقال ومحاولة تشويه النجوم علشان يديقوا للناس ما تشتغلش معهم او يخلوا في حذر انهم يشتغلوا معهم دي انا بس بقول للشاهدة دي اه لكن المشكلة انت اللي هي بتاعت مروة اللبنانية انها قالت اتحزف لها مشاهد كتير انت قلت لها عايزك اتحزف لها فعلا ولا الحزف في صياق مسئولية المخك في الاقاع وفي البنى يعني يعني انا ما اسمعتش الكومنت ده قبل كده من حد يعني ما انا حزفت العبير وحزفت الغادة وحزفت اليوم كلهم وما حدش بمأيامش بال احنا بنبعش تماطم انا بقى عامل قد مشاهد قد كده فعايز احطها كلها على الموضوع مش كده الفيلم ليه وحدة درامية لازم نشتغل عليها اه وبعدين هي هو ممكن يكون فيه وعي لسه ما اكتمالش في التمثيل تمام بس انا عزرها انها عملت مجهود في المشاهد دي ومثلت وحاولت تتقن دورها باخصى حاجة وانا بشكرها على وجودها معانا وقول لها انها ما تزعلش على اي حاجة تشالت هي لما هيزيد ندوجها الفني في التمثيل لان هي مطربة فلما تعمل ادوار تمثيل تانية ويزيدوا ندوج ده هتفهم يعني ايه انها ما تسألش على حاجة زي كده يعني غادة مجادش سألتني هو فين المشهد بتاعي وانا قاعدة ببص على صورة بنتي وبعيط يعني والمشهد اللي انا كنت وقف فيه عند الدولاب وبكلم بنتي بش دي كلها مشهده كل ده انت حزبت كل ده انا حزبته ففي المشهد انا واحمد صفوت واحنا عادين في العربية لما جالنا زيزو سلم يعني انا بعدي مشاهد على بك فين مشهدي وانا عاد عالكورسي شوفتي اه هو فين مشهدي وانا عزرين وانا عزين يعني بلاحظ شايف وعبير بتعاني من حاجتين النزق والقلق بالزق والقلق وريحة في الوقتين وريحة جاية بتقول كده تلاتة مع بعض فان الممثل اللي عنده وعي وخلاص اكتمل نضوغه الفني ببقى فاهم ان هو وثق زي ما ما تقال قبل كده وثق في المخرج اللي هو بيشتغل معاه انه هو مش هيدره وهيطلع العمل ده على احسن صورة لكل الناس فده طبعا عشان البنى والاقاية طبعا بس المشاعر الانسانية مع غادة باتجاه بانتهى يعني عالية يعني لان هي نوطة البعض ها طبعا ما هو انا اكتشفت في لحظة في الفيلم ان احنا الوجبة اكتملت يعني المشاهد اللي موجودة اكملت الوجبة لو انا حطيت مشهد تاني هيضع في الفيلم هيوديني في حتة ان هو هيضع في الفيلم فتعال نعزف المشاهد ده علشان خطر اشوق الناس اه يعني ممكن لما تزود في المشاهد الانسانية لما تزود في الجرعة ده يبقى ضد يبقى ضد اه يعني انت يبقى عندك حاجات تزودها تبقى ضد لما تزود وتقعد تجود وتقعد تزود وتشحم في الناس في موضوع البنت الصغيرة ده ممكن يبقى ضد انا خط اللي انا عايزه من مجموعة مشاهد لقيت المشاهد اللي بعد كده لان رؤية الفيلم في الاخر وهو محدش فيه مشاف الفيلم في الاخر في العرض الخاص وانا قصدت ان ده يحصل ومحدش طلب على فكرة يعني هو محدش طلب كلهم التزموا ان انا عارفين ان انا مش هوري حد في العرض الخاص يا جماعة هتشوفوا فيلم السينما في السينما علشان تشوفوه بمزيكة بمكسب على شاشة كبيرة علشان تحسوا بالفيلم اللي انتو مثلتوه لان انتو النهار ده انا لو جبتك اتفرجت على المونتاج لك انك بتفرج على المسالسة البقى هتتفرج عليه مش هتاخد التأثير بتاع الشاشة الكبيرة بتاعت السينما فقصدت ان كلهم يشوفوا الفيلم في العرض الخاص فطبعا انت لما تشوف الفيلم كامل متكامل ما بتحسش بقى ان انت تشاهلك حاجة لانك شايف ان الميزان مزبوط طيب هاخد دكتورة اماني اردنية مقيمة في مصر دكتورة اماني تفضلي سأل خير يا سيد واحد سأل خير تفضلي فان اولا ما خليني قبل ما امشي على ضيوفك اقولك عنا بالاوردن تقوله هالرجال مهيوب فمهيوب يعني يحمل الهيبة لان نعل الصوت يا جماعة نعل نستمعين عشان كده مدام غادة خايفة منك بس لا بتقولي ايه تاني خلي ايه ما نسمعتش بقولك احنا بالاوردن عنا مثل بنقول هالرجال مهيوب يعني عشان كده مدام غادة خايفة منك الله يخليك يا دكتور اماني ان شاء الله يزول اولا بمسي على ضيوفك بمسي على ضيوفك جميعا وانا شفت الفيلم الفيلم رائع 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 وخليني امسي على بالنسبة لي هادا رأيي ملكة ملكة النجمة في شيرها غادة عبدالراد يا حبيبتي مسي ربنا يخليكي وانا عارفة انو احنا تحديدا من اهل الاردن انا معزة خاصة عندك لانو روتانا تركت روتانا درست اه سنتين هناك وانا كنت معاها فعلا اه سنتين مع روتانا اه روتانا كنت بتدرس طيران هناك سنتين وانا كنت بروح وواجي واروح لها واجي وودي لها بقى يسريا اختي ما اعرف عاب كننا عاملين عليها عاملين عليها ايه بقى يعني كل واحد يستلمها شوية يسريا اختي شوية ترجع اروح انا انا ارجع ابعت لها زيز اختك كبيرة دوريات اه دوريات يعني فعايشنا سنتين هناك اه وهي انتهت من الطيراء اه الحمد لله تخرجت طيب اه تفضلي كميلة حتى تفضلي اه اولا خليني اقولك يا استاذ وائل انا متأكدة انا ما بعرف بس متأكدة انه مدام غادة من برج السرطان اللي هو نفس برجي والفضلية اللي غنتها الجنات هي تنطبق عليه وعليها دحية السرطان من بره فيه له قشور يبدو صلب مدام غادة مدام غادة بتظهر القوة زي ما انا بعمل وانا على فكر عايشة لوحدة انا عايشة لوحدة في القاهرة فانا حاسب المشاكل اللي هم عرضوها بالفيلم مدام غادة زي بالضبط بتظهر القوة عشان تدافع عن نفسها في القوة اللي بتظهرها عشان محدش تكتشف الضعف اللي داخلها بحقيقة بحقيقة هو بالضبط نفس التخطيط اشتقي التانية مدام غادة هذا انت عملت تحليل يعني اظهر القوة ايوة عشان ما يبنش الضعف اللي دوانا بنظهر القوة عشان انت تعال نفسها عشان تحمي نفسك او وفقا للأبرار يعني بتظهر القوة فعلا علشان يعني بداخلك ضعف لكن هذا الضعف يجب ان لا يظهر فنوع من الحماية هو التظهر قوة اه طبعا سعيد طيب اه مدام غادة كمان لو سمحتي اه تخدي بالك سلامة عيونك وسلامة قلبك تخدي بالك مصر ربنا يخليكي مرسيه تسلميلي تسلميلي حيب تقلبك مصر اه وبعدين ممكن بما انه الفنانين جميعا اعديل اه رسالة مني اوستاذ واعل احنا كنا طول عمرنا نعمل جدول في الصيف لزيارة مصر في مسارح في سلمة في حفلات الى اخرين انا اتمنى ان القوة الناعمة هاي ترجع لمصر هاي افضل سبيل للسياحة والان عنا قنوات اعلامية فضائية كثير في مصر ممكن نعمل من خلال الاعلانات وكل الوطن العربي بيصرش على القنوات الفضائية لازم نرجع نشغل المصرح لازم نرجع نعمل حفلات للفنانين هذا الاسطوب الوحيد الرحيز بالسياحة العرب تحديدا والله يا حددك يعني حطي ايديكي على موضوع في غاية الاهمية لما كانت المسارح والفن في مصر يعني جاذبا للسياحة لازم ترجع يا أستاذ واعل لازم ترجع لازم الفنانين زي محمد هنيدي احمد السقا لما كانوا يلتقوا في زي مسرحية كده اوكي كنا نيجي لوجود عدد كبير من الفنانين الفنانين المطربين لازم يعملوا حفلات يومية يومية في هذه الازمة اللي بتمر فيها مصر صدقني كل السياحة العرب رح يجو الان كل الشكل لما بيجي الصايحة العربي وانا زميلاتي وزملائي بيقولولي احنا بنحاول نطلع بالليل على مصر مش لقيين تهرات في مصر زي زمان فبذلوا فأرجوكم أرجوكم القوة الناعمة بتاعة مصر ترشعوها أرجوكم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بتوجه لك بالشكر دكتورة أمانيان عبير في شخصيتك أيضا من الشخصيات المعقدة في الفيلم على أعتبار أنه جواها راكمات نفسية وهي سيدة اضطرت لبيع جسدها لكن جواها مشاكل نفسية واجتماعية التعاملتي مع الشخصية إزاي؟ يعني أنا شفت إن الشخصية بتاعة كريمة أو كوكي دي شخصية شبهها الغالبية من المجتمعات العربية اللي هي جوهرها ينقد مظهرها ينقد فعلها ينقد قولها يعني هي بتتكلم بطريقة بتتصرف بطريقة وبتلبس بطريقة فهي مثلا طول الفيلم هي محتشمة جدا جدا لبسة مقفولة طويلة وواسع بتظهرش أونستها أبدا ما بتدخلش في أي علاقة شخصية مع راجل هي مانداش علاقة تخصها مع شخص إنها بتحبه أو مرتبطة بي أو مخطباله أو بتاع وبالتالي هي أمام المجتمع كده أمام المجتمع هي سليمة تماما هي شخصية موجودة وسط زميلاتها في البنسيوم بشكل انطوائي في حالها ما بتشتركش قوي في الأحداث معاهم هي في حالها يعني تقدر تقول عليها اللي هي الشخصية اللي انت ما تلتفت لها الشخص غالبان وفي حاله ولكن له علم سري له وجه آخر لشخصيته شخصية اللي هو بيظهرها للمجتمع دي مش دي شخصيته الحقيقية هو يحمل تناقض آخر إنه هو عنده تموح عايز يعني يحقق حاجات من ورد تموح ده وشايف إن المجتمع نفسه مش بيديله المساحة أو الطريقة أو الكيفية اللي يحصل بيها على الأموال اللي هو عايزها يعني هي بنت محدودة تشتغل عاملة عملت مساج فهي قرية دي مهنتها بسيطة ما عندهاش مثلا علم كبير ما عندهاش موهبة في شيء كبير اللي هي الحاجات اللي ممكن تحطها على سلم يخليها تنجح ويجيب مثلا فلوس لو الفلوس هي من قياس النجاح فما عندهاش مقومات غير إن هي بتستعمل أنستها في فترات الشغل بتاعتها بطريقة ما مشا زحكية لشان ما حرقش الشخصية عشان تقدر أستاذ إسماعيل قال لي أحرق لي أحرق لي لأ أنا بالزيد محرق لي لأ أنا بالزيد محرق لي إن الجيلو ده فكرتي لأ مش فكرتك يا أستاذ لو إيه؟ في حاجة يعني أنا كنت بفكر مع أسماعيل وإحنا في مرحلة القراءة يعني إن أنا عايزة أعمل لها حاجات تفاصيل تخليها يعني يبقى ليها خصوصية يعني مثلا هي بتستخدم إيديها في تصرفاتها المشينة فيبقى الشيء اللي هي طول الوقت بتدفع بيه عن نفسها وعن عقدة الزنب إنها بتستخدم الجيل أو دي تول أو الحاجات المنظفة لإيدها طول الوقت حتى مشتبه عدم عصحابها قاعدة مش عارب تعمليه فهي عرفانة فهي بتستخدم مثلا التفصيلة دي طول الوقت دي كانت فكريتك يا بسمائل طيب خلاص لا مش فكريتك يا بسمائل بسمائل مش هوفى عليها باللبس بالمقفل ماشي يعني أنت اللي قلت هذه الفكرة أنا قلت كل الأفكار على فكرة أنا جاي أفكار لها دمرت لها المجود دمرت لها مجودة لا على فكرة والله أفكارها وهي فضيعة بشوف إن هي كوكي دي تشبه عندها مشاكل كتير يعني هي مش مشكلتها السطحية إن هي بتروح تبيع جسدها هي مشكلتها العميقة إنه أنا أجيب فلوس إزاي وأنا مش مهيئة إن أنا أجيب الكم ده من الفلوس وأوصل للطبقة الكبيرة دي لأنا بحلم أبقى زي سحبة السباو عندي أنا كمان السباو عندي وركبة عربية ما عرفش إيه وعملة إيه كل الطموحات الكبيرة دي الفيلم بقى في الآخر بيقول لنا لا هي لها تمن أنت مش هتاخد أي حاجة بدون ما تدفع تمنها فكانت التمن إنها ممكن تتعرض يعني بالقدر أو بالحظ إنها تتورد في جريمة كبيرة وديه مستقبلها كله يعني فهي فيها عبعات كتير قوي يعني طيب هنا بقى مشهد القتل اللي عمل هذا التصنيف ما تقول ما تقولش بقى ما تقولش ما خلاص بقى كان عنيفا ليه أنا عايز أقول حكا أنا ممكن نعرض الشيلم مش في الحلقة أنا اخترت تلت تلت كاركترات يعني أنتو خصصوها بمشهد واحد أو تلت ما عايز نصف ساعة ضيعتنا يعني على الفيلم ضيعتنا وفي تلت كاركترات كان مهمية عندي جدا في الفيلم في تلت أواضية قضية غادة كانت قضية الخارجة من السجن وهي أقرب إلى قضايا الغارمات تمام واللي هما بيتسجنوا في تلاجة وفي قصات وحاجات كده وبيدخلوا في السجن ويطلعوا نظرة المجتمع ليه معين هي قضيتها مختلفة يعني بس هي نظرة برضه هنا قضية يعني ملفقة يعني قضية عبير اللي هي كوكي هي قضية بتاعة البنات المراكز المساج اللي موجودة في مصر دلوقتي وفي منها مراكز كتيرة جدا هي ضعرة مقننة تمام كده ولازم الحكومة تشرف عليها وتشوف المراكز دي ايه لانها بتاخد رخصة المساج والحاجات الصحية وبيحصل فيها حاجات أسوأ من كده بكتير فلا تبقى فيه رقابة عليها لان فيه طبيعة المهنة يعني ما يمهد لديها بالزبط كده ان المهنة تتفع والبنات فيه بنات كتير مش هقول طبعا كلهم لان فيه بنات محترمة كتير بيشتغلوا في الأماكن دي بس فيه بنات بتستغل المكان ده غلط تمام؟ فانا بقول يا حكومة خلوا بالكم المراكز دي تمام؟ واعملوا اشراف عليها علشان خاطر بيحصل فيها حاجات بعض المراكز بيحصل فيها حاجات مشينة ماينفعشنا لكم موجودة تالت حاجة قضية هدي وهي قضية البنت اللي عايزة تمثل واللي بيقنحها كذا حد انها تبقى نفسها علشان خاطر هتاخد دور او هتبقى نجمة والكلام ده ده رزق بتاع ربنا مش بتاع حد والنجومية دي رزق من عند ربنا مش بتاع حد لا مخرج ولا منتج ولا اي حد بينجم حد هو ربنا اللي بيعمل كده التالت مسجات دول كانوا مهمين جدا في قواضي الفيلم اه بس في المجلس بتاع هدي انت عايز تقول ان في الوسط الفني بيشتغل بنفس العقلية اللي وجهتها هدي اه طبعا اللي هي عشان عشان توصلي لازم تيجي تري معايا السيناريو في البيت اه زي ما زي ما الدكتور هشغلك في المستشفى بس دعا زي المهندس بلازم ده هصلك في بداياتك يا غادة يعني عشان تشتغل كلنا تعرضنا ليه طبعا تعلم بالقعد في البيت وتعلم طبعا بس طبعا اللي فرق معايا وده بقى اللي أنا بزعل منه اننا اننا كنت الحمد لله يعني قلم سريحة مديا وركبة عربية ومش اعرف ايه في يعني بنات اه اه الظروف مستمحا لهم بدا فيعني بتوصل لمرحاية نوة هعمل اي حاجة عشان اوصل وفيه ناس بتصطد الحاجات دي فعلا خلينا نوسع النقطة دي وقال نقول انه اه بتحسن يمكن الدور اللي كاب بتلعبه هدي انه بتقابل اشخاص بتطلبوا منها تنازل في مقابل العمل دي ظهرة التحرش يعني معناها الاشمل او الاوسع التحرش موجود دلوقتي في كل القطعات انت بتقدرش يعني تتحرك في الش البنات غير امنة في المشي في الشارع غير امنة وهي بتشتغل وفي كل مهنة وهي بتبحث عن عمل عشان ما نعودش بس نتكلم عن موضوع التمثيل او الممثلات لا التحرش موجود في مصر بشكل بالغ بالغ الخطورة يمكن فيه دراسات بتقول ان احنا نمرتنين بعد افغانستان في التحرش فمعنى كده ان انت المرأة يعني ما عنداش حتى حرية تمشي في الشارع بشتغل فيه ناس بتساومني في اي مهنة في اي مكان على فكرة السكرتيرة الدكتورة المديرة لأي مهنة فيه تحرش انا بحس ان الراجل بيدين نفسه احيانا في انه يعني هو هيمنح حاجة طبعا يمنحها مقابل ايه لأ حاجة مش بتمنح وما فيش مقابل لان انا موجودة في المكان ده مقابل موهبتي اه او مقابل نجاحي او شطارتي او زكائي او موهبتي اي ان كان الشيء اللي بتمتلكه المرأة لوجودها في هذا المكان فالمشكلة بتاع التحرش عند الراجل يعني هو هو اللازم يحلها مش احنا انا مع الدكتور عبير اه لأ انا مع الدكتور عبير المحيز مع الدكتور عبير يعني احنا بنحل احنا مشكلة التحرش ليه لما يتقال مثلا اصلنا اتحرشت بيها اساكت لبسة كذا طب والطفلة اللي كان عندها خمس شهور والطفلة اللي كان عندها خمس سنين انا عرفت انت مجوزتش لحد اللي وقت ايه ايه لا لو عايز اتجوز هتجوز فيه كتير اوكي انا عرفت انت بتمسكي بتمسكي في اول ها عبيرنا تعشت ادهم لهم اعطر لهم عشان ايوم الزاق بصت بقى اسمع انا عايز اقولك وعلك فقولك يا بص عميني اللي انت عايزة تعدمسكيدي ولا انت بتتحرك عميني اللي انت عايزة عايزة يا حبيبتي الراجل يوم من هنا عمين ما يظهرش تاني يوم يكون طهش مني لا مش عايزة مع القلق اللي عندك وعدم النوم فلازم يجري بصبتوا كلكم يعني هل انت ناجحة في حياتك الخاصة؟ انا؟ ده انا نيلة نعمين حسن مني بكيت على عبير بتختار بتختار انا ما بختارش انا بل بصالحيته وقع انت ما بتختاريش في حياتك الخاصة؟ خالص انا بقوله عبيرنا بديش كل حاجة شوة داني في الحتة دي وبتاع اه اخد في حتة تانية خالص لا انا اختيارك بص هي كان بقى حياتها الخاصة انا بخاف على فكرة غدا ما بتخافش اه لا انا بخاف يعني انت ممكن تاخدل حال تضكيك شوية انا 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 بتجنب انا لا باخد حظ ولا بضأ انا باخد جم ايه بتشرب شاي بلمن واتقرة كتب وانام وانام طول النهار تقرالنا في كتبه وتجي تاني يوم تدينا ده لصورة خلاح هسمع لهم كتب اه اه عايشت يا عبيه ما كنتش عايشت يا عبيه شوية لما حصل عندها الانتقال لفكرة تحرين الفن انا اول واحدة لا انا اول واحدة شفته انا شفته قدامة لا لما تلبسنيش في الحيط انا لبست الحجاب لكن انا محرمتش الفن بلاش التلبس بلاش تلبسنيش علىه اللي هو النظيف اللي هي ضده دلوقتي مش ضده برضو على فترة لا انا محرمتش على عبير لان ما حدش شفته في الفترة دي انا شفتها في الفترة دي انا شفتها في الفترة دي عايشت عبير في الفترة طبعا طبعا كان في حودة كرامة في اخر سنة سنة. كان بيبان جدا بيبان. وكنت نكحين جدا وكانت نكحة جدا عبير وقتها. لأ عبير بقى في قمتها. في قمتها. افلام مسرح اه كل حاجة. ولا يعني انا. مش عيفة ايه تناقض نفسي. لا مش تناقض نفسي. عبير كانت بتمر بازمة نفسية وكانت متخبطة وكانت حاجات كتير قوي ما حدش يعرفها. فاخدت قرار كده ما بينها وبين نفسها انها. اه اه. 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 طيب. اه يعني واضح كمان اه ردع عشيتك في المرحلة دي. طيب. بس ازاي ردع يعني الناس بتقول يعني ازاي في اه في حياتك الخاصة تقول انا بلبس في الحيط. اه دي حقيقة. انا متسرعة. ما بعرفش احسبها. ما بعرفش اقول ايه. طب بعد كده هيحصل ايه. طب ده مناسب ولا مش مناسب. طب احنا حنتكيف مع بعض ولا انا حبيبة. يعني بخش انا طب وطراخ على وش يوم. اللي هو المجملة المعروفة جدا ما قلت ايه اه. افاية يا رب. واندي ما اتبسكر تقولي. ما عشان انت يا عبيتة. عشان انت مش هارفة ايه. فوالله بقولكي بقى حميمي. فتقولي يا خلاص المرة الجاية اقول لها. بس انا كمان بحسدها ان هي عندك جرقة دي. يعني الحقيقة انا بتحب حد بتاخد قرار سريع وترتبط. اه. انا بحسدها كمان على ده. لان انا بتردد كتير جدا. فباخد وقت كتير جدا. فممكن ما وصلش لحاجة طول الوقت يعني. اه. فممكن تضيعي حد مسلا بيحبك بجد. بضيع توابير. بضيع توابير. توابير. اه. دي حقيقة ده على ياتي. عبير مش هتقولي لنا مفاجأة جديدة في الحلقة. مفاجأة في الهلقة. اه. هتجوزي ولا ايه? لا. ما عارفوش حدا والله. ما عنديش. انا. في مفاجأة. لو مش عايزة تقولي براحة. في مفاجأة عندك في الا. انت عارف حاجة ولا? بص بيها العشاء. الواضح في مشروع جواز. حب. يعني لو حابة تقولي يقولي مش حابة تقولي براحة. لو والله العصيب ما عندي حاجة وايات ربي يقعني مش شرع عماني. يا رب. تقدم انت قاعة انت بتعمل كده. مفاجأة. المفاجأة الوحيدة انها تفاجئنا الوقت وترفع اشارة رابعة. يا لا. اعوزوا بالله. انا ارفع اشارة النصر. ما انا بقول ده لان اعبير اه. اه من ال اه على الفيز يعني بتستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن اه عن الرئيس السيسي بقوة. طبعا. وللدفاع عن تلاتين ستة. ربنا احفظ هنا. يا رب الله احفظ المصر. طبعا. طبعا. انت برضو 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 يعني الحاجة نقحة عليك. مصطفى بيسأل عايز يسأل غادة عن لما حصل تصرف من احمد مالك لانه مسل معاك يعني. اتعاملت معه لانه تصرف طفولي ولا خطأ كان لازم يتحسب عليه. لا مش هادرات. من من حقك. طيب. اه سؤال تاني اه سؤال عبير. اه بيسألك عبير ليه ليه اه اه بيبقى عند الجرأة شوية في المشاهد. استاذ حليب. ما عنديش جرأة في المشاهد ولا حاجة انا يعني ممكن اعمل دور اه شعبية وممكن اعمل دور فقيرة ودور غنية ودور اه حلوة ودور جزابة دور في اونوسة يعني طب دور هو اللي بيفرض علي انا هعمل ايه? انا مسلت ادوار كتير جدا مش مؤتمد على الشكل اقول جمال. منها الفيلم اللي انا عادة بتكلم عنه. اه بس في بعض الجمل كانت عملية لك ضجة وكان ايضا متهالة في المسلسل مع هذا. لانه شخصيتها كده ان هي ما قابلتش هي زوج امها تحرش بيها. لانه هو فكرة يعني التعبير اللي هو اه انا هسألك ده من عندي يعني. اللي هو الاشارة لمنطقة الصدق انا بشوف بعناي دول يعني. ده. هل الشخص? ده كان في في حاجة يعني في عمق في مسلسل اه. اكيد انا يعني ممكن يبقى قدامي نص بلتزم احيانا بيه ممكن يعني ممكن تكون طبيعة الشخصية كده يعني اسمع ليش يعني لو هي دلوقتي بتعمل شخصية واحدة متحررة مش حرة متحررة وجريئة ومعندهاش قيود ومش مهتمة باحكام المجتمع ومش مهتمة بحاجة خالص غير برغباتها. هتطلع عاملة ازاي? شكلها ايه? مفرداتها ايه? بتتكلم ازاي? بتنغة الاخد والعطى يعني بتاعتها. هل هتتكلم بطريقة مثل كيوت وهدية ولائقة ولبقة وبتاع? ولا هيبقى دي مفرداتها وده الفاظها. وده طريقتها في الكلام. عندها نوع من الجرأة ممكن تتسمى الوقاحة. طبيعة شخصية يعني. اه. بس استاذ واقل من الاخر احنا دايما نقول. طبيعة. لما الناس كلها هتعمل دولة طيبة. مين اللي هيعملش. عارفة ده لما كل الناس هتعمل محترمة. مين اللي هتعمل مش محترمة? يعني نجيبهم من ايه? نستوردهم بيجي يعملوا ادوار. احنا كلنا فجأة حنبقى كلنا محترمين. وهم. فاحنا عايزين نعمل الدور الاقصادي. كلنا مش هنعملو طيب نجيبهم من ايه? احنا هنوصل لمرحلة ان دي جلع تلبس ستات. يعني اعملت عشوائيات عشان تبين للناس العشويات يقولك ايه ده هت اه هي البلد كلها تبقى زبالة كده? تروح تعمل لهم فيلا ليقولك يا البلد كلها ناس اغنية. خليك وقاعي. خليك وقاعي. وقاعي. تشيل المكياج يقولك يا عامة مش للدرجات دي ده ده. احط ميكياج يقولك كده. ايه اللي خلينا اسفرق على واحدة يا عامة كده. تحوط ميكياج هو على طول كده. يبقى صاح شكله حلو كده. انتو عايزين ايه? مجتمع مش عارفت. عايزين ايه? اقسم بالله ساعات الواحد احنا بنخرج عن شعورنا عايز اقولهم انتو عايزين ايه? ايه? يعني اعمل ايه? اولا في نفسي واجرب وانا ايه بقى? ارحمونا شوية جماعة يعني. اه. اه. يعني ارحمونا. مش عاجبكو الشمال مش عاجبكو. ايه ده? ده كتير قوي. اه. دي ناس فاضية. اللي ايه نظريك جوحة يا بسيس اسماعيل. بزاك بتاع الحمار. اه. اه. احطوا وشيلوا وقعدوا بتبقى مش عارف ترضي يعني. في الاخر انت خلاص بقى انا وجهة نظري كده بقى اقول لها عاجبك بقى اللي مش عاجبك خلاص انا بطلع وجهة نظري. يعني. انا في الاخر اطلع وجهة نظري. اه. لكن انا هاعد اه ادادي وما حدش بي اه. لا واسع اصعب وقت انه دلوقتي المجتمع اللي بيتغنى بالحرية كتير قوي. اه. وعمل يقولك احنا عملنا معرفش ايش ان اه ناخد حرية هو نفس الوقت الصعب جدا انك مش حر ابدا. لحر تقول رأيك ولا حر تختلف مع الناس. ايش دور؟. ولا حر تعمل لا. ما انتاش حر اطلاقا. خالص. الوقت اللي الناس بتقول احنا عملنا حاجة عشان بقى عندنا حرية. فاحنا عملنا الحاجة دي عشان ما بقاش في حرية خالص. خالص. احنا طول الوقت المدانين. طول الوقت انت بتبرد. خلي بايكو بيجرجرنا برضو. لا لا بتكلم جد. بيجرجرنا. يعني دي مالشة يا حضرتك بتتكلم كل يوم. وبتقابل ضيوف كل يوم. وبتقابل سياسين كل يوم. احنا كمان عندنا مشاكل معاكم. مع الحاجات اللي انت بتطرحوها. ومع الضيوف ومع الناس اللي بتسمع. اتدورت عليك. عندنا مشاكل. احنا يعني اصدقاء في مختلفين. عندنا برضو مشاكل احنا كمان. مختلفين في النقاشات دي. هي شايفانا ان انا اعلام فوضوي وبتاع لكن ده لو عادنا نعيشنا في ده ناخد ستة حلقات. يلا بيلا. وحنبعد عن اللي اختاش ومات. لا. لأ انا شايفة بقى ان انا روح انا عندي تصوير بكراستر واني. ولا ولا. وحطفكدي جمهور العشرة كمان. حاولك لا طالما عبير بتهاجم العشرة يبقى. هو انت عايز تخسرني الجمهور لتاع العشرة. انا بحبوكو. I love you جمهور العشرة. ودخلوا الفيلم. بيش اي حاجة ده ببعا ادخلوا طيب اخلت تعليقات اخيرة يا استاذ محمد. اه وانت بتكتب السبع الشخصيات كتير. اه تعمق يعني يعني معالجة ان كل الشخصية يبقى عندها مشاكل نفسية واجتماعية مختلفة. اه كمان كان محتاج مجهود في سواء في الصياغة السطحية او العميقة حتى المتعلقة بالشخصية. هو ده كان يعني التحدي اللي احنا كنا عايزين نوصل له. انه الحكايات السبعة يبقوا شكلهم خري بسيط. ولكن يبقى فيهم فكرة الطبقات دي او الليرز يعني. زي ما عبير حكت من شوية. اه. ان هي شافت لحد فين الشخصية وامتدادها. وانها تربط شخصيتها بالتحرش وكذا. ان القضايا عند المشاكل يعني. انا بقولش قضايا. انا بقول اكتر ان اللي كان عندنا سبع مشاكل. لانه حكايات قضايا دي برضو بقت كبيرة قوي. هي مشاكل موجودة في كل بيت. مفيش بيتها. مفيش يعني اه اسرة هتشوف الفيلم. الا وهتلاقي واحدة من البنات دول او من السيدات دول. وجايز اكتر اه متمثلة قدامهم في في الفيلم. وبسرعة عايز اقول حاجة تانية. اه فكرة انه احنا دايما في الاعلام بنجيب المتحرش بيها. انا انا قليلا او مش قليلا او حتى في الجرائد عمري ما شفت مسكه المتحرش اوه تحرشت ليه. وكأنه وده ادانة زي اللي حصلت في عندنا في الجوة الفيلم. ادانة للمتحرش بيه. مش ده غريب شو. وهي اللي بتتصدر المشهد وهي. انا بجيبتها يبقى انا مش انا بجيب الارك اعلامي او صحفي بجيب الحاجة اللي تحليني المشكلة. ليه جبت الشخصية اللي تم التحرش بيه. ويتم اغتيالها من جديد. ويتم اغتصاب ها والتحرش بيها مجتمعيا من جديد. ما شفتش بقى حد جاب المتحرش. احنا في فيلمنا الحقيقة جبنا الشخصيات وجبنا صاحب الاصر عليه. ومش كل الرجال اللي في الفيلم تأثيرهم سلبي. عندنا فيه شخصيات محترمة جدا يعني ادورها محترمة جدا كرجالة وامن بدورها بشكل معتدل وما عملتش زي الجيران او 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 او. يعني هي السبع شخصيات هو كانت حدي انه كمان ده السؤال كان اهم الحقيقة لازم الواحد يقول الحقيقة يعني يعطي الحق الاصحابه انه سبع شخصيات مين هيقبل في الممثلات المعروفات الى درجة النجمات يعمل بطولة جماعية وكانت اختفت الفكرة دي. اه. فيه نص رفض الاسماعيل? نا. اه مفيش حد رفض. اه يعني كل الاختيارات. الاختيارات من اولها كانت. لا هي فكرة انك تعمل ده اه. فهي مغامرة. لانك ممكن بعد ما نخلص السيناريو نصطدم. فهي الحقيقة كانت يعني بتبدأ من اصعب حاجة اللي هي السوبر ستار اللي عندنا. وبتفضل التدرج بقى. فان حد سوبر يقبل انه هو ياخد مساحة اصغر ممثل او اصغر واحدة في السبعة. هي دي كانت في السينما المصرية ومن يعني من اعظم ما يميزها. فضلت تتقلص لحد ما اختفت خالص. وده جزء من افقادنا قوتنا النعمة. انه الفيلم بتاع الشخص ده. او حتى يقولك فيلم بطولة جماعية. وفي الواقع هو في بطل اربعة خمسة سنية ده. تفاكر فيلم لا انام. مثلا. اه. كان كام نجم تبال واحد يشيل فيلم واحده. وده بيحصل في السينما الامريكية. اه. وبنشوف نجوم من اللي واخدين اسكر داخلين يعملوا اربعة وخمس مشاهد. تحقيقة. فاحنا وصلنا في مرحلة من السينما مصرية هي الفيلم بتاع نجم. وخلاص مفيش. النهاردة ده برضو من ضن التجارب اللي الفيلم بيحاول يعيدها. اعمل بطولة ما تخافش. حط اللي جنبك. طبعا غدا عملت ده. ببساطة ومعها اه اميرة. اه بس ما عليش يا محمد. لو ما كانوش وعيين. لو ربنا ما وقعناش في نجوم وعية. طبعا ما هو ده. يعني هو ده يا اسميل انا بقول. على فكرة موضوع النجوم والاختيارات. اه. يعني انا من اول غدا وعبير وسلوة لما. لما هما التلاتة كانوا عيين جدا. فزبطوا لدي. طبعا. المنظومة دي. انه هما ما عندهمش مشاكل نفسية. انه هما يعملوا. بيعملوا الدور الحلو بس. انه هما نجوم بيجروا وراء الدور الحلو بس. اه. ربنا وفقنا في ده. الفيلم كنا هنقعد على فكرة. اه انا 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 قلت له يا اسميل. هنعرف نكاستنج الفيلم من الموثلات. قال لي ما نكشدها. يعني هي الحقيقة بقى تحدي في حد ذاته. فحل التحدي ده من يبقى فيه مفنانين عندهم استعداد. طيب. قبل ما اخو التعليق اخير من من غادة. وستاذ مامدوحة يعني الانتاج يعني كويس ان يبقى فيه قوة جديدة تضاف لسوق الانتاج في في السينما. اه فانت هنقلت احنا مكملين في الانتاج. بإذن الله تعالى. ان شاء الله. بإذن الله احنا مكملين وان شاء الله الفين وستاشر وهو الالفين وسبعتاشر هيكون عندنا اربع اعمال جديدة وبنفس القوة وبنفس المستوى. اه. بنفس المستوى اللي اه بدأنا به. وهيبقى عقوى كمان بإذن الله تعالى. ان شاء الله فيه وعي انتاجي جامد جدا جدا. اه دي حقيقة. ما بخلوش علينا بأي حاجة. ودي شهادة في حقهم يعني. اي طلبات كنت بطلوبة كتب تبقى موجودة. اه استاذ اسحق مش عايز اتكلم بس كتير في الموضوع ده. بس استاذ اسحق عنده قوي جدا بالفن. اه بيحب الفن. اه بيحب الفن. اه بيحب الفن اه جدا. اه اه. 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 ده اعتقد ان ده بحركه الاكتر من حكاية ان هو. وهو مشغول جدا جدا. يعني هو مشغول جدا. يعني جلنا بتصوير مرتين. مرة يوم التورتاية ومرة في الفركش يعني احنا. اه. ويوم ما كنا في السينما لقيته جايب مراته ولاده بتفرج عالفلم زيه وديه جاي مراته والمولاده وتفرجو عالفلم وبيدفع تيكت وداخل فيلم عادي زيه زي الناس علاقة ان ده فيلم بو المنتج بيدفع وداخل عادي جلد طيب عندي بس محمد محمود عبدالعزيز والاستاذ إسحيخ ومحمد محمود عبدالعزيز يا محمد اهلا بيك سلام عليكم وعليكم السلام يا زياد يارتلي كنت معكم شوفت. يا غيت والله يا محمد. كنبيلة السينما المصرية. يا عم الله ليسيك انا مش ناقص واجع بك. والله والله. والله يا محمد كنتهايل. مفاجئة الفيلم. احنا بنقولش حاجة من عندنا وده كلام الناس كلها. صحيح. هو مفاجئة الفيلم على فكرة زيزو. بس انت زئب بشري في طول الفيلم ليه كده يا محمد. في الحقيقة كده ولا? انت عاملو. عاملو كأنك تطابق الواقع. انا مش عارف كده اصلا. انا ما كنتش عارف ان انا عامل كده بصراحة. ومن ضمن الحاجات اللي بذكرها في كل وقت. وحتى كتابتها على فيسبوك. وكتابتها في كل حتة. الاسماعيل فاروق ان انا بشكره ان هو شفني هنا اصلا. حبيب يا محمد. يعني انا عمري ما كنت متخير ان انا هقدر اعمل ده. وعمري انا كنت بدور. انا كنت بدور على واحد تختوخ وسامج يعمل دور. الله يكرمك. وعمالا فكرة. انا شفت دولك كده تختوخ وسامج. وبعدين فجأة حصلت الدربة بتاعة باريس دي. فبقولهم يا جماعة اطمنوا على زيزو. انا كنت عارف ان هو في فرنسا. فالمهم اطمننا عليه. وبعدينه انا قاعد كده مع. اه. اه. استاذ نبيل صلح قدامي كده قلت له. استاذ نبيل تمحنا نجيب زيزو. قال لي ده فورا. انا فكرة واين كست جدا. وعمل حاجة. برافو عليك يا محمد. انا عامل انتو مش هادتكو كلها انتو مش فاهمين انا مبسوط بها ازاي. ومبسوط اكتر ان انا كنت معاكو اصلا في الفيلم. ان انتو ديتوني الفرصة دي تمثيليا ان انا هعمل دور بالمنظر ده قدامكم. يعني ده 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 اول دور تمثيلي ليك يا محمد. ده ايه? ده اصلا اول دور ليك مع مع غادة يعني. اشتغلت مع غادة قبل كده? اه لا انا اول مرة طبعا اشتغل معاها. اه كنت مبسوط جدا ان انا في الفيلم معاها بس الاسف ما جمعتنيش بيها مشاهد كتير كان نفسي ان يكون في بنا. كان في مشاهد شلناه على فكرة في المنتاج. ايه. ايه. وهو داخل بالامارة. اه اه. اه. اه انت فعلا بتلاحق معظم السيدات معادة. ماشي وراه. اه. لا الشخصية ما شاء الله يعني انا مش عايز اتكلم عليها يعني الحمدلله يا حقيرة جدا. اه. هو شخصية فاقت مرحلة السماجة يعني يعني موضوع اختيار اسماعيل كان اه. كان مواقف اقواض احنان انا سمج وانا اختيار اسماعيله تريبا ان شاء الله. هو كمان كان دمه خفيف جدا يعني كان غريب اوي انه دوره يعني في شر في تحرش في خف الدم في اه يعني في كل حاجة يعني ما كانش حاجة مع بعض. انا انا عدابني اوي. انا اتفجرت. اوي. والمشهد معلش مع مروة المغنية لما نزلت له خلال الباب. اه. هي الموت. هي الموت. اه. انا نفس اعمل مشهد مع غدا يعني عملت واحد مع عبير. وعايز اعمل واحد بقى مع غدا يعني. اه. 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 انا ما زلت باتمنى انا ما زلت باتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعني بيكو كلوكو بصراحة. يا رب يا حبيب ان شاء الله. ان انا وقفت معايا وان انا اشتغلت معايا وان انا كنت معاكو في نفس الفيلم. واف نفس الوقت عايز اشكر وستاذ اسحاق برضو ان هو راجل اول مرة ينتج وقرر ان هو ينتج فيلم بالحجم ده. ويعمل دعاية بالمنظر ده. ويوفر انتجيا حاجات كتير جدا. اه. عشان انت مونتج زي وفنساسس. والمجهود اللي عمله ازاي. انا يمكن حاسس به لان انا فيه 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 مناطق كتيرة جدا انتجيا يمكن ما بتبقاش ظاهرة الناس كتير. اه. فانا لما اشتغلت الفيلم لأ شفت قد ايه الراجل كان موفر امكانيات كويسة. قد ايه كان وقت للحاجة اللي بتطلب كان بتيجي. اه قد ايه كان فيه الناس مهتمة بان الفيلم ده يخرج على اكمل وجه. الحمد لله. اه. تاني عايز اشكره اسماعيل انا بشكره دايما اولا ان هو صاحب فكرة وجودي في الفيلم. عايز اشكر غيادة طبعا. عايز اشكرك ان انا كنت معاك في الفيلم وعايز اشكرك على كلامك اللي انت يولتيه علي جدا جدا جدا. لا يا حبيبيك الحقيقة. عايز اشكر عبير. لا ده الحقيقة زيزو. ده الحقيقة انت تستاهل فعلا ده. ايه خليك. يا سيد محمود عبد عزيزين ما شافك قال لك ايه? تمتبع من الفيلم مقصود. اه بص انا 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 يومها مقابلتوش ومبايتش في البيت. ايه. يعني يوم ما انا رحت اخدت قوتيل بعيد عن البيت اه اه توترا من فكرة انه ابويا رقم واحد ورقم اتنين وحمود عبد العزيز اللي هيقائب. فلا شك ان الموضوع مش هيبقى بالسهولة دي يعني. اه. بس والله اتفاجئت الحمدلله رب العالمين انه ابويا اخيرا بدأ يشوفني ممثل كويس. يعني هو قال لي لأ انت انكست جدا. اه. فده فده كان عجبني جدا ان انا قدرت اوصل لده معايا ان هو طول الوقت كان شايفني يمكن بقلف اكتر كان شايفني بعمل اي حاجة تانية غير اني بمثل. انت كنت بتعكس بتقول ايه ما تيجي نعطف ونطف. انا اللي فاكر الشو جايبك عشان نعطف ونطف. اه هتنتشر دي خلي بالك بقى هيسأل عنها اه. يا رب العزيزو بقى اللي عمل كده. انت المسؤول عن قموص التحرش بعد كده واحد. هتستخدم استجدام كبير. والله مش عظي حاجة بس هو الدور كان يستوجب ده. وعايز اشكر العبيل طبعا عز اشكر سيد محمد عبدالخير. وعايز اشكر سيد موضوع عز اشكر كل الناس بصراحة اللي وقبتوا قدامهم واللي ما حلفنيش الحظ ان انا اللي ما طبطنيش الحظ ان انا اقف معاهم. لأ انت فاجئتنا والمطافي. المطافي يا محمد. ورجال المطافي ورجال الامن. دي الامن. وبعد هذا الفوز للسيد الرئيس. الله 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 الله. مهندس اسحاق التليفون اخير مهندس اسحاق رئيس مجلس ادارة الشركة المنتجة. مهندس اسحاق اهلا بيك. اهلا بيك سهلا اهلا بيك. اهلا سهلا اهلا بيك. اهلا بيك. الناس بتشيط دول كلهم محترمين انهم بيقولوا كده. سعر الناس اه على رأسنا من فوق. بس دي حقيقة والله يا سيد السحاق. ربنا يخليك يا سيد ازادة تباح الخير على حضرتك وعلى سيد عديد. سوا عليك. احنا مسهرينك يعني احنا تعبينك وصرف فلوس قد كده هو كمان مسهرينك. لا ده احنا امسية وبنشكر الاستاذ واقل على الامسية الجميلة ديته. الله يخليك يا بشمال. الله يخليك. اللي احنا محتاجين والله في المجتمع. طبعا احنا محتاجين نشجع. السينما بص بتوصل للناس يعني اسرع من المؤتمرات السياسية والبرامج والمنتديات الاجتماعية بتوصل القضايا بشكل اقوى واسرع. شوف الافلام وتأثيرها وهي اللي بتبقى يعني. طبعا. عشان كده احنا قلنا نشجع الافلام الجيدة يعني. اللي احنا كزروف بلد محتاجين سعلا من سينما تنشط والمسرح والثقافة. احنا نقدر نزير فكر التطرف وكل اللي بيحصل دور بالاعمال الفنية. على الاقل بنسبة ثمانين في المية. الله عليك. صح. كمين. اه ان شاء الله. طبعا مع الاستاذ اسماعيل اه ممكن يزعل مني انا انا باعتذرلك مؤداما يا استاذ اسماعيل. اه الفكر اللي حدثك قلته في البداية. عن اه السينما وان انا قادر امنع اولاد انهم يدخلوا السينما ويقطعوا في كترة الفيلم. بيبقى في السينما شهر او شهرين وبعد كده بيبقى في بيوت كل الناس. اه. مش تبنع ابنك ولا بنتك يقلب في التلفزيون ويفتح ويلاقي فيلم شغال. بيشوفه مكبر انه يشوفه. اه. فاتري بالزبط التوعية في السينما او التقديم السنمائي اللي المفروض لناس. كلها تاخد دي. زي بالزبط ما بنطالب بالخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني محتاجين برضو. السينما تقدم والفن يقدم اللي يدني. مش يهدم. صح. انا باشكرك. بعتزلك طبعا اه اه ان ممكن ده يضع الحضراتك بس انا اسف جدا يعني دي بجهة نظر يعني. لا 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 خالص. لا لا طبعا لا تحترم. انا اللي بشكرك على اللي انت عملته في الفيلم يا بشماندس. وانا تقيلت عليك كتير. وما بخلتش بحاجة ومتشكر لحولك جدا على الوعي الفني ده. شكرا يا بشماندس. شكرا لحضراتك استاذ اسماعين. وبجد انت راجل محترم وبرابو عليك. وكفاية كفاية اوش هادث الاستاذ واقل عن الفيلم. دي تكتيني. طبعا. الله يعني هي شهادة بدون مجاملة يعني. اصلا انت عارف الاعمال الفنية والاعمال اللي بداية عموما ما فيش فيها مجاملة انها مكشوفة يعني. اللي بيلعب كورة هيبقاش الناس شايفاه. الفيلم الناس شايفاه. العمل الادبي كذلك يعني. فانا واثق ان الناس ان شاء الله هتقبل تاني على السينما الجيدة بشكل كبير. ان شاء الله. ان شاء الله. ان رأيك صريح ما بتجملش حد. وده طبعا حاجة كويسة انا حوزك تشهد الفيلم الزالي. انا بشكور الف شكر. رادة هاخد منك تعليق اخير لو عايزة تقول لي انه الفيلم عن مشاكل سيدات يعني. لو عايزة وانا وانا بختم تنسا يعني لو عايزة توجيه رسالة اه لكل ست من واقع المشاكل المتعددة للشخصيات السبع. لو عايزة توجيه يعني رسالة للستات لانه. الفيلم كمان هو فيلم مجتمع عموما يشوفه الجميع يعني. اه. لكن لو من خلاله عايزة توجيه رسالة للستات او للمجتمع. تقولي ايه. اني كل واحدة تخلي بالها. اه. كويس قوي من من الخطوات اللي هي بتاخدها. ما تبقاش متسرعة. اه. 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 تحاول ان هي تشوف ايه اللي ممكن. هيجيب لها مشاكل كتير. زي عندنا مثلا دايما قولك ايه. الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. سد واستريح. شوف الحكم الشعبية بتعالج. بتعالج كل حاجة اه. فلو انت ست بطولك. اه. لو انت في حاجة حتحس انها حتلتشك اقفليها وخلاص منها وخلاص. ما تحاوليش تقف ضد الطيار او تحاربي. لان هي خسرانة خسرانة. خسرانة خسرانة. اه طب. طيب مشاهدين بيسألو يا غدا كتبة ايه على ايدها. هل من حقهم يا اه. اه. اني واحدة فيهم هنا ولا هنا. هنا. هنا كتبة العزيمة. هنا ايه? العزيمة. العزيمة. وهنا تزيب الانجليزي بس معناها الامان بالعربي. الايمان. اه. ليه العزيمة والايمان. الحاكتين اللي ما با وامن بيهم في حياتي. العزيمة والايمان. ما شبيههم يعني. يبقى عندك عزيمة ويبقى عندك ايمان بما تقدمينه يعني. وبالقضية يعني. الايمان عموما. وبالله سبحانه وتعالي. طبعا. قرامة بالله. يعني عزيمة على اليد الشمال. والايمان على الايمين. عايمة على اليد اليمين? ت Pacificaに تتعندك يا عمير في الله. ونعندي اللي اختشوا ماتوا بس السينما مش هتموت السينما بالعكس هتتقدم للامام اللي صوق قبل كده انه لا السينما يمكن ان تموت لا السينما ستظل مشكلا لوعي ووجدان الناس اللي اختشوا ماتوا من الافلام اللي بتعيد السينما الى التنوع الجيد اللي كنا بنشاهده دائما بدلا من الموجة الوحدة السائدة بالسينما يمكن ان نعالج ازماتنا ومشاكلنا وبتوجلوك جميعا بالشكر انا متشكرين جدا لك انا اللي بشكركم ان شاء الله نكون في اعمال قادمة نبقى فيها مع بعض ان شاء الله جميعا تصبحون على وطن نختلف بداخلي ولا يمكن ابدا ان نختلف علي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة